اشتركوا في القناة بطولات كبير جدا نادي الاهلي يبحث عن البطولة التساعة بإذن الله عنده 118 فوز ولقاء رقم 243 النهاردة أمام التراجع التونسي كل الأمنيات للنادي الاهلي بالفوز النهاردة إن شاء الله يريح نفسه قبل لقاء الاياب في تونس بإذن الله في البداية طبعا برحب بيديو في أهل الكرامة ناقد الرياضي دكتور وليد الحديدي وسهل خير ونوارد النهاردة إن شاء الله يناجي الاهلي يكسب يا رب إن شاء الله طبعا يكسب النادي الاهلي ويفرح الجماهير المصرية كلها وسعيد بالتواجد معاكم صديق محمد أيضا الناقد الرياضي محمد الصائغ مساء الخير ونوارنا وإن شاء الله تكون بداية موفقة لكم إن شاء الله أنت من نفوز الاهلي النهاردة ويحقق البطولة التساعة إن شاء الله الاهلي والتراجي ولقاء حول الزعامة الأفريقية زي ما ابتديت مع حضراتكم في مقدمة كلامي النادي الاهلي هو الأكثر حصولا على البطولات في إفريقيا ونادي التراجي من الأندية الكبيرة اللي أيضا لها شأن ولها باع واللها العديد من البطولات تواجه مع بعض أربعتاشر مرة في كل البطولات كابت النادي الاهلي حقق خمس انتصارات مقابل ثلاث خسائر والتعادل سيطر على ست مواجهات البداية كانت ألف سعمائة وتسعين الناس كتير قوي بتفتكر أن أول لقاءاتنا مع التراجي هو موسم 2001 والهدف الشهير بتاع كابتن سيد عبدالحفيز لما لعبها في ملعب رادس في تونس وجات من فوق الحارس ولكن كان في بداية في ألف سمائة وتسعين النادي الاهلي تعادل زهابا وإيابا في دور التمانية مع التراجي بدون أهداف وجات في منطقة القوة دائما تجبع ما بين النادي الأهلي ونادي التراجي مرورا بأي ألفين وواحد والتعادل هنا في مصر سفر سفر وتعادل في تونس بهدف مقابل هدف وكان سيد عبدالحفيز الهدف الشهير وأيضا في دور أبطال أفريقيا 2007 دور المجموعات فاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 3 صفر كل الأهداف كلهم من محمد ابوتريكا وأمادو فلافيو وأسامة حسني وخسر الأحمر بنتيجة 1 صفر في لقاء العودة في تونس تمكن الأهلي إلى الوصول للمباراة النهائية في هذا العام دور أبطال أفريقيا 2010 قابل لنادي الأهلي مع التراجي التونسي في دور نصف النهائي وفاز النادي الأهلي 2 واحد في القاهرة وكان محمد أوتريكا وأحمد فتح أحراز الأهداف وخسر في تونس بنتيجة 0 إلى 1 المباراة اللي كان طبعا شهيرة جدا وكان مايكل إنرامو لعب هندبول ومسجل هدف بإيده بعد كده في 2011 قابل النادي الأهلي مع التراجي التونسي في دور المجموعات من البطولة وخسر النادي الأهلي في لقاء الدهاب في تونس بهدف مقابل لشيء وتعادل في القاهرة بهدف مقابل هدف أحرازه محمد أبو تريكا نروح لبطولة 2012 بطولة من أجمل البطولات اللي نادي الأهلي لعبها وكان كابتل عسان البدري هو المدير الفني للفريق وتقابل في دور النهائي تعادل في مصر واحد واحد ثم فاز في تونس بهدفين مقابل هدف كان محمد نادي جده ووليد سليمان وكانت واحدة من أرواح مباراة النادي الأهلي في تاريخه في دور أبطال أفريقيا قبل أن نذهب إلى الكونفدرالية في 2015 اتقابل مع التراجي التونسي في دور المجموعات بطول كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية فاز الأهلي في مباراة الزهاب كان اللقاء على ملعب السويس لو حركوا تتذكروا بتلات أهداف مقابل لشيء كان عبدالله السعيد أحرز هدفين ومؤمن زكريا ثم قرر الفوز في تونس فاز زهابا وإيابا وكان الهدف الأحرازه جون أنتو ده كان حتى سؤال الحلقة مع حضراتكم في حصاد الأهلي وإعلاننا على الفائزين وخدوا التيكتس وذهبوا ليشجعوا النادي الأهلي في لقاء اليوم دكتور وليد الأهلي والتراجي موجات كتيرة دائما نتيجة التعادل بتبقى الأغلب ست تعادلات ولكن النادي الأهلي له الجانب الأكبر من الفوز دائما مواجهة التراجي ما بتبقى السحي هو طبعا على مدار التاريخ الأهلي نادي ليه اسمه وعمل اسم كبير في أفريقيا التراجي هو النادي الأكبر في تونس والأكثر تتويجا في تونس بيمثل دائما أمل دولة تونس في التتويج الإفريقية طبعا مع بعض الأنبياء لكن يظل التراجي والنادي رقم واحد والأكثر شعبية حتى فدايما مواجهات الفريقين بتحمل ندية كبيرة وزي ما احنا حتى زي ما انت عرصت دلوقتي تاريخ مواجهات الفريقين شايفين قد ايه فيه تكافؤ كبير هو الأهلي متفوق في عدد مرات الفوز لكن مش تفوق كاسح لكن الملاحظ أن حتى المرات اللي بيفوز فيها التراجي بيفوز بنتيجة واحد صفر بس الأهلي لما بيفوز فترات تفوق الأهلي الأهلي بيستغل تفوقه بشكل جيد بيحرز أهداف كتير الأهلي أحرز 14 هدف في تاريخ مواجهات الفريقين في مقابل ثمن أهداف أحرزهم نادي التراجي في تاريخ المواجهات أكبر فوز للتراجي واحد صفر بس التراجي ماكسفش الأهلي بأكتر من النتيجة دي فده شيء يديك انطباع أن حتى في فترات تفوق التراجي ولما بيعبر الأهلي بيكون عبور بصعوبة احنا بس بنعرض للمشاهدين كواليس المعسكر النادي أهلي في فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب المبرارة المبرارة إن شاء الله في السبع مساء اليوم على ملعب برج العربي الإسكندرية لحظة بلحظة احنا مع حضراتكو كنا عارضين سيادة اللي هو 20 شمس وكابتل سمير عدلي واجتماع كده وبداية شرب الشاي قبل بداية اليوم النهاردة ده الإفطار دي لعبت النادي الأهلي أحمد فتحي وبعض النجوم اللي بيتناولوا طبعا وجبة الإفطار احنا مع حضراتكو من بداية الفطار حتى وجبة إن شاء الله المباراة نفسها لقاء الأهلي والترجل كم من دكتوري الخدمة طبعا السوبر ستار أو الفايف ستارز اللي بيقدمها قناة الأهلي لجماهير الحصريات اللي الجماهير بتنتظرها دايما دي دكتور هاني أخصائي التغذية داخل بقى على الإفطار عشان هو المسؤول عن الكلام ده كله يبتدي دور بقى على الشفات ويعني إفطار إيه وزي ده اللي بص زي ما بقول لها ريتك ده هو راح للشيف على طول تفهم معاه والنادي الأهلي النادي الوحيد في مصر اللي عنده أخصائي تغذية ولازم أفضل أذكر كلام ده لحضراتكو ترمومتر أداء الكرة المصرية في أي حاجة جديدة هتلاقيها في النادي الأهلي وطبعا دايما وجبات يوم المباراة واليوم السابق للمباراة بيكون مهمة جدا جدا أن تتضبط بشكل معين بحيث ما يأثرش على اللاعبين نرجع تاني لموضوعنا ونتكلم في تاريخ مواجهات الأهلي والترجي زي ما قلنا أن الترجي لما في فترات تفوقه ما بيقدرش يتجاوز الأهلي بأكتر من هدف واحد لكن في فترات تفوق الأهلي لما بيكسب الترجي بيقدر يحرز أهداف كثير تاني ملاحظة أن الترجي ما كسبش الأهلي في مصر قبل كده لكن الأهلي قدر يكسب الترجي طبعا في تونس أكثر من مرة منهم طبعا نهائي اللي كلنا فاكرينه جماهير الكرة المصرية وجماهير الكرة الأفريقية عمرها ما تنسى طبعا النهائي للأهلي فاز فيه اثنين واحد على الترجي في استاد رادس والتفوق الكاسح للأهلي في البطولة دي كان كابتن حسام البدري هو المدير الفني للأهلي في الوقت ده والمباراة دي الحياة تعتبر من أفضل مباراة الأهلي على مدار تاريخه سواء المحلي سواء الإفريقي حياة مباراة كانت رائعة فدي دينا انطباع أولا أن في ندية في تنافسية كبيرة بين الفريقين لكن الأهلي دايما لما بيكون متفوق أو الأهلي دايما بيستطيع حسم المباراة دي لما بيكون عنده الرغبة ده طيب محمد الترجي من الفرق اللي ماشي بشكل كويس جدا في الدورة التونسي متصدر البطولة وكسبان أربع لقاءات أولمبيك كان الابتدأ الأول به أولمبيك المنيسي كانت فاز عليه اثنين مقابل لاشيق وبعد كده اتحاد قروان فاز عليه اثنين مقابل لاشيق وبعد كده لقاء ماما بدنزارتي فاز ثلاثة اثنين وآخر حاجة مستقبل قابس بهدف مقابل لاشيق الترجي فرقة محترمة فرقة منظمة تكتكين ولكن مش الفريق المرعب للغاية كما يصور بعض في مواجهة الأهلي وفريق الترجي طبعا زي ما حضرتك وقلت فريق قوي جدا بس في نفس الوقت احنا عندنا الأهلي عندنا لعبة عندنا خبرة عندنا اللي يقدر ان هو يوقف دفاعات يوقف هجوم الترجي ويقدر يلعب عليهم بشكل كويس يمكن النهاردة اللقاء هيبقى معركة وسط الملعب الترجي ممكن بيمتاز بقوة وسط الملعبه عنده فرانك كوم كاميروني والإفواريك واليبالي ممكن دول بيمثله عن نصر قوة في نادي الترجي عندهم القدرة للربط بين خطوط الفريق عندهم غيلان شعلالي وعندهم فرجاني ساسي دول هيقدر كابتن فاوز البنزرتي طبعا مندرب كبير هيقدر ان هو يقفل بهم مفاتيح اللقاء هل شايف ان عود التفاوز البنزرتي مرة تانية لنادي الترجي وخبراته وكان راجل له خبرات مع الرجاء المغربي وراجل يعني من المدربين الكبار في تونس هل اضاف للترجي؟ طبعا اضاف للترجي كثير في الاداء الاداء التطور بشكل كبير يمكن شوفنا مدرب ما بيخافش مدرب بيلعب على الهجوم النهاردة الفريقين طبعا هيبقوا متحفظين ماتش مهم لكن الفوز للأهل مهم سواء بنتجة كبيرة بهدف مهم طبعا قبل ما تشل اياه في الادس لو استعرضنا هنا خطة الترجي هنلاقي بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد بيلعب اربعة وراء معزي بن شريفية وعندهم خط الدفاع من اليمين للشمال اهب المباركي شمسي الزوادي علي المشاني خليل شمام سناء الوسط فرانك كوم وكليبالي عندهم قدام تلاتة تحت راس الحربة فرجاني ساسي وانس شعلاني وانس بدري وعندهم الدهية طبعا هيسين الخنيسي لازم كابتن حسين البدري يركز ازاي يقدر يوقف طبعا هيسين طبعا هيسين مهاجمين الاخوية جدا متصدر الدوري التونسي برسيد اربع اهداف طبعا هيسين هو اللي يحقق الفوز على المنتخد تونس في ماتش مصف تصفاتهم افريقيا اعتقد المباركة السهلة كابتن فوز البنزيرتي هيقدر ومذاكر الاهل كواس جدا والنقيد برضو النادي الاهلي عنده يقدر يستغل المساحات اللي بيتركها خليل شمام وراه يمكن شوفنا في مبارات الفايصالي طيب احنا ممكن نتكلم على مشوار النادي الاهلي في دور ابطال افريقيا عشان نذكر مشاهدين الاهلي بدأ امام بيدفست الجنوب افريقي وفي الدور التمهيدي وفاز بهدف مقابل لشيء قبل ان يتعادل في جنوب افريقيا بدون اهداف ثم بدأ دور المجموعات وتعادل امام زناكو الزنبي بدون اهداف ثم فاز على الكتن الكاميروني بعد في مقابل لشيء في الكاميرون وبعد كده في دور المجموعات ايضا فاز على الوداد الرياضي بعد في مقابل لشيء هزم امام الوداد هناك في المغرب ايضا بنفس النتيجة الزنبي قبل ان يحسم امام الكتن الكاميروني بثلاثية مقابل هدف في مصر ويذهب الى الترجي التونسي ده كان مشوار النادي الاهلي وهذا دي جونير اجيه من اهم العناصر اللي بيعتمل عليها كابتن حسين البدري وبيدي له حلوة يعني جونير اجيه ممكن يلعب راس حربة صريح ممكن يلعب تحت راس الحربة ممكن يلعب جناح من اللعبة الافارقة وحتى كنت بتكلم مع نجوم الكرة المصرية كابتن ساميكا مونة بيقول انا ما شفتش لعب افريقيا حريف كتير في مصر يعني زي اوتاكا وامانوين من النجوم اللي عندهم حرفان والتنين نجيريين بالمصدفة يا دكتور ولي فعلا هو جونير اجيه احد المكاسب اللي الحقيقة كسبها النادي الاهلي خلال السيزون اللي فات لعب محواري لعب مهم جدا لعب زكي يعني جونير اجيه من لعبها لزكية اللعب بيلعب بمخه قبل ما بيلعب بعضلاته بيعرف يتحرك كويس جدا بيلعب في اكتر من مكانه وان كنت انا شخصيا بفضل ان يكون موجود في مركز راس الحربة كشهدو سترايكر طيب احنا نروح بس لي زميلنا امير هشام من مقر اقامة النادي الاهلي مساء الخير زميلي امير ماذا لديك و ايه اخر اخبار معسكر واكا وليس معسكر النادي الاهلي في فندق الاقامة قبل الانطلاق الى ملعب المباراة موسيقى بحياتي لديوفك ولكل مشاهدي متابعي قناة الاهلي في كل مكان خلاص النادي الاهلي انهز تعداداته لاداء مباراة الاهلي والترجي في دور التمانية او زهاد دور التمانية من دور اطال افريقيا اكيد مبراهما جدا للنادي الاهلي لعبة النادي الاهلي وكل جمهور الفريق مستعد بشكل جيد جدا فيه تركيز كبير جدا واضح على وجوه اللاعبين سواء اللاعبين او الجهاز الفني اكيد هي مباراة مهمة البداية خلال هذه المباراة مهم جدا النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يفوز على فريق الترجي النهاردة باكثر من هدف خصوصا ان اكيد الامور هتحصل من خلال مباراة العودة في تونس بتحديد في ملعب رادس لكن بشكل عام خلينا اتكلم عن اجواء الفريق استعداداته بالتحديد من خلال النهاردة يمكن النهاردة كان فيه الفطار صباحا لفريق النادي الاهلي بعده توجه اللاعبين للغرفة الخاصة بهم ايضا كان فيه معادة للغداء في تمام الساعة اتنين ونص خلينا اقولك ان حوالي بعد حوالي بالضبط نص ساعة من دلوقت يا محمد هيكون فيه المحاضرة الاخيرة الكابتن حسام البدري لللاعبين واللي هيتكلم فيها عن الشكل النهائي اللي هيبتدي بيه نادي الاهلي خلال هذه المباراة وهيدي بعض التعليمات الاخيرة طبعا للعب النادي الاهلي والتشكيل اللي هيبتدي بيه خلال هذه المباراة كل اللاعب النادي الاهلي جهازين ده وضح من خلال التدريب الاخير للنادي الاهلي مبارح في استاد جيش ببرج العرب بالفريق كله بحالة بدنية حالة فنية جيدة جدا وده اللي كان وضح بشكل كبير طبعا خلال التدريبات بالامس خلينا أتكلم شوية على التشكيل يا محمد وتوقعات التشكيل وخصوصا كل جمهور النادي الأهلي عايز يعرف التشكيل الأقرب اللي ممكن يبتدي بك كابتر حسام البدري طبعا هيكون متواجد شريف إكرامي كهرس مرمى الفريق النهاردة أمامه رباعي خط الدفاع علي معلول سعد سمير رامي ربيعة أحمد فتحي أمامهم اتنين في نص الملعب حسام عشور وعمر السلية أمامهم بشكل مؤكد عبدالله السعيد جونيور أجايي كوينج النهاردة مش هيبتدي كمهاجم حيكون وينجي مين أيضا ممكن يكون يا أم أحمد الشيخ يا أم وليد سلمان لسه كابتر حسام البدري هو أكيد مستقر لكن احنا لسه مش عارفين هيبتدي بمين لكن الأقرب حتى الآن هو أحمد الشيخ لكن خلينا أقول أن وليد سلمان أيضا جاهز بشكل كبير جدا في هذه المباراة طبعا على حسب تعليمات كابتر حسام البدري أو على حسب التشكيل اللي هبتدي به كابتر حسام البدري المهاجم الوحيد النهاردة إن شاء الله هيكون وليد أزار ومهاجم الدول المغربي للنادي الأهلي وإن شاء الله نتمنى له التوفيق النهاردة خلينا أقول أن وليد أزار وطبعا خلال آخر تدريبين للنادي الأهلي بيؤدي بشكل جيد جدا أحرز أكثر من هدف في التأسيمة طبعا اللي كانت بتخصص اللعابين مع نهاية كل مرام بشكل عام كل اللعاب النادي الأهلي إن شاء الله جاهزين لأداء مباراك بيه خصوصا في حضور عدد من جمهير النادي الأهلي عدد يعتبر لبأس بيه طبعا هو 20 ألف متفرج طبعا كلهم بيتوافدوا في هذه اللحظات على أستاذ جيش ببرج العرب هنا في مدينة الأسكندرية طبعا هيكون ليهم مفعول السحر وأكيد هيكونوا أحد العناصر الأساسية إن شاء الله جمهور النادي الأهلي بالنسبة للفريق إن هم يحققوا فوز مهم ومريح إن شاء الله النهاردة على فريق الترجي التونسي كل الأمور ماشية بشكل جيد مش نقص خلاص غير توفيق إن شاء الله بالنسبة للعاب النادي الأهلي إن هم يحققوا نتيجة جيدة النهاردة قبل العودة لتونس ومبراط الترجي التونسي في ملعب رودس خلينا أقول لك إن الفريق بعد نهاية المحاضرة هيتحرك بالضبط في تمام الساعة 5 ونص أو 5 وربع التحديد في اتجاهه لأستاذ ببرج العرب عشان يوصل قبل ساعة ونص من بداية هذه المباراة ودي كانت التعليمات اللي كانت واضحة خلال الاجتماع الفني بالأمس طبعا لحضره كابتن سمير عادلي وأيضا كابتن سيد عبد الحفيز وكان في بعض التعليمات سواء من الحكام أو مرائبي المباراة ضرورية أيضا عدم تضيع الوقت سواء للفريقين طبعا الأهلي أو فريق الترجي التونسي لكن إن شاء الله النادي الأهلي حيكون لابس طبعا أو حيرتدي زي التقليد الخاص به تي شيرت أحمر شورت أبيض شراب أحمر في المقابل فريق الترجي حيرتدي تي شيرت الرمادي والشورت الأسود والشراب الأسود بشكل عام إن شاء الله أتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة النهاردة طبعا في دور التمانية من دور أبطال أفريكا لانني سريعا يا محمد أقولك أن معي في هذه اللحظات اللواء شيرين الشمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي ستلوى برحب بك في البداية وأكيد ده يوم مهم جدا بالنسبة لنا النهاردة كأهلوية مباراة مهمة جدا أمام فريق الترجي لكن عايز في البداية بس أتكلم معاك عن التنسيق الأمني الخاص بهذه المباراة وحضور جمهوري النادي الأهلي وأنا عارف أن أنت كنت متواجد من أول مباراة حين عشان تنصب طبعا مع مدير أمن سكندري آه تمام لا إحنا نصقنا كل حاجة لها هي الدخول والخروج والبوابات وكل مدير جاعة تخش من أني بوابة وتحددت كل حاجة حتى الفريق التونسي كان يعني يجي معهم جمهور ومحومش تذاكر ورتبنا عن مدير الأمن أنه حيسمح لهم الدخول بجوازات صفر التونسية بعد ما قدموا كشف كامل في 350 مشجع تونسي وكل حاجة يعني كنا هناك من شوية ورجعنا وطمنا عليهم وكل حاجة مشي كويس الحمد لله بالنسبة لتواجد الجمهور النهاردة نعرف أن أنت كنتوا بتحاولوا تزاودوا عدد الجمهور لكن الأمور يمكن مساعدتنا شوية سيكون متواجد 20 ألف ساعة 20 ألف إن شاء الله 20 ألف إن شاء الله رسالتك للجمهور النادي الأهلي النهاردة اللي حيكوننا متواجد إن شاء الله يأذر الفريق بطول طول عمرهم ناس مشرفين يعني نخش بهدوء بالنظام نخرج بهدوء بالنظام يعني نتبع تعليمات الأمن عشان ما حدش دايقنا وبرضه بعد المباررة إن شاء الله يكون نتيجة بإذن الافصر إحنا برضه نخرج في هدوء عشان بعد كده ما يجي نطل بزايد الجمهور ما يبقاش في مبرر للرفض الزيادة التعاون وتنسيك مع المسؤولين فريق التراجل لحضروا هنا في مصر عشان مباررة كان تم إزاي ما بينكم ما بين لا كان في الاجتماع والحياة احنا متواصلين مع بعض على طول والناس يعني احنا يعني من الأول ما آه الحياة يعني وإحنا من الأول ما أصل مطاره وتفتح لهم صلة خاصة والناس يعني شكروا جدا في الاجتماع كل حاجة على أعلى مستوى وإحنا برضه مروح نجبي بالنس برضه على أعلى مستوى الحياة الناس يعني بيرحبوا بينا جدا وإحنا كما رحبنا بيهم هم في بلدهم وإن شاء الله خير بإذن الله رؤية أجواء المباراة النهاردة وتمعيني أنتك لي إن شاء الله خير أنا أتعرف رؤية مباراة دي أنا دعب أتوقع نتيجة ولا بتعبس إن شاء الله يعني أولادنا بإذن الله إن شاء الله ربنا هيكرمهم إن شاء الله شكرا شكرا ده كان لقاءنا طبعا مع الواقع شرينا الشمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي في النهاية أكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي خلال المباراة اليوم دعب النادي الأهلي إن شاء الله هيقدوا أداء جيد نتيجة جيدة تقدر تدينا أريحية بشكل أو بآخر إن شاء الله المباراة على عودة أمام فريق الترجي في استاد رادس يوم 23 إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي النهاردة عودة لك يا معا شكرا زملنا أمير الشام من مقر قامة النادي الأهلي ببرد العربة الإسكندرية التقطية كانت وفية لكل ما جاء داخل المعسكر والصراحة أيضا لازم نعقب على موضوع الجمهور طبعا حوار مع سيادة اللواء شرينا الشمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي والحوار عن الجمهور ومطالبة الجمهور بالالتزام بالقواعد عشان النادي الأهلي يقدر يطلب في الزيادة بعد كده ولكن في اللقاء منتخب مصر جئي ستين ألف متفرج وكان الحضور على أعلى مستوى في كل شيء سواء من التشجيع والتشجيع المثالي والسلوك المثالي والنادي الأهلي كان يحتاج بشدة زميل محمد يحتاج بشدة إلى وجود أكبر عدد من الجمهور في هذا اللقاء ما فيش شك وجود الجماهير كان يفرق كتير لو العدد زاد عن كده بس في النهاية خلينا نقول إن إحنا في ظروف صعبة لازم برضو نعذر الجهات الأمنية الجماهير عودتها بتيجي بشكل تدريجي برضو تواجد الجماهير هيفرق كتير مع النادي الأهلي دايما نعارفين إحنا النادي الأهلي بيتأثر بوجود الجماهير ولازم نحسن المتش هنا نستغل العمل الأرض نستغل العمل الجمهور نحاول نضغط على فريق الترجم البداية نحاول نقفل مساحاتنا طبعا كابتل البدري وكابتل فوزي يبقوا متحفظين في البداية المباراة لكن في أول عشر ديار وربع ساعة الضغط على فريق الترجم مبكر هيفرق كتير مع النادي الأهلي هيخلي النادي الترجم يفتح خطوطه وده هيساعدنا إن إحنا نحرز أكتر من هدف خلال المباراة نحن خلينا برضو نستعرض مع مشاهدينا النهاردة فيه لقاء آخر فيه ربع نهائي بطول الدارة طال أفريقيا فيه أدهاب فيه ريو غافيارو دي بيرا من موزنبيك أمام اتحاد الجزائر وأيضا لقاء الأهلي أمام الترجم التونسي ده اللقائي اليوم الغد إن شاء الله 17 سبتمبر في سانداونز من جنوب أفريقيا أمام الوداد المغربي واللقاء حيبقى في سوبر ستيديوم في جنوب أفريقيا والأهلي ترابلس الليبي أمام النجم الساحلي التونسي في استاد برج العرب وعلى سبيل يعني بمناسبة وجود نادي أهلي ترابلس أيضا في برج العرب كان فيه مقابلة ما بين كابتن حسان البدري ورئيس أهلي ترابلس وكان كابتن حسان البدري مدير فني لأهلي ترابلس من قبل وكان اللقاء ودي عادي ما فيهوش أي حاجة ولكن ابتدت بعد الكلام الغير موزون واللي ما عرفش بتقال ليه في هذا التوقيت من اللي قال لي عنده لقاء زياب في دورة أبطال أفريقيا ولكن تبتدي تطلع شائعات العلاقة دايما ما بين الأشقاء ما بين مصر والليبي على أعلى مستوى والكورة هي اللي بتقرب الشعوب لقاء اليوم هنرجع نتكلم بقى مع الأهلي والترجي التونسي مشوار الترجي التونسي يمكنني استعرضه معك دكتور وليد من بدايته حتى الآن الترجي التونسي ابتدأ أمام حورية الغيني بساس أهداف مقابل هدف ثم فاز حورية الغيني بأهدافين مقابل هدف وتأهل الترجي ثم واجه فيتا كلوب الكونجولي وفاز في تونس أهداف مقابل هدف ثم بعد كده ده كان بداية دور المجموعات تعادل مع سان جورج الأثيوبي بدون أهداف في إثيوبيا ثم فاز على سان دونز الجنوب أفريقي في جنوب أفريقيا بدأ فيه مقابل هدف وتعادل في تونس بدون أهداف بعد فيه أيضا نتيجة العودة في دور المجموعات أمام بيتا كلوب الكونجولي تعادل 2-2 في الكونجو وفوز على سان جورج الأثيوبي بأربع أهداف مقابل لشيء قبل أن يواجه النادي الأهلي التراجي التونسي في مواجهاته لا يكسب كثيرا خارج ميدانه بيلعب على التعادل ثم هيحسم فيه تونس هو يعني من أوجه التشابه بين الأهلي والتراجي حتى مشوارهم في بطولة أفريقيا لحد دلوقتي قال لي تلقى خسارة واحدة قدام الوداد خارج أرضه التراجي نفس الشيء تلقى خسارة واحدة قدام هوريا كونكري خارج أرضه فبقيت المباراة لا الأهلي خسر ولا التراجي خسر التراجي دايما باستثناء المباراة اللي كسب فيها آخر مباراة قدام سان جورج قدامنا برضو المشوار النادي الآن أنا كنت استعرضته ولكن احنا هننزله على الشاشة لها حضراتكم مرة تانية دور التمهيدي كان فاز على بيتفست بهدف مقابل لشيء ثم تعادل فيه جنوب أفريقيا بدون هداف بداية دور المجموعات تعادل أمام زناكو الزنبي في مصر بدون أهداف ثم فوز على القطن الكاميروني في الكاميرون بهدفين مقابل لشيء وبداية فوز على الوداد الرياضي المغربي في مصر بهدفين مقابل لشيء قبل ما يهزم في المغرب بهدفين مقابل لشيء ثم يتعادل مع زناكو الزنبي هناك واللقاء الأخير أمام القطن الكاميروني وتفوق بتلت أهداف مقابل هدفه قبل أن يواجه الترجي في ربع النهائي. مرة تانية أقول لحضراتكم مشوار الترجي التونسي أدي أمام حضراتكم على الشاشة. الترجي فاذ على حرية الغيني بثلاث أهداف مقابل هدف في تونس. ثم هزم في غينيا بدافين مقابل هدف قبل أن يتفوق على فيتا كلوب الكونجولي في تونس بثلاث أهداف مقابل هدف. ويتعادل مع تان جورج الإثيوبي بدون أهداف في إثيوبيا. ويتفوق على ساندونز الجنوب أفريقي في أيضا دور المجموعات بهدفين مقابل هدف. ثم يتعادل معه في تونس نتيجة كانت غريبة. ثم يتعادل مع بيتا كلوب الكونجولي في الكونجولي في الكونجولي بهدفين مقابل هدفين. قبل أن يحسم التأهل تماما بالفوز على تان جورج الإثيوبي بأربع أهداف مقابل هدف. فإلى حد كبير فعلا النتائج متشبهة في أهداف. أوه يعني لو جينا كده حسبتها حساب سريع. كل فريق فاز أربع مباريات. تعادل ثلاث مباريات وخسر مباراة واحدة. ده تشكيل المتوقع لمشاهدين أزاروا في خط الهجوم. وليد سليمان من تحته هو وجونيور أجري عبدالله السعيد. حسام عشور والسولية أحمد فتحي علي معلول وسعد سمير ورمي ربيع وشيف إكرامي. رباعي الدفاع وحرس المرمى والاتنين اللي يلعبوا في وسط الملعب ارتكاز مفهومش خلاف. عبدالله السعيد مفهومش خلاف. ولكن من أول بقى الاتنين ورأس الحربة بيبقى فيه كلام. فيه بقى البعض يفضل وجود أجريك رأس حربة ومن تحته وليد سليمان أو الشيخ أو وليد سليمان وحمودي. البعض أيضا ينادي بوجود أزارو وأجريك ووليد سليمان وعبدالله السعيد وكما قال مراسلنا أمير هشام أن من الوارد أن يشارك أحمد الشيخ مكان وليد سليمان في التشكيلة الرئيسية بخبرات وليد سليمان وجهزيته وحلوله ودوره التكتيكي من الممكن أن يعتمد عليه كابتل حسام البدري في البداية دكتور رايد. طبعا خلينا نفسر ليه كابتل حسام البدري يلعب أو متوقع أن نلعب بالتشكيل ده أو بالرسم التكتيكي ده. أولا كابتل حسام البدري قرر أنه يعتمد على طريقته اللعبة حفظها اللي بيلعب بيها من أول ما تولى تدريب النادي الأهل اللي هي 4-2-3-1 بوجود جناحين بوجود رأس حربة صريح بوجود عبدالله استعيد كصانة ألعاب اتنين الديفندر اللي مفيش خلاف عليهم عشور وعمر السلية ورباعي الدفاع طبعا وحدث المرمى اللي كلنا حفظينه. ده بالنسبة علشان اللعبة ما يكونش فيه أي تغيير فيحصل زي درباكة أو يحصل اتباك في قرر يلعب بنفس طريقة. ليه قرر يدفع بقى جايه؟ أنا أعتقد أن كابتل حسام البدري عايز يوقف الظاهرين بتوع الترجي من التقدم. خليل شمام وإيهاب لنبارك فقرر أنه يبقى فيه لعيب مهاري زي جونيور أجايه يلعب تحت إيهاب لنبارك في ناحية اليمين وواليد سليمان يلعب تحت خليل شمام في ناحية اليمين وواليد سليمان في ناحية اليمين عشان يمنعوا تقدم الظاهرين لأن تقدم الظاهرين بيمثل لما بيعملوا إضافة للأجناحة بيعملوا خطورة كبيرة جدا. تاني حاجة علشان هم كمان عندهم مشكلة دفاعية لما بيتقدموا. ففكرة أن أجايه يستغل لتقدم مبارك وواليد سليمان يستغل لتقدم خليل شمام ده ممكن يمثل خطور. ليه واليد سليمان؟ أنا متطفق في واليد سليمان بشكل كبير جدا ومن لعيبة اللي أنا لما بتكون في حالتها وخصوصا في المباراة الكبيرة بتمنى دايما خصوصا مباراة الافريقية الكبيرة. بتمنى دايما أن واليد سليمان يكون موجود لأن وليد سليمان من أكثر لعيب النادي الأهلي حاليا من ناحية قوة الشخصية ومن أكثر لعيب النادي الأهلي تعاملا مع المباراة الكبيرة دايما وليد سليمان ظاهر في المباراة الكبيرة عنده خبرات المباراة الكبيرة وده شيء بيميزه عن باقية المجموعة بشكل كبير جدا فدايما وجوده مهم هنكمل كلامنا ولكن ما عندنا لقاء مع كابتن شريف عبد المنج من نادي الأهلي السابق من فندق الإقامة الآن مع زميلنا أمير إيشام أمير تفضل إليك الكلمة موسيقى موسيقى أمير تفضل إذن الله وأنا عايز أقول لك وأنا جاي على الطريق وقفت وقفت مع جميعون النادي الأهلي إن شاء الله عاملين رأس وكافيهات وأهوة وكهم يوم جميعني يعني هم عاملين اليوم رحلة بالعربيات بكل حاجة من أول الإسكرته عند الطريق إحنا ندخلين لغاية الرست ومن الرست الدخول هنا ببورج العرق الولايات عاملين رحلة تحبي أو فرحانين إن شاء الله تكمل على خير وعندنا كلمنا كل عد لي رأي بمطقة الناس لطيفة بإذن الله رؤيتك بقى من ناحية الفنية المباراة قوية ومباراة مهمة أنا عارف أن أنت دائماً بتحضر مباراة الأهل المهمة بتأذر فريق اللعيب المهاردة متواجد في فندق الأقامة الخاصة بالعليل النادي الأهل لكن مباراة من ناحية الفنية رؤيتك لها إخصوصاً أن نحن من لعب فريق كبير وقوي زي فريق التراجل ما شاء الله طبعاً اسمين الكبار اللي بلعب الأهل والتراجل النهاردة دي يجعلك أن جداً زي ما أنت قلت أن نحن نبقى موجودين وأكيد هنضمن أن يبقى فيه مشاهدة منطعة للمباراة كبيرة ما يحتاج أحسام البادري وجهاز الفني من المباراة النهاردة اللي هو الفوز وفوز مريح نبتبرك يعني يخليه بطول المتش مفيش عصبية على لعبين ولا على الأجهزة الفنية فالأهداف دائماً البادري بدري بتبقى بتريح الفريق وبتلعيبها كنفسها بداخل ملعب والأجهزة الفنية ده مطلوب مننا أننا اللعيبة اللي نحن الجهاز الفني حقاً خطة اللي نحن نحند حولها لكنه نحن ناحية المين مثلاً حمودي وأخلي سليمان والشمال فيه صالح جمعة أحمد الشيخ بردو ناحية أحمد الشيخ حدتبلك وصالح جمعة دول جبهات هنحني من فيهم هو طالب يمن المباراة فأولا وفي الدرسات اللي هو عادة مع مع العيبة واتكلموا فيها وفيه عبدالله تسعيد وأجيه ووليد أداروك دول المفروض بتوع المطشي النهاردة يعني دول الناس اللي حيترجمونا النهاردة الأهداف والفوج وطبعا البروتوكول بتاعنا وحسام عشور وسولية والأربعة اللي وراحنا عارفينهم بحارس المرمة طبعا فشيف أكرامي فده اللي احنا نتكلم فيه النهاردة كل الناس والجماهير والدنيا دي كلها شايفين إن المطشي بهجومي يجوز إحنا نطمع على كوبر كمان يوم ماتش بكونه فلنشوف الإسلوب اللي لعب به ندلال النهاردة نطمع إن بازل ما بنقعد من تحت بنطلع من تحت النبتلي بقى من نصف ملعب بهجوم بيبقى من ناحية المين والشمال فتحي ومعلول أو حسيني السيد أو صبر الرحيل وتفر يعني بيبقى موجود فين فإحنا مطلوب إننا النهاردة إن نكون طمعانين أكتر في أداء جيد هجومي يعني عشان الناس تبقى حتى هاي بتتفرج عندها أحساس كده وإحنا عادين يجونا حيجي فيه وقت إحنا مستواترين بكويرا متطرد من كونتر أتاك علينا إحنا وصام عشور وصولية محضنين كويس أوي ومسكينين لنصف الملعب كويس فده بيرايحنا هنا هاي بتتفرج وبحس بقيمة السوبر رانر اللي بيجرو في الملعب عندي يترجموا الحاجات دي للشوت للشوت كمان التصويب ناحية المرمح فكل ده انتبقى منظومة عادة لعيبة ريلاكس وفرش ومخروم واعي للمطش وبعدين احاولك أطمنك على حاجة النادي الأهلي ما بيلعبش أحلى مطشيات ولا ده مفرقة كبيرة يعني ما بيحترم المنافس فبيطلع كل اللي عنده خبرة حضرتك يا كبتدنا شريف شايف اللي مطلوبة من الجهاز الفني واللعبين خلال مبرموهما زينا التركيز التركيز اللي هو كان من 4-5 ايام ده بعد ما تشتاضح الجيش نخرج منه بقى وننسى خلط وننسى حكام وننسى الدنيا دي وننسى كل حاجة الإصابات ان شاء الله اللي عدد كل واحد بقى وقف على رجل المصارحة بين العيبة وبين الجهاز الفني يقول له النهاردة جاهز النهاردة عندي لا مش حاسنا يبتدي دي قرية حاجة للجهاز الفني فجيب توبه فيه مصارحة دايما بين اللعب ونفسه وهو جهاز الفني لان احنا اللي محتاجينه النهاردة اللعب اللي هو يقدر يقدي في الملعب وحاولك على حاجة تانية بعد ما تشتجونا اللعب هو كلها زبعة هدينا شوفنا يعني شوفنا اللعب ده اللي بيكون ليه الفرصة وبيبتدي او اللي بيكون ليه الفرصة ويجعله 40 ديئة بعد الشوت التانية او اي حد هو هو يعني ما فيش اختلاف كبير اول هتقولي بين حمودي والشيخ ووليد سليمان دلوقت وفيش اختلاف بين صالح جمعة واجيه والناس اللي هي بتلعب نحت الشمال دي ومؤمن ذاكرية كل اللعب اللي موجودة عندنا دي في الجعبات نحن الحمد لله ما شاء الله مش عايزة احسن النادي الاهلي انما دي حاجة تطمن بإيذن الله نحن هنشوف المستوى جوائش دي قاطة النتيجة اعرفش ايلي جاء على الثاني اتنين واحد دي راتب الثاني عايزة 3-0 ان شاء الله بنشكر زميلنا اميري شام ولقاء مهم جدا مع كابتن شريف عبد المنعم ترافولتا الكرة المصرية ونجم النادي الاهلي طبعا في التمانينات خلينا اقول لحركوا ان الطاقم التحكين النهاردة سنغالي بخيادة مالانج دي هويو ده من سنغال وبيساعدوا اتنين جبرييل والحج ماليك ومجيتنا داي حكما رابعا ومراقب المباراة هو فريدريك كرينسل ده من الغانا وان شاء الله يكون حكم اللقاء يعني على مستوى المباراة النادي الاهلي لفترة لفاتت لقاء الجيش كان فيه اخطأ تحكمية كتيرة ان شاء الله نتمنى ده نهائي مبكر يعني دورة ابطال افريقيا تنين من اقوى الفرق الموجودين في البطولة فنتمنى التحكيم يكون على اعلى مستوى ناحية تانية نادي تراجي التونسي فرقة محترمة فرقة منظمة فرقة عندهم دير فني على اعلى مستوى لكن النادي الاهلي ونادي القرن نادي الاهلي عنده نجوم كبار وقادر على تحقيق الفوز ذهابا وإيابا بإذن الله عنده من الحلول الموجودة داخل الفريق عنده مدير فني حصل على بطول الدورة ابطال افريقيا من قبل هو الكابتن حسام البدري دكتور وليكنا نتحدث عن التشكيل المتوقع كنا بنتكلم على اهمية دور وليد سليمان وانه لعيب من اللعيبة اللي بتجيب الاضوار الهجومية وايضا المهم الدفاعية لعيب تكتيك على اعلى مستوى وعنده حل في التزديد وايضا صنع الاهداف هو دايما وليد سليمان لما بيكون في حالته بيكون اهم لعيب الاهلي في المباراة الكبيرة ولو رجعنا لكل المباراة الكبيرة اللي شارك فيها وليد سليمان سواء المباراة الافريقية أو حتى مباراة الزمالك في الدوري بنلاقي دايما وليد سليمان حتى النهائي 2012 جاب جوني يعني حتى خدم فوق الرجل وعلى اعلى حرفانها طبعا ده غير اداءه كمان على مدار المباراة وللسليمان لعب مهم جدا لما بيكون في حالته ده احنا كنا بنفسر ليه كابتن حسن بدري لعب بالشكل أو الرسم التكتيكي ده أو اختيار الاسماء دي لكن انا كان عندي الحياة وجهة نظر المشكلة النهاردة اللي لو قدر الاهلي يتغلب عليه هيظهر بشكل جيد في ظل التشكيل ده احنا عندنا عبدالله السعيد صنع ألعاب هيكون تحت المهاجم اللي هيكون وليد أزارو في الغالب وجنبيه أجاييه وجنبيه وليد سليمان التراجي بلعب بسلاسي في خط الوسط وسلاسي قوي جدا وهم قلب الفريق وهم روح الفريق لهم فرجاني ساسي وكومان كوليبالي وياسين اللي وفرانكوم ممكن التشكيل السابت بتاعهم اللي هو كوليبالي وشعلالي وفرجاني ساسي هو ده ممكن يدفع بفرانكوم لو عايز تزود الناحية الدفاعية شوية فأنت بتتكلم في كل الأحوال في سلاسي وسط ملعب وسلاسي وسط ملعب ده هو القوة فريق التراجي لأن ده الأول حاجة بيصد عن الدفاع سانيا كمان بيوصل فأنت المشكلة الأساسية تبقى عند النادي الأهل النهاردة إن عمر السلية وحسام عشور في وسط الملعب هيقابله سلاسي هنا دور عبدالله السعيد هيكون مهم جدا عبدالله السعيد هيبقى مطلوب منه يقوم بواجبه الهجومي ويرجع في النحاء فهل الأداء البدني لعبدالله السعيد هيساعده والتركيز بتاع عبدالله السعيد ده نقطة الفيصل النهاردة إذا عبدالله السعيد كان جاهز بدنيا وجاهز فنيا الأهل هيبقى شكله جيد جدا النهار فسوى عبدالله يعني بيجيد الدور الدفاعي وبيرجع برضو إلى حد كبير في المسندة ولو المخزون البدني فيه صالح جمعة موجود برضو على دكة أربو دلاء دي من الحلول اللي موجود خلينا أخذ منك سريعا حتة صالح جمعة طبعا تلعيب كرة وعارف ده مجهود بدني رهيب إن اللاعب يقدر يسد في الهجوم قدام التركي ويرجع نص الملعب يغطي كمان ويبقى مع سنائي وسط ملعبه ده مجهود كبير جدا عبدالله السعيد أنا كنت بتمنى إن صالح جمعة يكون موجود مع عبدالله السعيد والتجربة دي ناجحت قبل كده مع النادي الأهلي وإنه يستغنى عن أحد الأجنحة موجود صالح جمعة مع عبدالله السعيد اللي اتنين يكونوا موجودين تحت رأس الحربة وأعتقد ده كان هيمثل قوة للأهلي في وسط الملعب سواء على مستوى الهجوم أو مستوى الدفاع محمد ديك تعقيب أكيد على تشكيل المتوقع أنا هبدأ من تعليز ميلي وليد بس أنا بتكلم على وليد سليمان يمكن وليد أفضل من الشيخ كمان في ناحية الالتحامات يمكن الالتحامات المباراة منتظر أن يكون فيها خشونة كبيرة طبعا نهاء مبكر طريقة لعب الشمال أفريقيا بالزبط فأكيد ده يبقى فيها خشونة يمكن وليد في الالتحامات بيبقى أقوى شوية من الشيخ بخلاف ذلك وليد من نوعات اللعبة اللي هي بتخلص الشيخ مهارة في تمريرة فده أعتقد المباراة دي مش محتاجة غير اللعيب اللي يخلص وليد كمان ممكن يقدر يستغل المساحات اللي ورا خليل شمام خليل شمام ممكن بيتقدم كتير في مرش الترجي فوليد ممكن يستغل كده بخلاف ذلك عندنا لما فريق الترجي بيرجع هجوم بيرجع لناحية الدفاع الدفاع عنده بيرجع يقفل البكار مع فرانك كوم أو كلبالي بيرجعوا يقفلوا فبيدي مساحة لعبدالله السعيد انه يمرر ويخش ويشوت ويراوغ ويعمل تمريرات بينية الهجوم مواجب موتاب يتعرض جواه الصندوق بشكل كبير يمكن الأهل كان مفتقد عمر جمال قبل ما يحترف كان بينزل كتير بيسقط وسط الملعب وليد أزارو بيقدم بشكل مختلف شوية عن نواية المهاجمين اللي هي موجودة خط النص عشور والسولية مطلوب منهم بس انهم ما يقفوش على خط واحد يبقى في توزيع وتفاهم وتجنس بينهم عشان يقدروا يقابلوا نص ملعب الترجي لأن عندهم هنا فرجاني ساسي انت شايف ان هو هيبدأ بكلبالي وغيلاني الشعلاني وفرجاني ساسي ولا ممكن يخلي فرجاني ساسي بس وكلبالي ويلعب بفرانكو كوم بحس ان هو بيلعب زي كتر حصال بدري باتنين ارتكاز وقدامهم واحد انا شايف ان هو هيبدأ بفرانكو كوم وغيلة الماتش مش في ملعبه في برج العرب وسط جماهير رفيرة فاعتقد ان هو مش هيهاجم بالشكل ده مش هياخد الريسك مش هياخد الريسك ممكن على مجريات المباراة لو حس ان هو محتاج ان هو يطلع ارتكاز وينزل لعيب بصير زي غيلاني الشعلاني وعايز يقف على الكورة عنده ساعد بقير برضو بره العيد من نواية اللعبة اللي بتاعف تقف على الكورة وتعرف تمرر فرجان الساسي من اكتر لعيبة اللي عندها دقة التمريرات عالية جدا فده برضو هيتعد دفاعات لنادي الاهلي وهيرهقهم بشكل كبير ويهاب المباركي ممكن من جبهة اليمنى اللعيد عنده دقة في العرضيات بشكل رهيب وممكن هو برضو بيتقدم فانا شايف المساحات اللي هيتركها زهري جنب بتوع الترجي هيقدر النادي الاهلي ان هو يستغلها بشكل الامثل وان شاء الله نحقق الفرص مباركة لها طيب احنا عندنا تقرير نشوف زميلنا اراء الصحفيين حول لقاء النادي الاهلي والترجي التونسي ذهاب دور التمانية من دوري ابطال افريقيا نذهب ونشاهد اذا كان الترجي دولة فالاهلي امة يعني المجموعة من الدولة المباراة زي ما انت عارف صعبة جدا لكن الاهلي دايما المباراة الصعبة بيظهر فيها معدنه وخبراته الكبيرة الموجودة سواء في المدير الفني سواء في اللاعبين الموجودين سواء في الطموحات سواء في الدوافع الموجودة ان الاهلي دي محطة من المحطات دور التمانية بعدها دور قبل نهائي بعدها دور نهائي للفوسبو بتقول الدوري ابطال افريقيا والعودة مرة اخرى الى كاس العلام للانديا المتش يبقى صعب اوي خصوصا بطولة عزي دوري ابطال افريقيا بطولة قوية وكمان قدام خصم قوي خصم الترجي لكن برضو النادي الاهلي نادي كبير وفريق قوي ان شاء الله قادر ان هو يقدر يعدي فريق الترجي يوصل للدورة بالنهاية بإذن الله المتش اكيد يبقى صعب اوي لكن ان شاء الله نقدر ان احنا هنا نكسب القاهرة مكسب كويس او نعمل نتجة كويس اوي تقدر تريحنا في متش العودة بإذن الله وده اللي اكيد الكابتل حسام يكلم فيه اللعيبة ويلكز على الحكة بي اوي ان احنا نقدر نتجسل مستراح هنا عشان نروح نكنبع عصابنا هادي اكتر ونقدر ان شاء الله نعديه ماتش الترجي صعب جدا يعني على النادي الاهلي خصوصا ان هيبقى فيه ضغوط كبيرة على الفريق وعلى خاصة ايه في الحضور الجامهيري يعني عشرين الف متفارك فالماتشات دي بتحتاج اكتر حاجة الاتزان النفسي واللي تحكم في العصاب لو النادي الاهلي قدر اللعيبة بتاعته تحكم في عصابها وتيبقى هادية وتعرف تستغل الفرص الهالية هتقدر ان شاء الله تطلع بالماتش بنتجة ايجابية تقدر تفتح في ماتش العودة ان هي ايه تعدي المرحلة دي وتصعد المربع زيب ان شاء الله بالنسبة للماتش الترجي طبعا في الجماهير النادي الاهلي بالثانية بفرغ الصبر البطولة دي بالذات لان هي طبعا غابت عن النادي فترة طويلة السنين اللي فاتت شايفوا ماتش الترجي هيبقى من اصعب الماتشات اللي هتعدي علينا البطولة دي بالذات وخصوصا الماتش هنا في مصر يعني انا اعتقد ان احنا لو اجتازنا الماتش بتاع الاولاني هنا في مصر وجبنا سكور كويس او كسرنا الجون او الاثنين في الماتش اعتقد ان احنا ممكن نقدر نعمل حاجة هناك في تونس لكن لو حصل العكس لقدر الله طبعا والفريق تعصر هنا في مصر اعتقد ان التعويض هيبقى صعب جدا في تونس في ظل المستوى او الاداء بتاع فريق الترجي الفترة اللي فاتت هو طبعا ماتش قوي هيكون ماتش كبير بالنسبة للاهلي بس انا شايف ان الاهلي قادر ان هو يعني يحقق سكور كويس في الماتش هنا بحيث ان النتيجة تريحه قبل ماتش الاياب علشان يروح يبقى نتيجة يعني نتيجة الحد ما كويسة بحيث ان ما يصعبش الدنيا علينا في الماتش اللي بعد كده نكمل كلامنا عن النادي الاهلي والترجي التونسي هنخش في طريقة لعب النادي الاهلي دكتور رعي كنا بنتكلم ان من الوارد ان كابتر مصر البدري يدي فرصة لصالح جمعة بجوار عبدالله السعيد ووجود لعب ارتكاز واحد في خلفهم ولكن هل ترى ان هذا الشكل من الوارد انه يحصل في خلال احداث اللقاء مش من البداية يعني على اساس انه يبتدي الاول في الطريقة التأمينية ولا الامور احتاجت زيادة الكسافة الهجومية من الخط الوسط يبتدي يدفع بتغيير صالح جمعة هو طبعا هو صالح جمعة ورقة مهمة ورقة ربحة بالنسبة لكابتر حسام البدري مؤكد انه هيحتاجه النهاردة سواء والاهلي متقدم او يعني ما نتمناش السيناريو التاني لكن هو صالح جمعة بيكون مفيد في كل الحالات يعني ان صالح جمعة اولا انت وانت كسبان بتحتاجه بيزود الضغط الهجومي على الخصف فبيمنعه من انه يبني هجمات ثانيا هو بيحتفظ بالكورة بشكل كويس جدا وبيمرر بشكل كويس جدا فمع الخلخلة اللي بتحصل في الدفاع الفريق المتآخر اللي بيوعيز دايما يعوض دايما صالح جمعة بيلاقي نفسه في الوقت ده انا اتمنى ان النادي الاهلي يركز مايلعبش على خطوط الترجي يلعب ما بين خطوط الترجي يعني يعمل فصل ما بين خطوط الترجي من اول الدفاع للوسط للهجوم لانه هما الترجي عنده شكل الفريق بتاعه كومبات بيلعبه واحدة واحدة بيلعبه تكتل وخطوطه قريبا من بعض بالظبط الاهلي لو نجح النهاردة انه يفصل دفاع الترجي عن خط وسطه وخط وسطه عن هجومه هيسيطر بشكل كامل على المباراة الاهلي لازم يمنع مع وجود بقى دلوقتي رباعي للاهلي في منطقة الترجي المهاجم والتلاتة اللي تحتيه لازم يحصل ضغط على رباع الدفاع وكلبالي اللي هيكون النهاردة الهولدنج اللي موجود في وسط الملعب زي حسام عشور في النادي الاهلي لازم يمنع الكورة انها تطلع بشكل صحيح من لانه ده اللي هيعمله الترجي النهاردة لازم الاهلي يمنع الكورة انها تطلع من قلبين الدفاع للاعب خط الرقم تقصد ان مثلا طاعة الخنيسي وفرجاني ساسي هيبقوا بيضغطوا على حسام عشور والسولاني انا هقولك اللي هيحصل النهاردة بالضبط الخنيسي هيدخل على ساعة ورامي ربيعة طول التسعين دقيقة هتلاقي الخنيسي بيضغط عليه يعني يلعب ضغط عالي حتى لو بلعب واحد يعني مش لازم الفريق كله يلعب ضغط عالي وطبعا مؤكد ان بداية المباراة مش هتكون بالشكل ده بالنسبة للترجي يعني هو اكيد هيكون لسه في الفترة الاولى لسه الفريقين هيبقوا بيستكشفوا بعض مش هيكون الضغط اللي احنا الترجي مثلا بيعملوا في مباراة الدوري التونس ده مش هيحصل لكن على الاقل السلاسي اللي هيلعب قدام لو لعب بسلاسي لو لعب بالمهاجم اللي هو الخنيسي وانس البدري وفخر الدين بن يوسف لو لعب فخر او ملعبش السلاسي اللي هيب قدام هتلاقي الخنيسي بيضغط على رامي ربيعة او سعد السمير عشان ما يطلعوش القرى لحسام عشور ولو طلعت القرى لحسام عشور هتلاقي فيه لعب على حسام عشور سواء هيكون فرجاني سياسي او كليبالي عشان يمنح حسام عشور من انه يستلم بشكل كويس وينقل القرى بشكل كويس انا هو من الناس اللي بتمر بشكل كويس طب محمد النادي الاهلي دايما بكاتل حسان البدري بيعتمد على اختراق الزهراء الجنبي لدفاعات الخصم والترجي من الفرق اللي بتلعب بيه تكاتل دفاعي خطوطها دايما قريبة وتقدم احمد فتحي ورسال العرضيات او معلول وهو الراجل تونسي واكيد حافز فرقة الترجي بشكل كبير جدا برضو من الحلول اللي بتدي لنادي الاهلي افضلية خاصة ان سواء في وجود اللاعب وزير وليد ازارو سواء في وجود اللاعب جونيور اجيه بيبقوا محتاجين عرضيات كتير هي الفكرة عندنا ان جونيور اجيه ووليد سلمان هيقدروا يستغلوا المساحات بشكل كبير جدا عندهم الاتنين عندهم سرعات اجيه ممكن عنده مهارة ان هو يريوغ ويعد ويعمل عرضية هيجي من وراء علي معلول معلول واجيه هيعملوا جابها قوية جدا على نادي الترجي وليد بالزبط كده وليد واحمد فتح الاتنين خبرات كبيرة طبعا الاتنين يقدروا ان هما يوقفوا خليل شمام برضو من العابة اللي هي تتقدم بشكل كبير وهيقدروا في نفس الوقت يفككوا خط نص نادي الترجي ما يبقاش عنده اتزال لو من نادي الاهلي نجح ان هو يحرز هدف مبكر في اول عشر دقائق اعتقد ده هيفرق كتير جدا مع بداية المباراة ترجي هيفك هيفتح خطوطه وده ممكن يخلي من نادي الاهلي يحرز مزيد من الاهداف يمكن عندنا هنا كمان لو قدرنا كدتن حسام عنده كذا حلول عنده كذا حل على دكة البلاء يمكن صالح جمعة عنده مؤمن زكريا يقدر يستغلهم بشكل كبير ممكن يدفع بجنور اجيب مركز الهجوم ينزل مؤمن ينزل احمد الشيخ فالنادي الاهلي عنده حلول النادي الاهلي مش نادي صغير نادي كبير يقدر ان هو يكسب اقتراجي واحد واثنين ويحقق ويصعد للنهاء ده هدف محمد ناجي جده نهاية 2012 الهدف الاول كان لاعب سيد حمدي على فكرة في هذا اللقاء لم يشارك ابو تريكا ابو تريكا كان موجود ولم يشارك والنادي الاهلي استطاع الفوز في هذا اللقاء سيد حمدي عمل العرضية واحرزها محمد ناجي جده كان الهدف الاول وحنشوف مع حضراتكم هنا سيد حمدي دحك على وليد الهشري لو حضراتكم تتذكروا كان برضو لعب قلب دفاع منتخب تونس واستطاع الآلف الفوز هناك بهدفين مقابل هدف واحرز وليد سليمان الهدف الثاني هدف عالمي هتفرجوا كده حضراتكم قدي عمل الوان وخدتوه شوفوا عدة من الرجل ازاي وحطاها بمنتهى بمنتهى أصدقاء على الرغم النساء حمدي جنبه لو بصالوا بونه ولكن هنا ثقة بقى اللاعب الحريف في نفسه وليد سليمان من اللعبة اللي بتضيف الكثير ودي الفرحة مع الجهاز الفني كابتن أحمد ايوه ان شاء الله نشوف الفرحة ديت النهاردة على ملعب برج العرب ووجود جمهور جمهور اللاعب رقم واحد دائما مع النادي الاهلي وهو المحرك الرئيسي لإظهار مهارات اللاعبين هارجع تاني اتكلم معك يا محمد تقدم البكين بطاعة النادي الاهلي وارسلهم العرضيات ولكن الناحية التانية فرجاني ساسي والشعلاني وهما بيمرروا حتى في آخر لقاء أمام مستقبل قابس كان دائما مركزين ان هما يلعبوا سواء لفخر أو أنيس البدري خلف ظهري الأجناب الفريق المنافس خلينا نتفق ان فرجاني ساسي من أحسن اللاعب اللي بتمرر في الترجي وده هيرهج دفعات الاهلي بشكل كبير لأنه هو العيب عنده أنه يقدر يمرر على الجناب يقدر يمرر في العمق فبيمتلك المهارة اللي هي تخليه عارف هيلعب فيه يعني العيب بيفكر مرة واحدة قبل الكرة ما يديله وبينفذ على طول بس مش هيبقى بالشكل زي الدورة التونسي لأن الماشي ده هيبقى مختلف كتير في الجاني ساسي زي ما هيبقى لي واجبات هجومية هيبقى علي واجبات دفاعية لأن الترجي من نوعية الفرق اللي هي بتضغط يعني في الارتداد الدفاعي بيلعب أربعة واحد أربعة واحد بيقفل بالأربعة سواء فرجاني أو أنيس بدري أو غيلان شعلاني وبيلعب بكله بالي وبيبقى الارتكاز في فرانك كوم فالترجي هيقفل بشكل كبير هيقفل على النادي الأهلي مش هيسمح للنادي الأهلي أنه يكسب أو يحرز هدف لأن خروج النادي الترجي بنتيجة التعادل هيبقى ده مكسب كبير بالنسبة له لقاء النادي الأهلي والترجي كان في الكنفدرالية 2015 كان نجم اللقاء عبدالله السعيد كان أحرز هدفين ومؤمن ذكرية أحرز هدف وكان واحد من اللقاءات اللي أبدع فيها النادي الأهلي الصراحة أمام فريق الترجي ونتمنى أن عبدالله السعيد يكون في نفس الفرمة اللي كان فيها في هذا اللقاء ويضاف إضافات كبيرة جدا في هذا اللقاء النادي الأهلي يمكن بس عايز أعلق على هدف تعوليد سليمان يمكن شوفنا خبرة وليد سليمان إزاي يتصرف مع الكرة إزاي يقدر بخبرته أنه هو يلعب الكرة تشيب كده من فوق اللعيب ويمررها في النجوم مع طاقب وليد سليمان لما يبقى فيه بيختلف كتير وهيفيد النادي الأهلي لو شوفناه النهاردة في مبارات اليوم نرجع النهاردة لو حسنا أننا نضغطين في نص الملعب ممكن كابتين حسام يستغنى عن عشور أو السلية ويدفع بمحمد هاني باكيمين وأحمد فتحي لزيادة قوة وسط الملعب وده أحمد فتحي في وسط الملعب هيفرق كتير برضو طب ليه مش هشان محمد هشان محمد برضو من اللعيب اللي بيجيب التمرير ولعيب ارتكاز على أعلى مستوى وعمل موسم رائع مع مصر المقصة وإبن النادي الأهلي ومتأسس في النادي الأهلي يمكن أحمد فتحي يمتلك خبرات أكتر من هشان محمد هشان محمد ما ينفعش أن أنا أخضه بماتش زي ماتش التراجي وليد هل شايف أن النادي الأهلي في بدايته بتأكيد هيذهب إلى الهجوم هيلعب أنه يحاول اللقاء على ملعبه ويحاول أنه يفك خطوط التراجي يحاول بداية التسجيل وطبعا وجود الجمهور والدعم الجماهيري طريق التراجي من الأول هل هيبدأ بضغط ولا هيبقى متراجع منكمش عايز يشوف النادي الأهلي ماذا سيفعل في بداية هو الحقيقة أنا متطلع أشوف المباراة تكتكية لأكون بين كابتن حسام البدري مدربين عاملين فرقتين كويسين بلعبوا بتاكتك كويس بيغيروا بتاكتك بتاعهم من مباراة المباراة وأكتر من مرة في المباراة الوحدة طبعا زي ما أنت قلت طبيعا أن الأهل هيكون بيلعب ضاغط النهاردة من بداية المباراة لكن كمان أنا متأكد أن ده مش هيكون بشكل عشوائي ومش هيكون بشكل متهول لأن العيب الأهلي عندهم خبرات وعارفين أن دي مباراة النفس الطويل والمباراة اللي زي دي أولا ما بتتحسمش بفريق كبير من الأهداف وثنيا ممكن الهدف اللي يحسم لك المباراة ييجي في آخر دقيقة هل يعني هاخب برضو من كلامك هل الاستعجال ممكن يكون له دور سلبي على الفريق موضوع أن الفرقة مستعجلة وعزة تحرز ممكن ده بيضيع بعض من الفرص مؤكد الاستعجال اللاعبين واستعجال الجماهير أكيد بيعود بشكل سلبي أحانا السيناريوهات ربنا بيديك كده سيناريو إلهي من عنده توفيق من عنده ربنا أنك تحرز هدف في أول المباراة ده بيفتح لك كل شيء وبيسهل لك كل الأمور لكن لما الهدف بيتأخر شوية حتى لو بتضيع فرص لايمن بيكون في ضغط من المدرجات وده شيء متوقع وده شيء متعودين عليه لكن لعيب الأهلي أنا متأكد أن عندهم الخبرات اللي تسمح لهم أن هما ما يتأثروش بأي نوع من أنواع الضغوط سواء ضغوط الجماهير المتوقع أو ضغوط لعيب الترجي اللي احنا كلنا عارفينها مش بس الترجي كل الفرق الشمال الإفريقية اللي بتعرف تتعامل في المباراة دي بشكل معين فلازم لعيب الأهلي يطلع كل خبرات السنين في مباراة دي هل مؤمن زكريا ممكن يبقى ليه دور في هذا اللقاء؟ مؤمن زكريا لعب مهم جدا في النادي الأهلي من أحسن لعيبين في مصر اللي بتعرف تتحرك من غير كورة يمكن يعيبه شوية حتى تلفينشنج لكن هو دايما هو بيحرز أهداف كتير؟ طبعا ليه بيحرز أهداف كتير من ضمن أربع خمس فرص كل مباراة الناس بتعتقد أن ده قليل لكن هو بيظل أحد هداف الفرقة من ساعة من ضمن الأهلي واحد من الهدافين أنا شايف أن مؤمن أحد أهم العيبي التشكيلة الحلالة مؤمن هو هداف الأهلي هو وعمر جمال في دور أبطال أفريقيا حتى الآن ولكن مؤمن مستمر مع الفريق أحرز أهداف هو وعمر جمال في دور أبطال أفريقيا وهداف الفرقة في دور الأبطال حتى الآن؟ طبعا دايما مؤمن بيقدم الحل لزميل دايما مؤمن بيكون في مكان عشان كده بياخدوا الكرة كتير جدا هيكون لي دور أعتقد النهاردة في مباراة النهاردة مؤمن زكريا وبرضو مؤمن من الناس اللي بتظهر في المباراة الكبيرة شأنه شأن وليد سليمان فطبعا لعب مهم ويظل ورقة ربحة في كابتن حسام البدري ومن الجيد أن كابتن حسام البدري عنده على الدكة النهاردة في كل الخطوط أوراق جيدة خصوصا خط الوسط وخط اللجوم كنت لسه بتتكلم عن الشام محمد لعيب مهم جدا لعيب الأهل هيحتاجه سواء في مباراة النهاردة أو مباراة العودة أو باقي مشوار البطولة لأنه بيعرف يستلم كويس بيعرف يتحرك كويس بيعرف يسلم كويس لعب زكي جدا يعني بيملى منطقة وسط الملعب قدام فرق عندها وسط ملعب قوي شأن محمد بس طبعا إحنا مشوفناش لسه حالته مع النادي الأهل مشوفناش في مباراة رسمية فإذا كانت حالته تسمح له طبعا هيظل لعب مهم للنادي الأهل محمد شايف التراجي من البدايات هيبتدي زي عدته هيدغط ولا هينكمش إلى حد ما وطريقة بداية اللقاء هتبقى إزاي من الكابتن فوزي البنزيرتي الكابتن فوزي البنزيرتي يمتلك من الزكاء أنه يقدر يجاري نادي الأهل هيبتدي أنه يجس نبض العابة النادي الأهل هيشوف كابتن حسين البدري بيلعب إزاي هيبتدي يغلق مفاتيح لعب النادي الأهل من البداية لكن خلينا أقول لحضراتك أنه لما الأهل بيضغط أنا أسف أعطعك بس لأنه فيه صورة لموجش الأهلي وكوتوكو فيه أبطال أفريقيا طبعا فيه التمانينات وتحت الأهلي والتراجي وصورة معسكر النادي الأهلي في هندق الإقامة بجانب صورة الستوديو أستاذ الأهلي اللي مع خضراتكو لحظة بلحظة أنا بس بحاول أشرح للجمهور إيه اللي احنا بنعرضه احنا بنعرض التاريخ ونعرض الحاضر ومن ليس له تاريخ ليس له حاضر النادي الأهلي دائما حاضر بتاريخه الكبير وتاريخه العظيم وأيضا حاضر ببطولاته ومجالس إدارته وجمهوره العظيم اللي أول حاجة وأول محرك رئيسي لكل هذه البطولات والإنجازات هو بمور النادي الأهلي العظيم كمل أستاذ محمد كنا بنتكلم على كابتن فوزي البنزرتي كابتن فوزي البنزرتي هيأمن بشكل كبير مش هيدفع بكل أوراقه الربحة لازم يحتفظ بلاعب أو اتنين على دكة البودلاء يقدر يستغلهم في الشوت الثاني يمكن الترجي عنده نقطة ضعف كبيرة جدا أنه إنت لما تضغطه بيبتدي يفكي خطوطه اللي عبا بتفكي تركيزها ده شوفنا يمكن في نهاية البطولة العربية بين الترجي والفيصالي كان الفيصالي متأخر بهدفين ولما بدأ فريق الفيصالي يستعيد توزنه ويبدأ يضغط على الترجي شوفنا يمكن نادي الترجي عنا كتير في المباراة ده لقاء القياب كان النادي الأهلي فاز بهدفين مقابل لشيء في كوتوكو طبعا دي بطولة اتنين وتمانين كانت محمود الخطيب كان أحرز الهدفين وأحرز الهدف طبعا التعادل هناك كان النادي الأهلي تعادل واحد واحد وحصل على البطولة منظر جميل جدا نتمنى أن نشوفه دائما للنادي الأهلي وهو طبعا أكبر ممثل للكرة المصرية في دوري أبطال أفريقيا وأكبر النادي حصولا على هذه البطولة ونعرض أهداف للتاريخ النادي الأهلي محدش يقدر يحسفه محدش يقدر أنه يتعد عنه محدش يقدر أنه يتجاهله في لعبة كبيرة جدا في تاريخ النادي الأهلي أدوا الكثير للنادي الأهلي ومن أهم عوامل النادي الأهلي في حصوله على هذه البطولات ومفيش حد يقدر ينكر هؤلاء اللعبة أبرزهم طبعا كابتن محمود الخطيب وده فرحته ده نهائي 87 أمام الهلال السوداني وده هو شاي الكأس البطولة احنا هنا في القناة النادي الأهلي بندي تاريخ وماضي وحاضر ومستقبل النادي الأهلي عبر تاريخه ومن بقدرش نشيل أي إنجاز لأي حد أدي تمرير زميلي كابتن محمد فاروق مع حضراتكم في الفقرة الثانية من استاد الأهلي لسيد عبد الحفيز أو سيد فيجو في ساندونز وده نهائي 2001 واحدة من البطولات الجميلة للنادي الأهلي كان فيه ظروف مشابهة إلى حد ما زميلي محمد فيه إلى ظروف هذه المصابقة النادي الأهلي كان في فترة أحلال وتجديد كان فيه مدير فني جديد للنادي الأهلي طبعا وهو كان قدوم منه الجزء وكان فيه لعبة جباب كتير في هذه الفترة لكن النادي الأهلي وروح الفنان الحمرة استطاع أنه يحقق هذه البطولة هل شايف أن روح النادي الأهلي وروح الفنان الحمرة وأن إن شاء الله 11 لعب يكون 11 مقاطب في لقاء اليوم تقدر تدي الأفضلية للنادي الأهلي؟ يمكن دائما أنا كنت بسمع الماتش ما ينتهيش غير بعد صفرة الحكم النادي الأهلي فعلا هو هو النادي الوحيد اللي قدر يفهمنا الجملة دي نادي الأهلي طول ما المبارشة الغالة تحس أن الجماهير لسه في الملعب ما تعرفش الأهلي ممكن يجيب الجمه في أي وقت ممكن يكسب في أي لحظة فروح الفنان الحمرة والأهلي ذات نفسه بيظهر في مبارات قوية يمكن ماتش التراجي أنا أعتقد أن الأهلي النهاردة يظهر بشكل قوي جدا عايز يصالح جماهيره يمكن أفضل من ناحية البدنية من نادي التراجي يمكن نادي التراجي لها بربعة ماتشات في الدوري الأهلي لها بماتش واحد يمكن شوفنا كابتان فاوز البنزيرتي يتكلم عن الحالة البدنية اللاعبية وديهم في حالة إرهاق نتيجة ضغط المباريات يمكن في البطالة العربية شارك نادي التراجي بالقوام الأساسي ليه بعد كده دخل في الدوري لعيبته عنده حوالي سبع لعيبة أو ست لعيبة في المنتخب التونسي برضو دول من العناصر الأساسية في التراجي فأعتقد أن العامل البدني هيكون في صالح النادي الأهلي من هاتف لها المباراة هذا هدف أبو تريكا الشهير معنا على الشاشة في لقاء الصفاقسي وحتى أنيس بو جلبان لو حضركم تتفكروا وكان جيه لعب فترة فيه النادي الأهلي قال لك احنا خلاص بنستعد ان احنا ناخد كاس البطولة وابتدت الأفراح تبقى في الجمهور وأنا خلاص قلت أنا هيعط لعشيل الدورة طوانا بفكر ازاي هشيل الكاس لقيت أبو تريكا راح جاب هدف الفوز وقلب الموازين كلها على الكل والنادي الأهلي دائما زي ما شفتوا حضركم فيه نهائي كاس مصر أمام المصري كما حدث أيضا أمام المصري وأمام فرق كتير جدا تحس أن النادي الأهلي البطولة بعيدة عنه ولكن في اللحظة الحاسمة النادي الأهلي يلعب للنفس الأخير وزي ما قال كافر حسال بدل بارح فيه المؤتمر صحفي صراحة بحي كافر حسال بدل كلامه كان موزوم جدا وكان عظيم جدا فيه المؤتمر الصحفي لما قال إحنا عارفين إيمة النادي تراجع تونسي لكن أنا بدرب النادي الأهلي واحد من أكبر الفرق ومرشح له البطولة وأيضا فيه شوت تاني في تونس أنا لسه هلعب عليه ده الشوت الأول ده لقاء نهائي بقى القطن الكاميروني في بطولة 2008 برضو من البطولات اللي كانت صعبة زميل وليد أن على النادي الأهلي وكان بدايته هنا في القاهرة مش على المستوى لكن راح وحصل البطولة في الكاميرون أنا أخذ من شاشة قناة النادي الأهلي ومن كلامك ومن تاريخ النادي الأهلي عايز أقول أن الأهلي من الطبيعي أنه هو يخشى فريق التراجي النهاردة لكن إذا كان الأهلي خايف من التراجي فالتراجي مرعوب من نادي الأهلي تأكد أن كل لعب من لعب النادي الأهلي من لعب النادي التراجي ومدربهم وإدارتهم وكل فرد من جمهورهم وإعلامهم وكل فرد من جمهورهم حفظين تاريخ النادي الاهلي كويس جدا حفظين النادي الاهلي بياخد بطولاته ازاي عارفين النادي الاهلي كسب الترجي ازاي اكتر من مرة وراح لما تعصر في مسرح خاد البطولة من تونس او راح كسب في تونس فتأكدوا ان النادي الترجي نازل مرعوب من النادي الاهلي الاهلي لازم يستغل الحالة دي لازم الاهلي ينزل النهاردة وعارف ان الفريق الاقوى والفريق المرشح المرشح باتزان من غير التهور من غير اندفاع من غير استعجال الاهلي لو عامل ده هيكسب وتاني لو في اختام الكلامي حابي بقول حاجة حابي بقول ان النهاردة يا جماعة مهما كانت النتيجة المباراة لم تحسم تاريخ علمنا ان الاهلي حتى لو لا قدر الله تعصر او بيتعصر في مصر بيقدر في خارج مصر انه هو يرجع تاني للطبيعة ويكسب فمهما كانت نتيجة مباراة النهاردة مش اللقب يعني المباراة او الصعود هيحسم في المباراة القادمة ان شاء الله في رادس فمهما كانت النتيجة لسه في جولة تانية الاهلي قادر على الفوز وكل المقاومات وكل المعطيات بتقول ان الاهلي قادر على الفوز وده اللي توقعوا ان شاء الله في مباراة النهاردة زميل وليد عايز اسألك هل الاهلي حيكون عنده ورقة ربحة حتكون لها عنصر الحسم من وجهة نظرك فيه خط وسط او خط هجوم النهاردة لو حتى على زهرية الاجناب من من وجهة نظرك شايف ان ممكن يبقى الورقة الروحة او اللاعب اللي هيكون له دور ايجابي جدا ومأصر جدا فيه على الفكرة للاهلي فريق جماعي ولكن انا بسألك كده من وجهة نظرك اهم لاعب في التشكيلة الاساسية للنادي الاهلي هو عبدالله السعيد سكان عبدالله السعيد في حالته النهاردة فهو هيكون محور او مصدر فوز الاهلي سواء هو اللي احرز او هيكون سبب في التمريرة او في اللعبة اللي الاهلي يحرز منه عبدالله السعيد يظل اهم ورقة في تشكيل نادي الاهلي الاساسي النهاردة بالنسبة لدكة النادي الاهلي فانا شايف ان صالح جمعة احد اهم اللاعبين اللي ممكن يكون ليهم دور احمد الشيخ كمان لو في حالته الطبيعية ولو في حالته البدنية والفنية الطبيعية هيكون ليه دور كبير في مبارات النهاردة طيب زميلي محمد هال برضو شايف فيه لعيبها هو هيبقى الورقة الربحة النهاردة يمكن اختلف مع زميلي وليب بس انا شايف ان جونيور اجايه هيبقى الورقة الربحة يمكن انا شايف ان العنصر البدني الاجايه هيكون افضل من السعيد فبالتالي هيدفعه ان هو يقدر يكمل مداية المباراة الى حد ما تنتهي وده مركز وده مركز ولكن هو بدنيا فعلا جونيور من اللعيب الاخوياء وحريفه هو قوي فدي مش معادلة متبقاش مبولة كتير وعنده كذا ميزة يعني ممكن يخش جوة التمنتاشر لعب لك هيد جيب جوني خلص الماتش عنده بصير لعيب بصير لعيب جناح هيجهد المدفعين فلعيب عنده رؤية لعيب تيكتيكي ممكن كابتن حسام يوظفه في اي حتة يمكن يشيلو الليد ازوره يدفع في مركز الهجوم فعنده كذا فكرة انه هو ممكن اجيه يبقى الورقة الربحة للنادي الاهلي في مباراة اليوم طيب احنا ممكن ناخد تشكيل المتوقع ايضا لفريق التراجة اقول له حضراتكو قبل ما نعقب عليه في حراس المرمى الحارس الدوري معيز بن شريفية علي المشاني قلب الدفاع وشمس الدين الزوادي اهاب لنباركي وخليل شمامي على الاجناب وكوليبالي غيلان الشعلالي او فرانس كوم وامامهم فرجاني ساسي وفي الامام انيس البادري فخر الدين بن يوسف او طاها الخنيسي ممكن فخر ما يبتديش دي التشكيلة الابرز والمتوقع لفريق التراجة التونسي وكان بيلعب او مركز عليها الكابتن فوزي البنزارتي في العديد من المباراة تشايف وليد هل برضو غير فرجاني ساسي فيه ورقة يعني هتبقى قوية جدا نادر الاهلي لازم يركز معها بدون خلاف انيس البادري طبعا مع طاها ياسين الخنيسي الاثنين دول اهم مصادر قوة فريق التراج انيس البادري لعب بيلعب جناح وبيلعب بلاي ميكر بيعرف يتحرك كويس في المنطقة اللي تحت في تلت دفاع التاريق المنافس هيضغط النهاردة على خط وسطه على الظهير الايصر للنادي الاهلي اللي هو هيكون علي معلول بيعرف يمرر بشكل كويس جدا بيكمل كمهاجم تاني او بيتبادل مركزه مع طاها ياسين الخنيسي بيدخل هو في منطقة الجزاء وبيجيب اهداف كتير انيس البادري محور من محاور لعب منتخب تونس ومحور مهم من محاور لعب التراجي الحقيقة السلاسة الامامة زلاب السلاسة الطبيعي بتاعه اللي هو فخر الدين بن يوزف انيس البادري طاها ياسين الخنيسي هم دول احد اهم اضلاع منتخب تونس كمان مش بس نادي التراجي سلاسة مهمة جدا المسئولية هتكون كبيرة جدا على خط وسط النادي الاهلي لشان كده بنرجع نقول تاني خط الوسط ونرجع نقول تاني عشور والسلية ومعهم عبدالله السعيد اضافة الى قلبي الدفاع رامي ربيعة وسعد سمير لازم يكونوا في التسعين دقيقة ولوقت بدل الضيئة في قمة تركيزه ماينفعش ياسهوا لحظة وبعدين فكرة كمان انه لازم يفوقوا بعض ولازم ينادوا على بعض اسنان المباراة وكابتن حسام البادري مش من نوع اللي بيعمل منتومان يعني ما بيحطش لعب بيحطهم هو بيبقى فيه تبادل فتبادل الرقابة ده بمحتاج ان اللعايب اتكلم بعض ومحتاج ان اللعايب اتفوق بعض طول المباراة فاعتقد لو الاهلي في تركيزه في قمة تركيزه النهاردة اعتقد الامور هتمشي بشكل كويس سريعا محمد وجهت نظرة كده عن اللقاء سريعا قبل ما نختم ونسلم الستوديو لزمان لديه انا هتكلم عن التراجي اخيرا كده انا شايف ان فرانك كومو كليبالي هم هيبقوا محاور اتكاز وهيبدي حرية للشعلالي وفرجاني ساسي وانيسي البدري في التلت الهجوم الاخير بتاعهم وقدامهم طه ياسيني الاخنيسي يمكن طه ياسيني الاخنيسي هيرهد دفاعات النادي الاهلي الخطورة هتبقى للجناب اهاب المباركي وخليني الشمام انهم يعملوا عرضيات يربكوا بها دفاعات النادي الاهلي وهيكمل من تحتهم غلال الشعلالي وفرجاني ساسي ممكن فقر الدين بن يوسف يحتفظ به على مقاعد البودلاء بيعتبروا ورقة ربحة في الشوت التاني وعندنا كمان لعب ساعد بقير وهيسم الجوين يمكن ساعد من اللعبة اللي بتقدر تحتفظ بالكرة توقف على الكرة كويس في حالة المباراة انتهت زي ما فوز البنزيرتي عايز طيب انا في النهاية في الفقرة الاولى بشكر ديفاي الكريمي طبعا دكتور وليد الحديد النقد الرياضي كنت بشكرك ويعني مشرفنا وان شاء الله الاهلي يكسب النهارة يا رب ان شاء الله يبقى يوم سعيد على النادي الاهلي وعلى الجمهير المصرية بشكل عام وساعدت بالتواجد معكم زميلي محمد ايضا الزميل العزيز محمد الصيغ الناقد الرياضي نشرفنا النهاردة وان شاء الله الاهلي يكسب ان شاء الله الاهلي يكسب وشنا يكون حلو على النادي الاهلي ان شاء الله قبل ما سيب حضراتكو هنذهب الى تقرير لكبت محمد شرف المدير الفني لفريق 2001 بقطاع ناشئين النادي الاهلي ثم تستمر التقطيع المتواصلة لقناة النادي الاهلي للقاء الذهاب دور الثمانية الترجع التونسي والنادي الاهلي على ملعب برج العربي الاسكندرية الساعة السابعة تروحوش بعيد نادي الاهلي حديث نادي الاهلي الفترة اللي فاتت يمكن فيه انتعاشة فنية قوية جدا باللعيبة الجديدة اللي دخلت كمان زويده تقل فريق النادي الاهلي فنيا أنا بتكلم فنيا والترجع الحقيقة برضو من افضل الفرق الافرقية اللي موجودة على الساحة لكن ككورة شايف ان النادي الاهلي مصوصه افضل من الترجع بكتير وبدليل حتى البطولة العربية احنا شفنا هداية الترجع مع انه خد البطولة لكن مش هو ده الترجع اللي كان بالقوة قبل كده عنده لعيبة مميزة لكن طبعا احنا عندنا الكافة حسام البادر هيقدر يتعامل مع كل المفاتيح الحمد لله ان برضو ككورة مفاتيح الترجع قليل اجوال ملعب عندنا احنا الحمد لله دلوقتي لول كتير مع الكافة الحسام وخلاص بقى هو سيستم النادي الاهلي بقى معروف يعني احنا برضو بنتفاعل بموضوع ان المطش التاني يبقى في تونس ده بالزبط كده وهو خلاص اداة النادي الاهلي بقى بيلعب بره زي جوه ما بقاش فيه فرق في الحتة دي الخبرات اللعيبة وتقول لها ادهم فرص ان مطش جوه زي بره اعتقد ان ان شاء الله بإذن الله سيبقى مباراتين قويتين متى اقلن يعني هما بيبقى افضل مبارات افريقيا الاهلي والترجي الحقيقة لان هما فرقتين توال فنية طبعا حكاية الماتش ده مش حكاية ترجي ومش حكاية ماتش هي حكاية بطولة نادي الاهلي نادي بطل بيلعب على بطولات اي بطولة بيلعب فيها بيلعب عشان ياخد البطولة دي فحكاية مش مدود ترجي لها ترجي ده جزء من الايه من الخطوات اللي ايذي يخدها للبطولة فان شاء الله انا شايف اللعب كلها عندهم دوافق جامدة عشان يوصل للنهائي ويخد البطولة دي خصوصا بطولة دي غايبة عنها مش عارف مرتين تلاتة بتكلم في بتاعها داخل الاربع سنين خمس سنين فان شاء الله انا عارف عندهم حافز خصوصا هم حققوا موسم ده دوري وكاس فبدون حزيمة الحمد لله وكمان دواتي لما هي جامع زي الريال مادريد كلا جامع دوري وابطال اوروبا وسوبر يعني حاجة ده تاريخ بيكتبوه وعندك لعيبة جديدة ما عندهم مش تاريخ ده فلنفسوهم يحققوا اي حاجة شان تكتبلوهم في التاريخ الاهلي دايما هو الاهلي الحمد لله رب العالمين واخدين الدوري والأيام قليلة جدا واخدين بطولة الكاس الفريق بيعيش حالة معنوية عالية جدا بسم الله ما شاء الله جميع اللاعبين مفيش صف اول صف تاني انما جميع اللاعبين اللي بيشاركوا حتى في البطولة العربية كل الجماهير متطمنة على كل اللاعبة في كل المراكز بنعيش حالة من الاستقرار الفني طبعا الجهاز الفني القدير كابتن حسام وكابتن أحمد وكابتن طريق سليمان وكابتن سايد نتمنى لهم التوفيق إنما المباراة من ناحية التوقعات احنا دايما الحمد لله بفضل من ربنا ربنا يديمها نعمة احنا دايما في الموجهات مع تونس الحمد لله بيبقى ربنا بكرمنا فيها المباراة الأولانية هنا ان شاء الله بإذن الله نحقق نتيجة مرضية يعني تحط رجلنا بنسبة كبيرة جدا في الدور اللي بعده ولا شايف ان شاء الله بإذن الله الاهلي عدي من المباراة دي اعتقد ان هي أصعب مواجهة لحد إن شاء الله ما ناخد البطولة ممكن تقابل النادي الأهلي إنما أنا من الناحية الفنية ومن ناحية شخصية لعبة النادي الأهلي اللي بتظهر دايما في الأوقات الصعبة إن شاء الله بإذن الله محدش هو فقدمنا في عيون المصريين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان برحب بحضراتكم وأكيد معاكم متواصلين في تقطيع خاصة وكبيرة من قناة الأهلي لهذه المباراة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2017 يعني أكيد من خلال النهاردة ستادي الأهلي هنتابع معاكم كل كبيرة وصغيرة أول بأول كل كواليس نهائي مبكر لهذه البطولة في كل التجهيزات لكل فريق فريق الأهلي وفريق الترجي التونسي يعتقد كل فريق من الفريقتين هو حامل لقب هذه البطولة قبل كده يمكن فريق الترجي حصل على هذه البطولة مرتين نادي الأهلي يعني هو أفضل الأندية 8 مرات لهذه البطولة كل التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي يعني أكيد مباراة كبيرة كانت في الدور الأول للنادي الأهلي لكن خلينا أقولكم مباراة ربع النهائي بالنسبة لهذه البطولة هنبتديها طبعا يوم السابت والنهاردة هيكون مباراة الساعة 3 حاليا طبعا في مباراة شغالة لفرفيارو الموزنبيكي مع اتحاد الجزائر في يعني أعتقد مباراة صعبة أيضا ومهمة لفريق اتحاد الجزائر ممثل عربي في هذه المباراة أيضا إن شاء الله هيكون الأهلي والترجي الساعة سابعة وإن شاء الله بكرة هيكون مباراة سانداونز والوداد الرياض المغربي ثم مباراة أهل ترابلس والنجم الساحلي طبعا الملاحظة في مباراة الربع النهائي أن الدول العربية أو الفرق العربية موجودة بكسافة في هذا الدور إن شاء نتمنى أن النهائي موجود يكون عربي يكون طبعا نتمنى بأمر الله وده اللي احنا نتمنىه يكون الأهلي هو طرف من طرف الفرق في الدور النهائي أما نتكلم على مشوار الأهلي في هذه البطولة نبتدي في مشوار الدور الـ 32 الأهلي لاعب بيتفست وفاز الأهلي في القاهرة أو أستاذ بورج العرب أستاذ الجيش بورج العرب 1-0 وأيضا فاتعادل مع بيتفست 0-0 في الجنوب أفريقيا أما في دور المجموعات كان المباراة الأولى أمام زناكو وتعادل في استاذ الجيش بورج العرب 0-0 ثم فوز سمين ودخل النادي الأهلي مرة أخرى في هذه البطولة في شكل قوي في الكاميرون أمام القطن الكاميروني وفوز النادي الأهلي 2-0 ثم الوداد المغربي والأهلي لاعب الوداد المغريبي فوز في استاذ الجيش بورج العرب 2-0 ثم فوز على القطن الكاميروني 3-1 وأيضا مباراة كانت مهمة جدا هذه المباراة أيضا زناكو تعادل سفر في هذه المباراة زي ما أقول لكم وأعتقد أنه كان دور مهم جدا في الفترة السابقة للجهز الفني واللعبين لوصول لهذه المرحلة من الدور دور ربع النهائي وأمام فريق قوي فريق الترجع طبعا زي ما احنا عارفين الأهلي وصل كوصيف في مجموعته وأيضا الترجع على رأس مجموعته في هذه البطولة طبعا الترجع 12 نقطة في هذه المجموعة تعتقد أنه فريق قوي فريق فريقين ما شاء الله عندهم مجموعة من اللعبين وسواء بقى جهاز فني كمان على مستوى عالي كابتن حسام البدري في الأهلي كابتن فوز البنزارتي في الترجع التونسي أما مشوار الترجع في البطولة فكان عن طريق حورية الغيني تأهل الترجع في الأدوار الأولى فوز الترجع 3-1 في تونس ثم فوز هزيمة من حورية الغيني في غينية 2-1 لحورية وتأهل لدور المجموعات ولعب الترجع وأولى مبارياته أمام فيتاكلاب وفاست 3-1 ثم سان جورج بأسيوبيا وتعادل 0-0 ثم سان داونز وفوز للترجع في جنوب أفريقيا 2-1 والترجع يتعادل على أرضه 0-0 مع سان داون ثم تعادل أيضاً مع فيتاكلاب أكونغولي في الكونغو 2-2 وفوز كبير على سان جورج الأسيوبي 4-0 دي كانت آخر مباراته في هذه المجموعة وتأهل بها الترجع لدوري الربع النهائي بفوز المبارات بتاعته وأكيد يعني طبعاً هو على رأس المجموعة زي ما قلت حددكم بـ 12 نقطة ويمكن مباراة زي ما أقولك إحنا النهاردة بنتوقعها مباراة صعبة نهائي مبكر للفرقتين نهائي مبكر فيها عايزيه البطول عايزة أقول لحدكم حتى الآن طبعاً زي ما تشوفين على الشاشة أوتوبيس النادي الأهلي بيتجه الاستاذ الجيش ببورج العرب يعني أكيد أوتوبيس وانت بتتكلم عليه وحالة اللعبين والتركيز الخاصة باللعبين بتلاقيها دايماً كل واحد ليه تركيزه الخاص كل واحد بيتكلم يعني بيتفائل أنا كنت واحد من الناس لما كنت بشوف كتسالة حفيز قدامي أمير عبد الحميد ورايا بيبقى ليا كده إيه بقول النهاردة يعني في خمة حزني لما لواء واحد من الاتنين مش موجودين قدامي أو واحد سواء بقى أمير أو كابتن سيد عبد الحفيز ولكن كل واحد ليه طبيعة في التركيز وأثناء الأوتوبيس والتوجه التفكير دايماً ما بعد المباراة بقى وانا قاعد كده واللعبين وهم متاجهين على الملعب جمهوري اللي موجود لعشرين ألف متفارج ولا كان ستين ألف في الوقت ده ولا سبعين ألف إزاي هيمشي إلا هو مبسوط إزاي هنتعامل في المباراة إزاي أنا هلعب إزاي هتحرك إزاي إزاي حاجات كتير جداً في أزهان اللعبين أثناء التوجه للملعب أثناء التوجه لأرضية الملعب إزاي أنا بقى بخش بقى قوضة اللبس وابتدي أجهز نفسي إزاي أيضاً باخد تعليماتي المدرب وهتطبقها إن شاء الله وهتطبقها إزاي بالشكل الفني والخططي اللي ممكن كابت حسام البدري بيفكر فيه وأنا أطبقه إزاي عملي في الملعب حاجات كتير جداً والأوتوبيس متجه لأرضية الملعب اللعبين بيفكروا فيها أيضاً الجهاز الفني أكيد بيفكر أيضاً بشكل مختلف بقى شكل سيناريو المباراة كابتن حسام البدري كابتن أحمد أيوب كابتن سيد معوض إزاي بيفكروا فيه سيناريو المباراة إزاي أنا أتغلب على المواقف الصعبة في المباراة من خلال تاكتك من خلال تغيير في التاكتك من خلال تغيير خططي إزاي أنا أتعامل مع قوة الفريق المنافس من خلال قوة اللي موجودة من خلال لعبين مميزين زي طال خنيسي زي سعد الدين فقر الدين بن يوسف أيضاً يعتنين لعباً من أفضل اللعبين الموجودين في هذا الفريق يعني كل ده بيمر في أزهان الجهاز الفني أيضاً يعني برضو بالإضافة للعبين كل واحد ليه مهام معينة داخل الملعب سواء بقى بمرأبة لعيب سواء بمرأبة اللعبين داخل التامتاشر لو فيه كرة سابتة كرات عرضية كل ده بي إزاي أنا أتعامل معها كل ده بيمر زي ما بقول لكم وإحنا في الباص كده متاجهين للملعب بتبقى حاجات كتير جداً في أزهان اللعبين دي هي دي حالة التركيز هي دي اللي انت اللي بتفرق بقى مع اللعبين طبعاً على مدار الإزواء بيبقى فيه تدريبات وتدريبات شقة سواء بدنية أو فنية أو خططية كل ده بيبقى موجوده لكن الربع ساعة ولا تلت ساعة اللي قبل المباراة سواء بقى في غرفة الملابس أو الاتجاه من الباص من الأفند والإقامة للاستاذ المباراة بيبقى حالة تركيز هي دي اللي بتفرق مع اللعب لو تعامل معها صحة بشكل جيد الأمور بتعدي سالسة وسهلة على اللعبين يعني أكيد كلنا كنا مستمتعين جداً في الفترة فاتت بالنادي الأهلي مباراة طالعة الجيش كانت في الدوري لحد ما تعادوا لكن عندنا ثقة باللعبين عندنا ثقة أن هم يحققوا البطولة التسعة للنادي الأهلي يعني لازم نتكلم أن الأجهز فريق في القارة الأفريقية الآن هو فريق الأهلي وأيضاً فريق الترجي هو جاهز بشكل كبير هو خاض أربع مباراة في الدوري التونسي يعني فاز في كل المباراة اللي خاضها في بطولة الدوري التونسي ندي الترجي فريق قوي فريق مميز زي ما أقول لكم يمكن سنين من فترات اللي فاتت فريق الترجي بتاعت شوية عن البطولة الأفريقية ولكن عاد بقوة بمدربه المدير الفني فوزل بنزارتي واللعبين المميزين اللي أنا يمكن نهاردة أعتقد أن فيه حاجات كتير كتا حسامة بدلة هيقولها بالنسبة للعبتنا عشان حتة المرأب سواء بقى في الضربات السابتة أو الهجمات المرتدة اللي ممكن تحصل لفريق الترجي زي ما أقول لكم دي الطبيس الخاص طبعا بفريق النادي الأهلي ممتجه لأستاذ برج العرب ساد الجيش ببرج العرب كل ده إحنا بنتابع باستمرار من خلال وجودنا في قناة النادي الأهلي وتغطية الخاصة بقناة الأهلي لهذه المباراة ولكن طبعا كل التوفيق لفريق النادي الأهلي النهاردة تاريخ المواجهات ما بين الفرقيتين على مدار التاريخ يمكن 14 مواجهة ما بين الأهلي والترجي التونسي فوز 6 مواجهات للنادي الأهلي وتلاتة للترجي التونسي وتعادل 5 تعادلات ما بين الفرقيتين زي ما أقول لكم مباراة دايما بتبقى صعبة 14 هدف ما بين الفرقيتين بالنسبة للنادي الأهلي وتمن أهدف فقط لفريق الترجي التونسي أكبر فوز 3-0 للنادي الأهلي في نسخة 2015 وأكبر فوز للترجي التونسي على النادي الأهلي هو 1-0 موسم 2011 حسام عشور هو أفضل أو أبطر اللاعبين مشاركة في هذه المباراة 10 مباراة أما سامح الدرباري بـ 3 مباراة ثاني يعني دي أكبر العودة تاريخ الإحصائيات ما بين الفرقيتين كانت أولى المباراة ما بينهم كان 2019 وكانت دوكندرون ربع النهائي بكاس أفريقيا وتعادل في رادس ما بين الأهلي والترجي التونسي في الذهاب وأما في العودة فكان أيضا التعادل 0-0 بالترجي التونسي ده يمكن دي أول المباراة في ما بين الفرقيتين ولكن طبعا هتابع مع حضراتكم إحصائياتنا وكلامنا الفني عن المباراة المباراة مع نجومنا وديوفنا طبعا كابتن ربيع سين نجم مصر ونجم النادي الأهلي وأيضا كابتن وليد صلاح الدين نجم مصر ونجم النادي الأهلي وأيضا كابتن سمير كمونة كلام كتير عن فنيات وطبعا التكواليس اللي أمامنا على الشاشة سواقين المراسلين من أرضية الملعب ولكن خلينا نروح لفاصل وأرجع أكمل كرامي مع حضراتكم مع ديوفي الكرام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعلي 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 كوفي اللعبة عالية ما رمع بدماغه اللعبة طلعها في روح بمضحة رمضان ما تطلعش هي الكرامي اللاذا كنت ده 100 من الميل ومصطفى عبدو اللعبة للخطيب حلو من ورق بول وماشي الخطيب هو واحد بفاطل نفسه اعلي 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 أعلي الهدواء الخطيف والله كنتي بلعبها معاكم يا عبدالله ونط مائر همام لربيع يسين لطاهر ابو زيد لمختار برأس مختار وماشي مختار ياه لو ماشي للخطيف والخطيف برأس ورأس مازتين ويجب قول ياه قول 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 ياه قول 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 ق وبيلعبها بالعرض إنما بيطلع وتلاقي بتاني طاهر أبو زيد وبيخطها إيمن شاوي إيمن شاوي يجيب دول الثاني في ديئة أبل الأخيرة أول مرة الخطيب لأن أبل كالزا بولتن في مصطفى عبدو كان الكابت الأبل ما يعتزم كان هو اللي بيشد اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 خلينا نبتدي مع حدثك طبعا بطولات كتير حدثك خطاف فيها هذه البطولة ومباراة كتير أكيد وقت المباراة أو المباراة الصعبة الكبيرة زي مباراة التراجي النهاردة بيبقى التفكير اللعيب مختلف التجهيز نفس مختلف الأجهزة الفنية أيضا بتستعد بشكل مختلف عن أي مباراة أخرى كالترابية طبعا بتحتاج من الموديل الفني طبعا معاملة خاصة جدا وبتحتاج من اللعيبة جوهد خارج الاتنين مع بعض المكملين مع بعض المحمد الحمد لله نادي الأهلي بيسعى البطولة التسعة بفضل الله تعالى تمن بطولات مفيش حد جدار عنده الرقم ده لعن رغم صعوبة المباراة الفنية إنه نادي تراجي ولا مرة خد البطولة التراجي 2014-2011 طيب يعني احنا بفضل الله تعالى الحجم كبير 2014-2011 الحجم كبير الفني طبعا أنا أحترم فير التراجي فير عندها شخصية كبيرة جدا عندها جانب هجومي كلنا حفظينوا عندها جوانب دفاعية عندها فرديات عندها جماعية عندها مدرب كبير وعندها نتائج كويسة يعني هو الأول طبعا في الدولة التونسي كسب أربع ماتشات واخد البطولة العربية فلازم احتمالها من وجود نظره إن الماتش النهضة محمد فيه حاجات كتير فنية فيه حاجات كتير عند المديرين الفنيين وعند اللعيم فحجم التونسي النهاردة تحترم كويس قوي لعبت النهارة عشان تقسم المرة بإذن الله توفيه محتاجة حاجات كتيرة جدا جانب بدنية ومهالية وخططية وإيرادية نفسية وإيرادية دي مهمة جدا فالحجم لازم الكابتن حسام يحترم الفريق التونسي كويس هو لأن الثقافة التونسية في الشغل الفني كتير كرة تونسية متقدمة طبعا كبتن وخلي برده عشان كده بنقول دايماً كي صعوبة ما بين طبعا وعنده في نقطة برده تاني الحمد أن أنت عندك المنتخب التونسي كسر منتخب مصر هناك يعني أصوى أن كرة تونسية فحسن حالتها فنيا ومعظم من القوام الرئيسي والأساسي من منتخب التونسي في الترج زم الأهل الحمد لله هنا في المنتخب مصر فإن شاء الله مورا نتكلم فيها كتير بإذن الله تعالى أتمنى من كل قلبي ربنا أفع اللعبة يكونوا في حالته من النهاردة ووفى حساب البدن إن شاء الله يوفى جمهور اللي هو أيبان شار الرحمن رقم واحد بإذن الله تعالى ربنا سمى الجمهور رقم واحد إن شاء الله تعالى يوفى يوم جميل ويوم سهل ويوم نحتفل بي بعد المباراة بإذن الله قبل مراحة كبت وليد كابتن ربيعة لعبت ودام التراجي كابتن أه كان مباراة خطأ لا مش فايل لا مش فايل لا التراجي لا التراجي لا التراجي مش فاكل كانت تراجي كبير طبعا لازم تنسى طبعا كانت تغلية مباركة كانت توليد يعني برضو نفس الوضع كتوليد والسؤالي حدث المباراة دي بيبقى ليها اختلاف دايما في التجهيز اللعبين كابتن وليد وانت قاعد يمكن هاتك واحد من الناس اللي اخدوا 2001 وكنت موجود هنا في القاهرة وتعادل سلبي ثم التعادل الإيجابي هناك في مباراة التراجي بهدف كتساعة فيه التجهيز نفسه والتركيز والمهمات اللي تبقى موجودة بالنسبة للجهاز الفني واللعبين يبقى الوضع فيه حالة استنفار والحمد لله يعني شلنا الكاس في سنة 2001 وكان من أحلى البطولات اللي في تاريخ الواحد وطبعا بطولة عزيزة كمان لأن كنت كابتن الفريق فبتشيل واحدة من أهم الكقوس في النادي الآلي كانت مباراة صعبة أبصوا يا كابتن فاروق شمال أفريقيا خلينا نقول أن المواجهات بتكون أصعب بكتير من أفريقيا الصمر يعني دايما على طول التراج التونسي الرجاء المغربي النجم الساحلي الوداد فرق كتير قوي عربية بيبقى معمولها ألف حساب لأن هي عارفة تلعبك إزاي عندهم دايما تنظيم في خط الدفاع دايما حتى على مستوى المنتخبات المنتخب التونسي لما بيلعب المنتخب المصري بتبقى مسألة أصعب عليك بكتير لما بتلاعب فرق أفريقيا وإحنا شفنا إن إحنا وصلنا نهائي أمم أفريقيا مع الكاميرون وكنا قريبين جدا إن إحنا ناخد البطولة أنا بعتبر المبرادة هي نهائي مبكر مع كامل الاحترام للنجم الساحلي لأهل ترابلس سان داونز الوداد المغربي في روفيارو طبعا للمزنبيقي اتحاد العاصمة لكن في الآخر الأهلي والترجي هو دا نهائي البطولة لكن جاي بدري كنت أتمنى أننا أشوفه في نهائي البطولة لأن فرقتين دول فرقتين الأقوى لكن هم استضموا بعض نتمنى التوفيق للنادي الأهلي مباراة صعبة طبعا فاتفق مع الكابت الربيع طبعا عدد غير قليل من اللعيبة معيز بن شريفية خليل شمال فرجان ساسي طا ياسيني الخنيسي فخر دين بن يوسف كلها أسامي دولية وأسامي على قدر كبير جدا من الكفاءة فبالتالي إن شاء الله ربنا يوفق لعدة النادي الأهلي إن شاء الله ويحسنوا المباراة كيف أنت شاركت التراجي بس في السنة دي ولا كان في مباراة قبل والله ما فاكر إحنا برضو جلنا وقت كده على طول أفريقيا والبطولة العربية لكن تحديدا العدد مش فاكر أريد زي مرضو مش فاكر نجوم الكبار دي حدث كتواريك فلسامير مشاركاتكم الأفريقية والدولية بتخليك طبعا عدد كبير من المباراة لكن في دائما المباراة بتتتذكر أكيد بتتذكر مبارادي لأن طبعا كانت تعنق زوجاجة لنت توصل للمباراة نائية مام سنداونس وتكسب البطولة دي كان بقى أنا كتواريت بقى أنا فترة طويلة ما شاركناش بطولة ومتغالي دي أول بطولة في النسخة الجديدة بالزرعة ليه كان مش عارف مليون دولار مرحناها ما كانش فيها بقى كاسعة واخد بالك دي أول نسخة إن شاء الله النادي الأهل ياخدها في النسخة البطولة الجديدة اللي هي دور المجموعات من دور السبتاشر وكمان عايز أقول حاجة برضو لأستاذ المشاهدين الدور الجايب بالقرعة يعني في قرعة زي بطولة الدور أبطال أوروبا كل ده نظام جديد بالنسبة لبطولة أفريقيا طبعا أبتلت دور المجموعات من دور السبتاشر ثم دور الربع النهائي وإن شاء الله اللي هيبقى واصل الممر اللي هيبقى النادي الأهلي دور الجاي هيبقى أوروبا أعزو لكم برضو يمكن نحن عاملين مسابقة بالنسبة لصفحاتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام النادي الأهلي وصل كم مرة لكاس العالم ده برضو كاس العالم للأندية فبالتالي يعني جاوبونا وتفعلوا معنا طبعا على صفحة قناة الأهلي بوص كابتل سمير المتاجه من فندق الإقامة للملعب دعيما اللعيبة بتبقى تفكيرها مختلف الوضع الرؤية التلت ساعة اللي هي من الفندق للملعب أو التلت ساعة اللي هي من الملعب للتسخين أو من غرفة الملابس للتسخين دي أقصى جزء تركيزي بيحصل لللاعب في اليوم ده كنا بنفكر فيها كابتل سمير وأنت واحد من الناس كنت بتفكر إزاي وتتفاعل إزاي وتتفاعل إزاي مع المباراة قبل ما توصل للاستعمل بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً أوامة من التوفير نادي الأهلي طبعاً والجمهير إن شاء الله تبقى دفع قوية النهاردة حاجة جديدة هيبقى في عدد إن شاء الله أنا تمنى يبقى في توفير للعبين ويكونوا في حالتهم طبعاً زي يعني السوديو ما شاء الله كلهم يعني طبعاً سوديو جامد سوديو قوى سوديو دولي أكيد حسين بالشعور لقبل المباراة لعبة كورا وعارفين إحنا نتكلم برضو ممكن ناس في ناس مشوى أخدى بلا نحن نتكلم التركيز بيبقى قبل المطش بيوم برضو مش يعني ليلة المباراة صوري الصبح أو قبل المطش بساعة أو ساعتين لا بيبقى أسبوع كامل تركيز زي كانت بس فيه وقت معين اللي هو البيك نفسه اللي هو حالة التركيز اللي هو إيه أو يوم المباراة الصبح يعني كلنا بنصحى بدري بيبقى فيه فطار وتجمع وعمل محاضرة كل ده بيبقى تركيز بيبقى لود عليك جامد قوي خصوصا في المطشات التقيلة مطشات زي الترجي فرقتين تقال فرقتين ليهم بتقولهم في أفريقيا فوانت رايح كده بتحمل مسؤولية عامل حساب الجماهير بتتمنى أنت تعمل مباراة كويسة جدا فكل دي العوامل دي بتقدي للتركيز والتركيز بيخليك أن انت تكسب فأنا عايزة وصل برضو رسالة أن اللعيبة الجماهير اللي تكون موجودة اللعيب بيبقى داخل على المباراة عنده شحنة قوية جدا بالإضافة لما بيجي من الإحماء الخمسة وعشرين دي قبل المباراة بالشحنة بتزيد فالثقة هنا بقى والتركيز طبعا بيديك دفع أن انت بتبقى في المباراة بمركز بتقدر أن انت تعمل مباراة هتساميل كان لك مكان معين في الأوتوبيس لو غيرتت هتحس أن انت مش مش هتلعب كل واحد كلمة كان في الأوتوبيس هتحبت هنا هتساميل هتحبت قدام ولا ورا لا كنت في نص الأوتوبيس على طول وقدامك مين كان قدامي هتحبت جانب كابتن إبراهيم تقريبا كابتن إبراهيم حسن وكابتن حسان فده يعني عاداته تقريب ده يعني لحبا دي حقيقي أنا بقولك أنا كنت شوف سيد عافز مش قدامي أو غاية مثلا إصابة وإنزول ده يعني لا كل واحد يعرف مكان في الأوتوبيس وبيتفائل وعادة دي كلها دك الوراء دين حجوزة يوم الوراء بيبقى تركيز على أعلى مستوى فإن شاء الله النهارد يبقى تركيزهم على أد طبعا طموحهم وإن شاء الله المكسب بإذن الله بيبقى يوم صعب بالزات النهارد انت بتلاقي فرقة قيلة جدا فإن شاء الله أنا تمنى التوفيق لهم ويكونوا على أد المسؤولية إن شاء الله كابتن ربيا قبل ما روح كان مين قدامك من وراك؟ طبعا احنا ملحقناش بقى انا ملحقتك كفترين ممكن يكون لديك انا اعزين فرضو الجمهور يعرف كفترين بتفاعل مثلا كنت تفاعل كفترين بمكان معين لا هو كنتان عليها مكان تاني او تالت واحد تالت كرسي كنت دائما احب ونرايح لموتش اللي عاد جام بي كتبه يعني احب نرى قرآن ويسمع كده احب يعيش في الجو كل واحد بيبقى ليه اه اطبعا غير شلة التقطيع اللي ورا احنا مين بقى الكنبة اللي ورا حاجة انا اللي حببني في الكنبة اللي ورا دي لما طلعت طبعا كنت طالب معاهم صغير طبعا نجوم كبيرة الله يرحموا كابتن ثابت البطل وكابتن اكرامي وكابتن شبير وكابتن ربيع اسين واللي ورا بقى كان كابتن علاء ميهوب على طول كابتن ضية كابتن طاربوزيد هي شل التقطيع كده فبالتالي كنت على طول كنت ممكن هم مراحينة كابتن يحضوا يتحكوا يهراجوا اه يعني نفس بص لا مش هراجوا بص كل تيم لي فاروق فيه تقوس تقوس معينة يعني مثلا في الجيل اللي هو الجديد كان بركات يعني على طول عامل حالة لكن ملاهاش علاقة بوقع الجمعة ووقع الجمعة لازم يبقى متانشن ومركز وبركات محدش يجي جنبه وقى الجمعة وبركات لو ما هزرش او ما تكلمش مع اللي جنبه يقلق او يدخل عالمبرام تانش انا كنت كده كنت انا اقعد اتكلم مثلا في الجيل بتاعنا كان هدي خاشبة اللي ورا وكان كابتن رضا عبدالعال وكان يعني مجموعة من الناس اللي تحب تتكلم في اجواء المباراة وكل حاجة وما تبقاش مجدودة احنا كنا نحب التركيز جدا جلنا مكان ممنوع ان كنا مره في فروخيا وراحين بلوتوبيس وكان محمد عباس موجود فضحك ضحك جمدة جدا في لوتوبيس وحنا رحين المباراة كل اللي عادين في لوتوبيس بصولوا فضع لك فجلنا كنا زي ما قال الوليد بتختلف لعجيات بتختلف اكتب كنت مدير فاني اللعيبة كنت بتختلف يعني في الجيل الجديد ده لا انا نزلت بقى وعرفت الجيل الجديد ده عاوزي ودخلت له من سكة عاوزي يعني لو كنت صممت على اجيال قديمة وتصرف لا جيل ده بي هختلف انا بخدت واحد عنده خماشر سنة ستاشر سبحتاشر تمنتاشر لحد ما اخد كاسة فروخيا فبقيت معاه في كل حاجة اعرف انت هرج معاه وقاب في العين القوضة وقال له اتحك وانت بقى ينام كنت ماشي معاه واحدة واحدة عشان اقدر احاها الهدف لان اعاوزي انما العافية العين والعقل اهمين جدا عند المدير الفاني والخبرات طبعا صحيح يا كتف اعلى وصول الفرقتين للدور الربع النهائي يمكن ترجي وصل كاول مجموعة و 12 نقطة وكان وراء طبعا فريق سانداونس فريق قوي ايضا فريق سانداونس كان في هذه المجموعة نادي الاهلي وصل كتاني هذه المجموعة برصيد 11 نقطة الوداد كان هو في المركز الاول في هذه المجموعة انهاء المبكر ده دائما احنا كنادي اهلي او المباراة في القاهرة مع فريق التراجي بالذات او الفرقة التونسية بالذات النتيجة بتبقى بنقول او بتبان في السابق لمصلحتة فريق التونسي ولكن نادي الاهلي في الاخر لما بيروحناك بيتأهل على حساب الفرقة التونسية شفنا ده امام التراجي في 2001 شفنا ده امام صفاقاسي وطبع المباراة ابو تريكا الشهيرة والهدف في اللحظات الاخيرة هل ده ممكن نهاردة بالنسبة لفريق التونس او فريق التراجي يخلوا بالهم الجزئي ده كابتة ان هم مش عايزين او هم جايين عشان يكسبوا عشان ما نعملش نفس الاسلوب معهم في تونس ان شاء الله او بص كل فريق عاوز يكسب طبعا عشان يحقق الاهلي النهاردة في السده كبيره في السد جمهوره لكن لو شفنا الماضي اتلاقي ان الاهلي بياخد راح تقوى في تونس والضغوط تبقى عليها جدا resto الضغوط يطبيع علي فريق التونسي والعكس الفريق التونس بيجي هنا الضغوط عليها مكثن هذه فيالرها مجهورها موitud حالة اللعيب محمد مهمة جدا حالة اللعيب وحالة المدرب مهمة جدا اثنين حالتين لازم ووابع отнош يقوم ب Rudi فيان وحجم العالية significantly الجاري هيبقى جديد فيان ماiness ليس بالتعرض أنا من وجهة نظري أن الأهل لما يسافر تونس الضغوط يتقلق ويبدع ويقدم عروض ولو تبصر الماضي كتير تعديلنا واحد هنا واحد وروح لك سيبنا تنسيب سيب 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 تعديلنا واحد واحد فالحجمه برضو الفريد تونسي الفريد تونسي بيعرفوا يلعبوا داخل الأرض وخارج الأرض لذلك الثقافة الفنية اللي تماز بها التوانسة كبيرة وموجودة ولازم النهاردة لحطها في الاعتبار يا محمد هو متعاود على جمهور جمهور تونسي كتير جدا عندك زي ما عندك حسام البادل عندك فوز البنزلتي مدرب كبير جدا عندك أفراد 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 عندك فرديات عندك جامعيات اللي أصدوا أن أنا من وجهة نظر إن شاء الرحمن الحالة كويسة بداية التواني مع أننا مش موفقة في النتيجة إنها موفقة في الأداء ضيعناك بالفرصة في ده تلت ضربات جزاء لو فيه توفيق ينتحسبوا الحالة الفنية بداية مش وعش عندنا فرديات إن شاء الرحمن عندنا الخماسي متاع قصة الملعب وهو ده حل حل النهاردة بفوز النادي الأهلي لازم الخماسي اللي بنحتمد عليه في التحركات واخد بالك وفي الترابط وفي انهاء الهجمة حاجات كتيرة جدا بيبقى يوم المباراة زي ما قلت الجمهور النهاردة يبقى عامل مهم جدا اللعيمة محمد عامل مهم جدا في الشغل الفني استغلال الفرص أنصاف الفرص النهاردة مهمة جدا دي بتدي ثقة وتدي لك ثقة وتخلي اللي قدامك يتلعب لكن نحن نجل نفكر كويس قوي لفريق تونسي ونعرف أنا من وجهة نظري أن بنزلت النهاردة مع فريق التراجي هيعتمد على شغل هجوم النهاردة فكرة هجوم أنا من وجهة نظري لأنه أخلي بالك في الدورة العربية شفناه وسجل وخد بطولة فريق يبقى وقال لك أنا جاي عشان أكسب صحيح وكتب مفتوحة كتن أهلي أستاذا حدثك بس أروح سريعا لأزمان أميري شام من أستاذ لسه مش موجود معنا طيب طيب خلص أنا أسف كابتن استكمالنا كلام حدثك توزي بنزلت وحسن بدري كانت حسن بدري لتنين كتابين مفتوحين لبعض زي ما أقال لك النهاردة أقول لك التراجي دولة تصريحه بخبراته الكبيرة بشغله وأخذ بالك بنزلت لازم تفكره كويس قوي الكرة التونسية حتى عندهم عندهم مساحة هجومية كبيرة جدا خلال أحداث المبراءة الدفاعتي بقل ولو تلاحظ لو لعبنا على حتة دي كويس قوي هتلاقي التراجي سهل يدخل فيه واخد بالك هداف وسهل توصله فضل أستاذنا كابتن معلش زمان أميري شام أكيد من أستاذ الجيش برج العرب وموجود في الملعب تفاصيل الدنيا يا أمير وأكيد الجمهور موجود بشكل كبير شكل جميل ده اللي احنا كنا بنستنعه وقل لي يعني قل لي لو انت التشكيل معاك كمان يا ليه تبلغنا به فضل أمير تحياتي ليك أحسن فاروق تحياتي للديو فاك طبعا كله مشاهديهم كبير قراءة الأهلي بكل مكان خليني تريعا في البداية أقول لك تحياتي الأهلي لسه حالا تحياتنا بالوقت محراص المرمى شيف بكرامي أمام رباعي فاصل دفاع علي معلول سعد ثمير رامي ربيعة أحمد فسي نص الملعب خسام عشور عمر الثلية أمامه عبدالله تعيد دونيور أجياء وحمد أسيخ ومهاجب الوحيد للديو الاهلي وليد أذار تحياتي للعيد شيف بكرامي تحياتي المرمى علي معلول محراص الدفاع سعد ثمير رامي ربيعة أحمد فسي نص الملعب خسام عشور عمر الثلية عبدالله تعيد جونير أجياء أحمد السيد ووليد أذار تمام دا تشكيل النادي الأهلي الرسمي المبرار خلينا أقول لك دكتة بجدلاء برضو طريعة بعد إذنة كمين متفاضل محمد أشتنداوي صالح جمعة أيوة محمد تجيب مؤمن ذكرية حشاب محمد وليد سليمان وعماد متعب دكتة بجدلاء الصبصة بالنادي الأهلي لكن خلينا تريعا أتكلم عن الأجواء هناك ملعب المبراية كفتة فاروق خلينا أقول لك صبور النادي الأهلي متواكد في البدر نهاردة بيقوله بعض طبعا الانتخاب الحمدسية للعاية النادي الأهلي لعاية النادي الأهلي حتى الآن لسه مقرب خلها المنابس ضطائف وحينزله طبعا عمليات الأحباء قبل هذه المبرار خلينا أقول لك أيضاً من التواليد وأؤتوبيت الأهلي هو داخل ملعب المبركة من صواجد صبور التراكي خلينا أقول لك صبور التراكي النهاردة حيث في أعداد كثيرة بالتسبالهم يعني حوالي ألف متسرك أو ألف مشكع من صبور التراكي من صنعوا يقولوا بعض الهدفات الأسماع دخول أعطوبيت في أعداد الأهلي لكن خلينا أقول لك الهدفات في الأعداد في أعداد الأهلي تدسها بشكل حميتي بالتسبالهم إن هم إن شاء الله يقدروا يرطوا على هذا الضبور كل الأرضية البلعة إن شاء الله إن هم يحاولون نتيجة إجابية لمن المبرارات النهاردة لا لكن بشكل عام كل الأجواء ماشية بشكل جيد جداً وإن شاء الله نسمع لنا كل التوفيق إن نتيجة الأهلي كل المبرارات النهاردة نتيجة متأسة ونتيجة مريحة قبل مباراة العودة ماشاء الله أمير يعني طبعاً جمهورنا أكيد متواجد بشكل كبير وحقهم حق جمهور الترجمة متواجد ويشجع فريقه ولكن طبعاً إحنا يعني أكيد من خلال لعبتنا اللي عندها قدر كبير من المسئولية وفهم يعني إيه النادي بأهلي وإن المباراة هنا في مصر يعني تحقيق النتيجة الإيجابية والتي ترياحك هناك هتفق كتير جداً جداً مع نفسياتهم وطبعاً مع نفسية جمهورنا بأمرنا بشكرك أمير معك باستمرار كل كبير وصغير يا ريت أمير نحن متواجدين معك تقولها لنا بأمرنا يمكن ده تشكيل فريق النادي الأهلي يعني كنا بنتكلم كابتن ولكن طبعاً التشكيل مهم إن احنا نعلق عليه سريعاً كابتن وليد يعني تشكيل كابتن وليد يعني تشكيل كابتن وليد بدل متواجد لو كان فيه مفضلة ما بين واحدة لاتنين ولكن هو التشكيل متوقع احنا كل الناس اللي كلمت في التشكيل خبرة ومحللين وقناة فضائية كله مخرجش عن نفس التشكيل قلنا إن ممكن يبقى فيه ورقة أو ورقتين كان فيه مفضلة ما بين وليد سليمان وأحمد الشيخ حسمها أحمد الشيخ لصالحه لكن الاتنين لعبة كويسة الاتنين ما بيخلوش بالطريقة اربعة اتنين تلاتة واحد الاتنين عندهم طبعاً خبرته أعلى وليد هدف قدام الترجي وليد طبعاً دايماً حاضر في المبارات الكبيرة لكن كابتن حسام البدري اختار أحمد الشيخ بدي له ثقة عايزه يبقى سليمان لي يا كابتن بص أنا متأكد كأولت ووجة نظر الخبرات وليدي ممكن كان هدف الترجي اش معنى أعيان أحمد الشيخ برضو لسه رسه راجع كان موجود في الدولة ممتازة لكن لسه لحد ما فيه من ووجة نظري سببين ثلاثة السبب الأول أنه هو عايز يدي لأحمد الشيخ ثقة أنه أنت اللي هتبقى نمري واحد في المكان ده فشدي حيلك كابتن لعبه أول مباراة في الدوري في الجيش راجل جاب جون وكان عنده حسن ظن كابتن حسام البدري فكابتن بيدي له على المبارات التانية الأقوى ده سبب السبب التاني أنه وليد سليمان كان جاي من إصابة أو من كادمة كبير شديدة جداً لدرجة أنها طلعته بين شوطاي مباراة الأهلي والجيش فده سبب مهم جداً السبب التالت أنه هو عايز يدخل أحمد الشيخ شوية بشوية يعني برضو أحمد الشيخ اتلام على الجهاز الفني قبل كده في السنة اللي جي فيه أحمد الشيخ أن الجهاز الفني مداش لأحمد الشيخ وأحمد الشيخ قعد سنة كاملة ما بياخدش غير ده طبعاً هدف وليد الرائع الرائع في معز بن شريفية وكان واخدها من فوق وليد الهشري ويعني كان واحد من نجوم المباراة طبعاً كمان الهدف ده ريح أول عبت النادي الآلي وخلى كابتن حسامي يبتدي ينزل أبو تريكا وينزل بركات ويغير في تاكتك المباراة عامل وان تو مع جده حلو قوي شالها من فوق وليد كمان وعملنا بشكل كويس قوي وثقة كبيرة وليد واحد من الناس اللي بيعتمد عليهم النادي الآلي لكن ممكن يبقى ليه دور الشوت التاني كمان أتمنى من أحمد الشيخ أنه هو يبقى عارف بقى الجزئية دي أنا بلعب مكان واحد مش عادي في مركز مش عادي فبالتالي أنا كمان لازم أحط بصمة يعني لازم أحاول أهدف لازم كمان أحمد الشيخ بيلعب الدربات السابتة بشكل كويس قوي كمان لازم يعمل جبهة هو وأحمد فتحي وليد بيعمل حاجة كويس قوي أنه بيرجع مع أحمد فتحي لغاية خطة 18 خد بالك هم عندهم كمان الجبهة دي جبهة صعبة جدا إذا كان خليل شمام أو فخر الدين بن يوسف لو لعب أو فرجاني ساسي لو مال في الحتة دي فكل ده محتاج الهاف الديفندر والهاف اللي بيلعب حر لازم يرجع مع البجة بكبير طبعا فلازم أحمد الشيخ النهاردة نشوفه مع أحمد فتحي في خطة 18 أحمد فتحي لما يدخل لجوه ودي المشكلة اللي كانت بتواجهنا في مباراة مصر وتونس إن كان علي معلول هو الباكليفت وكان قدامه يوسف لمساكني واحد من أحسن اللعيبة اللي في المنتخب التونسي لكن ما كانش محمد صلاح بيرجع مع أحمد فتحي عشان كده احنا قلنا إن فيه توقتات وفيه مباراة معينة مفيش مشكلة إنه دخل محمد صلاح لجوه ولعب لعيب بيرجع لغاية آخر الملعب اللي عيد ده مين وليد سليمان وقلنا إن وليد المفروض يكون موجود في المنتخب مصر ومؤمن المفروض يكون موجود في المنتخب مصر عشان الحتت دي فالنهاردة أحمد الشيخ ثقة كبيرة جدا من الكابتن حسام البدري ثقة يعني بتخليه أحمد الشيخ يبقى واصق جدا في نفسه ويبقى واصق إنه هو نمرى واحد في المكان ده الورقة التانية اللي هي وليد أزارو يعني توقعنا إنه ممكن يكون أجيه هو اللي رأس حربة ومؤمن زكريا هو اللي عطار في الشمال فالكابتن حسام احتفظ بالورقتين إنه هم يكونوا معاه الشوت التاني سواء وليد سليمان أو مؤمن زكريا مع طبعا الوافد الجديد يشام محمد ومع اللي إحنا كلنا متأكدين إنه هيكون ليه دور صالح جمعة في الشوت التاني يعني عندك أربع خمس أوراق برا هتختار منهم ثلاثة اتنين من الثلاثة أنا بأكدلك وليد سليمان ومؤمن زكريا لإن دايما الكابتن عودنا إن الأطراف بأي شكل من الأشكال لازم هتتغير حتى كابتن لو النتيجة بنتكلم إنها مردية كات حسام هشغل شغل الهجومي بالنسبة وليد ومؤمن بص عشان نساهل على السادة للمشاهدين أي طرفين في النادي الأهلي مع الكابتن حسام البدري كابتن حسام بيخليهم يعملوا مجهود مضاعف المفروض إن أحمد الشيخ ينزل مع أحمد فتحي وجونيور أجايي ينزل مع علي معلول لغاية آخر الملعب فلو ادت الاتنين دول حوالي ساعة أو ساعة وربع دخلت في سبعين دية رايح جاي رايح جاي بطول الملعب طبعا بدنيا غالبا الكابتن حسام معودنا إن الطرفين دول هم اللي بيطيروا أول اتنين ينزل مين بدلهم بقى ممكن كذا بقى مليون حل يعني وليد أزارو مثلا لو مش موفق يروح مدخل جونيور أجايير أصحاربة ومنزل مؤمن زكريا أحمد الشيخ لو مش موفق يروح منزل وليد سليمان على حساب أحمد الشيخ على طول طيب لو أنت زي ما أنت بتقول النتيجة إيجابية والنادي القالي ماشي كويس وكذبانين واحد أو اتنين مفيش مانع إن أنا روح مخرج أحمد الشيخ ومنزل صالح جمعة والعب بتلاتة في نص الملعب وقفل بزيادة يعني عندنا من الأوراق اللي يقدر الكابتل حسام يتحكم في تاكتك المبارزة تمام كابتل حسام ما غيرش طالقة اللعبة هي واحدة بيلاعب فريق على الورق بيلاعب أربعة تلاتة تلاتة عنده قوة هجومية عنده مجموعة من لعبين في وسط الملعب مميزين يعني أعتقد كابتل حسام قاري بشكل كبير فريق التراجل التونسي عشان كده لما جيه اختار تشكيل اعتمد على لعبين ممكن هما اللي بيعتمد عليهم ولكن فيه أكيد موصفات معينة أو تعليمات معينة هتبقى موجودة ممكن لها اختار هذا التشكيل كابتل حسام البدري بيديها لللعبين ما فيش شك طبعا التشكيل بالنسبة لكابتل حسام البدري النهاردة يعني ما تغيرش كتير يمكن زي ما احنا اتكلمنا يمكن وليد خرج ودخل مكان وحمد الشيخ لانه كان امبارات الجيش كان متقلق واحرز هدف فالكابتل بيدي له فرصة وعايز يشوفه تاني وبيعتمد على التجانس والطريقة واللي بيطبق هو اللي بيبقى موجود بصفة ومستمرة فعشان كده كابتل حسام في المنشطات القوية أو المنشطات الحسامة مع الفرقة التقيلة بيعتمد على التشكيل الأساسية اللي ما بيغيرهاش فالنهاردة التشكيل بنسبة 95% هو هو اللي بيلعب فأنا شايف ان الجهاز الفني بيقراض كابتل حسام البدري بيعتمد على الخبرات في المنشطات التقيلة على وليد سليمان وعلى عبدالله السعيد وعلى مؤمن زكريا وعلى أجاي وعلى سولية وعشور كل دول موجودين في كل المنشطات القوية أو الحاسمة فالنهاردة مبارات قيلة فتحس ان كابتل حسام حاطت كل اللعيبة الخبرات أحمد فاتح وراء حسام عشور في وسط الملعب عبدالله السعيد قدام أجاي متواجد على طول فالطريقة ما تغيرتش اللعيبة ما تغيرتش باستثناء لما قلنا الشيخ دخل مكان وليد سليمان زي ما شفنا مبارات الجيش كان واخد كادمة وابتدى يحط الأجهز أو السليم أكتر فأنا شايف الهيكل الأساسي ما تغيرش الطريقة هي هي فالنهارده كابتل حسام أنا شايف أنه يبقى فيه تحفظ شوية تحفظ من نواحة الهجومية لأن الفرت التراجي بتعتمد على قوة لعبة وسط الملعب عندهم لعبة كويسة جدا ولعبة دولية زي طبعا فاخر الدين بين يوسف وأناس البادري كل دي لعبة كويسة جدا النهارده شايف أن الكابتل حسام زي ما قلت لك من شوية يبقى متحفظ شوية لأنه مش عايز يخسر كل حاجة لا لقد ضلات غلب أو يتعادل هو ممكن يبقى متحفظ يشوف فرقة التراجي بتلعب إزاي عندهم قوة الضعف والقوة يقدر يستغلها ويقدر يدرسها أول خمسة واربعين دي كل دي أمور هتبان مع فرقة قيلة زي فرقة التراجي أنهما عندهم لعبة دولية فاروق عندهم لعبة دولية ممكن تفجأك في أي لحظة بيهجموا بشراسة النواحي الهجومية بالنسبة لهم قوية جدا عندهم القراطة العرضية مميزين بيها نخلي بالنهاردة من النواحي الدفاعية سعد سمير ورامي ومعلول وفتحي مع شريف يكرامي يبقى فيه ربط ما بينهم منت ومن يبقى قوى جدا أنهم متعودين على طول أن شمال أفريقيا على مستوى المنتخبات ومستوى الأندية أنهم بيعملوا قورة عرضية على أعلى مستوى فالنهاردة يبقى يتكير شوية بالإضافة طبعا أن واحي الهجومية بالنسبة لهم عندهم شراسة هجومية وعندهم قوة عرضية كويسة جدا هم عندهم مشكلة في خط الظهر أن هم ما بيغطوش على بعض كويس يعني في أي لحظة لو عبدالله السعيد فيه انتلقات من العمك مع جيه ووليد أزار والشيخ جاي من تحت فهتحس أن فيه خطورة على مرمى الرجاء طبعا والحارس بتاعهم طبعا معز بن شرفية يعني إمكانياته محدودة شوية بخصوصا أن هو قصير ما بيعرفش يتعامل مع الكرات العرضية بشكل جيد فدي نستغلها عن طريق معلول وأحمد فتحي لما نتطرف كويس ونعمل ربط ما بين معلول وأجيه ونحاة تانية ما بين فتحي والشيخ هنستفيد استفادة قوية جدا من الإطراف وليد أزار بيلعب دماء كويس فدي عندهم ممكن تكون تساب لهم مشكلة داخل الثمانتاشر كابتال ربيع كابتالنا كبير طبعا وإحنا بنتكلم ودائما متحدة كنت تقول أنا عارف كابتال حسين البدري لحد المير بيفكر حد كبير بيفكر إزاي النهاردة هو كالعادة ما بيغيرش ما بيحاولش خاطر طبعا بأي شيء يعني كان دائما نحنا بنتكلم في اليومين الفاتو على تغييدة أحمد الشيخ ووليد سليمان مطلوب بقى يعني كالتواليد كان بيكلم مجهود كبير من أحمد الشيخ مطلوب بقى من مثلا عمر الصلي ناحية شمال علي معلول لو هيكون ناحية أحمد الشيخ مطلوب منهم يساعدوا زي أحمد الشيخ نظف هذه المباراة طبعا ورائحاتك في التشكيل التشكيل ما خرجش زيما قلنا يعني كان وجهات نظر بأن كان فيه ناس تقول يعني وجهة نظر فنية أن أذارو يبقى موجود بره وممكن أجاه يجيد لأن أنت النهاردة بإذن الله توفيه وعاوز أي فرصة تجيلك تسجيلها الفترة الأخيرة أظهره برضو بضيح كتير جدا كان بيوصل وده كلها وجهات نظر ووليد سليمان يبقى موجود لأن وليد يملك الخبرات ويملك الترابط ويملك الانسجام والتفاهم ويروح على الجول كتير جدا ممكن أحمد الشيخ لسه يراجع من فترة كبيرة جدا دي وجهات نظر لكن هو طبعا أحسن واحد يولي الكلام كابتن حسين بدلة والأدرة والأفضل هو الأحسن هو اللي شايف قدامه وبينها وفاهم إن شاء الله يتعالى ويبقى تبقى كل أمور عموما النادي الأهلي في حدث كبير جدا من وفرة في وفرة من القدرات اللي ممكن إن شاء الله تبقى محتار فالوفرة دي إن شاء الله في صالح الفوز وفي صالح الإيجابيات النهاردة إحنا مؤتدون محمد إيجابيات كتيرة إنت بتكلم على معلول معلول له دور كبير جدا النهاردة في المسندة معلول والشيخ الشيخ معلول دي جابها اتنين ضد اتنين عشان تقفل الملعب دفعين الاتنين الباك ووسط الملعب وفي نفس الوقت يبقى في دور هجومي عند الشيخ وعند معلول معلول له دور في الكورسات النهاردة جاء العرضيات يا محمد مهمة جدا للقلب وحارس المربع مهمة جدا وإحنا شوفنا السلبيات دي كانت عندهم في البطولة العربية والسلبيات دي من الأجناب الأجناب دي مهمة جدا ودورها النهاردة يمكن في العوم قتلاقي زحمة وسط الملعب كلوبالي واللي جابه كلوبالي والخماس والشمام والشعلاني يعني المجموعة وفرجاني الخماس دي الخماس دي يا محمد مهمة جدا نابد عنه لكن على فترات فأنت عندك الجامب الثاني فتحي وأحمد فتحي وهيبقى أجاية هي السلائيات المتشاط الكبيرة انتها سلائيات اتنين ضد مكملين لبعض فمعلوم له دور هجومي ودفاع الشيخ دور هجومي ودفاعي الاتنين الشيخ مثلا عنده ميزات كتيرة جدا انه بيسجل من السوابت انه بيروح انه بيعمل ترابط مع الرباع عشان يروح على الجول عنده تماركوس كواس في الثمنتاشر الجامب الثاني طبعا فتحي وأجاية مهم جدا أو العكس يعني أدوار الأغتراف في النهاردة مهمة جدا دور السلية مهمة جدا زي ما انت قلت طبعا حسان بيعتمد على عشور في المسلس السلاسي ده واقف طول الماتش عنده وظيفة واحدة خلال أحداثهم برة عشور ورامي وسعد ده مسلس دفاع دول الوقت خبالك وبينضم اليوم الباك العكس اللي ما عندوش الكريبة الرباع دول وقفين في هسناء الهجمة الأهلي بيهجن بالسابعة محمد يروح بستة ووقف اربعة عشان المرتدات السريعة فده دول مهم جدا لكن الأسماء اللي بتقولتها دي بيعتمد عليها حسام وفي نفس الوقت حلولك الفردية اللي بتخلص بها في خماسي النهار ده يكونوا فائقين النهار ده يكون عندهم تحرر النهار ده يكونوا عندهم ترابط كويسة والنهار ده يكونوا عندهم حالة فنية عالية جدا يروح بوها في التلت الأخير انت عندك ميزة انك بتوصل كتير وصلانة كتير ده بتجيلك فرصة بتخلص بها على طول من الخماسي يا محمد فده ميزة النادي الأهل إذا كان الأهل ربنا وفاهه وخد دوري وخد كاس ووصل أفريقيا وياخد أفريقيا إن شاء الله ان عنده في التلت الأخيرة بالأنصام فرصة بسجل هذا فالنهار ده يسجلوا يبدعوا يتألقوا إن شاء الله يعني انا من الكلام معلول يبقى المرجح يبقى جونر أجياء كابتن هو اللي يبقى موجود يعني أهل يعني أحسن تغييرهم وبيحصل كتير جدا عملية التغيير وكابتن حسام البدري بغير كابتن احنا بلعب فريق قوي فريق كابتن فانوزر بنزارتي هو المدير الفني لهذا فريق مدرب مخضرم يعني معروف على المستوى الأفريقي ومستوى العربي بشكل كبير عنده مجموعة لعبة من موازة جدا إزاي أنت تتواجه هذا الفريق اللي أعتقد أنه ما نجي نبص في الفترة أخيرة هو رجع لمستوى الطبيعي لهذا الفريق شفناه في البطولة العربية يمكن قال لك أنا مش هتمرع على الساد برج العرب كابتن وليد لأن أنا حافظه لأنني كنت موجود في البطولة العربية عنده يعني فهمين هما بيعملوا إيه تتعامل معي النهاردة إزاي خصويا بكمل اللاعبين المميزين اللي عندهم بص أتعامل معاه بهدوء طبعا عايزين نقول أن حالة اللاعبين يوم المباراة بتفرق بنسبة كبيرة جدا احنا اتفقنا خلاص على الكلام ده الفرقتين كبار الفرقتين عندهم حاجة اسمها الصبر على الهجمة الترجي عنده صبر كبير جدا على الهجمة بيعمل استحواز زي النادي الأهلي بيحضر كواس قوي بيقفوا كواس قوي في الناحية الدفاعية التمركز بتاعهم رائع عندهم الدربات السابتة ولا أروع عندهم عدد من الأطوال يعني بصوا طه ياسين الخنيسي ده طبعا رأس حربة بتاع منتخب تونس طويل فخر الدين بن يوسف واحد من أطول اللعيبة اللي موجودة في الملعب فرجاني ساسي طويل جدا كوليبالي نفس الوضع شمس الدين الزوادي نفس الوضع علي المشاني طبعا هو جات له إصابة ممكن ما يكونش موجود والطلباني هو اللي يكون موجود لكن يعني عنده ستة سبع لعيبة في الضربات السابتة مؤثرين فانا النهاردة لازم أخذ بالي كويس جدا من الضربات السابتة اللي عليها مهم جدا إن النادي الأهلي بقدر الإمكان ما يدخلش فيه جون دي نقطة برضو من الحاجات المهمة جدا أحمد فاتفي ياخذ باله كويس قوي من أنيس البدري أنيس البدري ده واحد من أحسن اللعيبة الموهوبة في تونس ولعيب بيقف على الكورة كويس وبيرقص وبياخد فاولات وممكن يدبس الباك بتاعه في إنذارات فبالتالي أحمد فاتحي مش عايزين برضو ايه تهور يعني ياخد باله قوي من رقم تمانية أنيس البدري لأنه هيميل عليه ولعيب كويس ولعيب حريف وبيروح للكورة يعني عامل زي كان رمضان كده بيحب يوقف على الكورة وبيعمل الغير متوقع فبالتالي فرقة كبيرة زي ما أنت بتقول لكن في الآخر إحنا أقوى إحنا أقوى بكل الوجوه بص بصوا وقفين إزاي بص بصوا الدربات السابتة بيقول على طول ده خليل شمام ده كابتن الفريق وطبعا واحد من النجوم طبعا المخضرمة مش البدري البدري فرحان إنما اللي حطاه خليل شمام الباكليف واحد برضو من اللعيبة اللي بتزيد على طول بشكل كبير زي برضو لنباركي هاب لنباركي برضو الباكريت بيزيد وده أمس جاب عندهم كبير بص أوف أوف معلش لو رجعنا كده أوريك بص كم واحد بس أوفين بص كم ست لعيبة جوة 18 كلهم أطوال كلهم طي يا سين الخنيسي وكرجان الساسي وفخر الدين تعتمد على الجزئية دي وزي ما إحنا عندنا علي معلول هم عندهم خليل شمال برضو باكليفت اللي بيروح لكل الحاجات اللي من اليمين وبيحطها على طول عاملة سويرف كده تروح داتها ياسين الخنيسي وبرضو واحدة بيلعب ضربات الجزاء لازم أحفظه شريف إكرامي لو قدر الله لو حسب علينا ضربة الجزاء أبقى عارف إن طاها الله يشغط وطاها دايما بيحطها على يمين الجون فأبقى واخد بالي من الحاجات دي كلها كله مذاكرة أنا ذاكر الناس دي بتطلع فين بيعملوا ضربات السابتة ازاي لو جالهم ضربة جزاء يعملوا ازاي لو جالهم فاول على الثامنةاشر هيتعامل من مرة واحدة الحيطة تبقى وقفة ازاي كل ده تلعب على تفاصيل التفاصيل وده اللي قاله كابتن فاوز البنزيرتي مباراة الأهلي تفاصيل التفاصيل يعني انت لو سبت تفصيلة صغيرة واحد صف بقى هناك الان لو كسب واحد صف ممكن يعدد دور التاني يمكن ده طعا يا سين الخنيس يا كابتن ده هداف هداف البطولة خمس اهداف يا دي البطولة يعني دول نمع دهم قوة هجومية كبيرة كابتن سمير عشان كده وانت بتتعامل مع فريق هاي تكسبه على ارضك بقوة الترجي التعامل بيبقى بشكل كبير حذر يعني كابتن حسام اكيد فيه واجبات بالنسبة للعبيين من الهجوم لان انت محتاج انك تكسب عشان تحقل نتيجة جابية لكن جزء برضو الدفاع بالنسبة له وانت كنجم كبير في هذه الجزئية التعامل هيبقى او التعامل هيبقى او التعاملات تبقى عاملة زي كابتن حسام بدري اللاعبين هو رقم واحد لانت في النادي الاهلي طبعا عمر جمال ومؤمن زكريا كل واحد منهم هدفين اتفضى كابتن مي رقم واحد كابتن حسام البادري طبعا مدي تعليمات للمدافعين طبعا مفيش تهور رقم واحد لان الحكم ممكن يحسب ضرب الجزاء وكابتن ربي يتكلم فيها وكابتن ربيع لازم ترايش شوية في نفس الملعب لازم يكون فيه تدوير اللاعب والنقل الميسباصي بقى قل شوية كل دي عوامل بتقديك ان انت او بتقدي ان انت تروح تجيب جوه انا وجهة نظر ان كابتن حسام النهارده هيبقى متحفش شوية اول خمسة واربعين دي دي وجهة نظري ان هو مش عايز يجازف لان لو جازف بكل خطوطه مع الباكين على اطراف اللي احنا بنهاجب بهم على طول في الدوري او بطولة افريقيا علي معلول واحمد فتحي هنتفتح شوية وراء ان هم عندهم الرد الهجومية بتبقى صعبة شوية عن طريق العيبة اللي احنا اتكلمنا فيها كتير وقلنا ان هم مميزين من نواحة الهجومية وعندهم سرعات وطاها ياسين طبعا لعيبها الداف رقم واحد انا النهاردة يمكن اول خمسة واربعين دي بقول لساعد سمير ورامي دازم تبقى مركز كواس جدا واحد يمسك والتاني يبقى تحتيه شوية زي لبرو كده والتغطيات العكسية اللي معلول واحمد فتحي دي مهمة جدا اول ربع ساعة تبقى مهمة جدا ان احنا لقدر دخل فينا حاجة هتبقى عندك ضغط عصبي عندك جماهير عندك حاجة فاوز بن زيرتي بتكلم ان انا هلعب بشكل هجومي مش بالنسبة لفرق التراجع مدرب كبير وعنده خبرات كابتن فاوز بن زيرتي وعلى فكرة هو زبط الفرقة كتير اوي يعني زبط الفرقة في حاجات كتير اوي انه كان السنة لفات الفرقة كانت ما يصى حاجات كتير كانوا عين بدني ما عندهمش نسبة تهديف عالية دلوقت الامور بقت كويسة بياخدوا ناس المنتخب التونسي يعني الفرقة جهزة وهو عارف برضو ان هو بلاعي فرقة تقيلة زي فرقة النادي الاهلي اكيد عامل حسابها وفي تحفظ برضو انا شايف ان اول خمسة واربعينجة فاروق هتبقى يعني مقفولة شوية لكن النادي الاهلي عنده حلول اه عنده حلول عنده عبدالله عنده زيادة عددية مع ارجيه وعنده وليد ازارو انا متوقع النهاردة ان وليد ازارو هيبقى يعني مش عايز اقول لك كلمة السر النادي الاهلي توقع انه يعمل مطش كويس اوي عارف اللعيبة التونسي بتحرقوا ازاي ودي ميزة انه هو يبقى موجود النهاردة كابتن حسان فكر برضو انه يشغاله النهاردة ويبدأ به انا طاقع انه هيشتغل النهاردة كويس جدا انه هم عندهم نقطة ضعف برضو في الكور العرضية الرقابة قليلة شوية وليد بيلعب بدماغه كويس عندنا اللي تراب بتشتغل عن طريق فتح وعن طريق معلول بالاضافة طبعا للزيادات عندك اجاية وعندك عبدالله وعندك الشيخ عنده حلول هجومية وبيعمل الكورسات يعني بيتقنة كويس جدا يعني اول خمسة واربعين ديها شايف انها ممكن تبقى مقفولة شوية في تحفز من الاتنين مدربين ان هما الاتنين مدربين مخاضرة من مش عايزين يخسروا المباراة يعني ده يقول لك نقطة كويسة وده يقول لك نقطة كويسة وعوض المطش التالي كابتن حسام صرح الفترة اللي فات نهو بيقول لك يعني النهاردة مش هكشف كل أورايا الهجومية والعودة المطش العودة هيبقى مفاجأة للتوانسة انا تماني يكون الكلام ان شاء الله فبإذن الله فبإذن الله طبعا نحن نشوف مباراة هجومية مباراة طبعا يعني طليق بالروح الرياضية ان احنا طبعا بنرحب طبعا بإخواننا التوانسة يعني من نورين بلدنا وان شاء الله يعملوا يعني روح رياضية كويسة وده اللي احنا متعودين عليه من النادي انا هتكلم مع البدايات يعني كتن ربيع ولكن خاني نروح لفاصل بدايات قصة لمباراة زي كده تعامل مع البدايات ده مهم جدا يعني سؤال حياتك ده ولكن خاني نروح لفاصل وتقرير عن مباراة الاهلي في دور التمانية على مدار طبعا هذه البطولة وارجع كامل الكلمة طبعا مع نجوم مصر في السجن اشتركوا في القناة مواجهة مرتقبة تجمع فريقي الاهلي والترجي التونسي مساء اليوم السبت بمنافسات ذهاب دور الثمانية لرابطة دور أبطال أفريقيا يحتضنها ملعب الجيش ببرج العربي بالإسكندرية الأهلي بلغ دور الثمانية عقب حلوله ثانيا بمجموعته بدور الستة عشر خلف فريق الوداد البيضاوي المغربي في حين تصدرت ترجي مجموعته متفوقا على حامل اللقب في النسخة الأخيرة فريق سانداونز الجنوب أفريقي المارد الأحمر له تاريخ طويل باعتباره ملك القارة السمراء ومحتكر البطولة الأفريقية في دور الثمانية لرابطة دور أبطال أفريقيا خلال المواجهة التي أقيمت بنظام الذهاب والإيابة ويحقق الأهل العبور الأول له لدور الثمانية على مدار مشواره الأفريقي بدور الأبطال وذلك في نسخة عام 81 على حساب فريق نزامب الجابوني بنتيجة أربعة واحد في مجموع المباريتين ويواصل الأهل التفوق في دور الثمانية الأفريقي ويطيح ببفالوز الزمبي من نسخة 82 والفوز بمجموع المباريتين ذهابا وإيابا بنتيجة ثلاثة اثنان فوز عريض أيضا للأهل بذهاب دور الثمانية لدور الأبطال نسخة ثلاثة وثمانين على حساب كانون يويندي الكاميروني بالقاهرة بخماسية نظيفة وخسارة بهدف نظيف في يويندي ليكتز بطل مصر منافسه في نسخة ثمانية وثمانين لم يتأثر الأهل بخسارته إيابا بهدف دون رد أمام تذينج المزنبيقي معتمدا على فوزه بالقاهرة بهدفين نظيفين ليتأهل المارض الأحمر للدور التالي من المسابقة القارية المواجهة الأخيرة للأهل بدور سمانية لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري دور أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب كانت بنسخة عام 91 حيث أدرت ركلات الترفيح وقهها أمام أبناء تيتش وسخيروا أمام فيلا الأغندي بعد السنائية النظيفة انتصر بها كل فريق على أرضه ووسط جماهيره الليلة نتمنها ليلة سعيدة لجماهير الأهل والجهاز الفني واللاعبين الباحثين عن فوز مطمئن ومريح للعبور للنصف النهائي والمنافسة على اللقب الأفريقي واستعادة الكأس من جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعتقد أنها تبقى مباراة صعبة جدا وخصوصا أن النادي الأهلي تعصر في المباراة الأخيرة في الدوري وأعتقد أنها من وجهة نظر الشخصية دي مصلحة للنادي الأهلي أن تركيزه هيبقى أعلى واللعبة تركيزها هتبقى أعلى المباراة الأفريقية النادي الأفريقي طبعا نحن عارفين أنه هو من الأندية الكبيرة في الوطن العربي ومعه مدرب قوى جدا وهو المدري الفني للمنتخب التونس السابق فوز البنزيرتي وأعتقد أنه عنده خبرات في البطاطل الأفريقية وعنده دراية كاملة عن الفرقة العربية كلها فبالتالي صعوبة المباراة على الأداء الفني خارج الملعب هتلاقيها برضو فيها صعوبة من الاتنين المدري الفني سواء الكابتن حسام البادري أو الكابتن فوز البنزيرتي فبالتالي المباراة الأفريقية في السنوات الأخيرة فيه تفوق واضح جدا للنادي الأهلي على المستوى الأفريقي سواء عن طريق لعبته أو المدربين اللي بيمسكوا النادي الأهلي أعتقد أنهم بيعملوا طفرة على المستوى الأفريقي قوية جدا بداتا من منويل خزي سم كابتن حسام البادري سم كابتن محمد يوسف ثم رجوع كابتن حسام البادري فبالتالي النادي الأهلي من وجهة نظر الشخصية يملك كل المقاومات اللي تأدي إلى النجاح فيه المباراة دي بالتحديد المقاومات هي متمثلة في اللعيبة اللعيبة عندنا لعيبة الحمد لله بفضل ربنا بدل اللاعب اتنين في كل مركز لو جينا نلص ناحية الشمال هتلاقي علي معلول فوز علي معلول حسين السيد عمل مباراة الأجمل والأرواع المباراة الأخيرة ضد نادي الجيش فبالتالي في نص الملعب هتلاقي صالح هتلاقي أكتر من لعيب وميز عبدالله السعيد عشور عندنا خبرات الحمد لله تؤهل نادي الأهل إن هو يعمل مباراة قوية وإن كنت أنا عند تحفص في المباراة الأولى إن هي هنا في القاهرة فلازم يبقى فيه نتيجة إيجابية سكور أعلى أداء يبقى مقنع بالنسبة للجمال المصري عشان تروح هناك تبقى فيه ارتياحية بالنسبة للمباراة والمباراة أعتقد إن هي الوصول لازم اللعيبة تخط في دماغها كويس قوي إنه هنا من القاهرة مش من تونس فبالتالي إن شاء الله تمناتنا بالتوفير لنادي الأهلي واللعيبة وإن شاء الله يعملوا نتيجة إيجابية إن شاء الله كاتر حساب بدري عامل شوات شغل محترمين مع الفرقة وعامل يعني أنا شخصيا من الموسم اللي فات وبقول إن كاتر حساب قدر إن هو يحل مشاكل كانت بتقابل النادي الأهلي والمشاكل الدفاعية حلها وقدر إن هو ينهي موسم بشكل جيد الدفاعيا وعلي بقى إن إحنا نتفرج السنادي على التطوير الهجومي للفريد طبعاً هو تعمل بشكل كواس جداً إنما اختيارات الهجومية السنادي بقت كتير عاوية يعني أنا لو خرجت شوية من بطولة أفريكا اختيارات كتير عاوية بالنسبة لك جبتهم وضمتهم لصفوف الفريق فأنتمنى إن شاء الله إن إحنا نحصل على البطولة ودايماً فرت النادي بأهلة التسعي الجمالي نادي الأهلي عشان هم يستحقوا وجمهور الأهلي ده يستحق إن أنت زي بقوله تموت نفسك لأن هم تدون كل حاجة فنازم تديهم أقل حاجة وهي الجتولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة محمد عمارة وكابتن بيبو طبعاً خالد بيبو اتنين نجمين كبار كرأيهم عن هذه المباراة طبعاً المباراة بالنسبة لهم أكيد بيقولوا المباراة صعبة وقوية واتنين صراحة يعني شاركوا مع النادي الأهلي في هذه البطولة اللي حصدوا معهم يعني في 2001 كابتن عمارة وكابتن خالد بيبو هذه البطولة يا رب ان شاء الله من خلال طبعاً ضعواتكو تبقى البطولة التاسعة للنادي الأهلي خليني نروح لأمير هشام وتشكيل فريد ترجي معنا اتفضل امير امير انا انا مستمعك بشك غاد امير يعني لو هنعود لاتصال بيك اه يعني تعال اشمال شوية او ايمين لو تقدر عشان بس ييه السوت بس يعني دلوقتي تشكيل من الاول مرة تانية بس بعد ازنال حسناytes تمام امرا اناتفضل هم Langóis Pencerbrick أحد امير رقم واحد تمام هدلكman مستمعك التفقيل للمساة الطبضة الرقم 4 شمس حتى دين دين العراقم 5 ناحب الانعاب Original 24 تحت المساة قسم الله رقم 12 أمير الصوت مش واضح يعني حتى الآن صوت في مشكلة يعني هنحاول نعود الاتصال بيك عشان برضو نعرف ونتطمن على الجماهير والأجواء عاملة ازاي في الملعب ولكن خلينا نعود معاك الاتصال يمكن كابت وريد تشكيل أكيد برضو إلا حد ما إحنا عارفينه كابت النربيع عارفين الجزئية دي بشكل بير فوز المنزارة يلعب زاي إلا كان برضو أيضا لو كان فيه تغيرات تفيفة ولكن سؤالي الأول كابتن أو قبل ما الفاصل البداية بالنسبة كابت حسام البادري وبدايته في المباراة عاملة ازاي هل هيخاطر كابت حسام البداية ويهجم ويضغط بشكل كبير على فريق الترجي وطبعا إحراز هدف فريق الترجي مبكر هتفرق كتير أوه مع نادي الأهل لو كان داد ما كابت حسام البادري كابت رابري بصر الحامد احنا تكلمنا على الجانب المهالي ليه بنقول اللعب المهالي عشان نقدر سيطر على الكرة حكتير مهمين جدا خلال أحداث المباراة الفنية من المدير الفن واللعيف يبقى عشان ناردة قادر سيطر على الكرة بنختار الجوانب الفردية المهالية واختبالك الجوانب الخططية النهاردة زي كنت تعاوز معظم الوقت تسيطر على المباراة بفيه جوانب خططية وجمية فردية وجمية محمد ثالث حاجة انها نسبة الاستحواز عندك طول ما انت بتستحوز ومسخ الكورة واختبالك وده فكر الكابت الحسام البادري دي بقى ايه طول ما انت بتستحوز بنسبة كبيرة جدا على الكورة ومدحش منك بسهولة ولا تفقدها بسهولة بتروح توصل للي انت عاوزه دي واحد الضغط المبكر من قدام اكيد حسام بيفكر فيه خطبالك ده مهم جدا وانت لازم افرش شخصيتك من اوديا احنا عوزين احنا اللي نهاجم هو اللي دافئ واختبالك لانك انت لو ديته فرصة وفي نسبة الاستحواز هياخذ الثقة والثقة دي لما بتاعنا يا محمد بتروح تسد عليك خطورة حتى علاوه فترات بيحسن اهم بالنسبة لنا كانت الاستحواز على الملعب من خلال طبعا الكورة تحتفظ بيها ومتفقدهاش من شكل كبير في المباراة في نسبة الاستحواز بتطمنك تخليك انه يقولك لا ده الاهلي لا ده بيروح ده مسخ الكورة ده واختبالك ده فارد اسلوب ده عنده شخصية ده هو هو الاكتر على المرمى ده هت بتوصل مع تعديل يا محمد والتطويل في من تل 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 انت محتاج سرعات النهاردة كتير جدا محتاج جالي كتير النهاردة محتاج تحرك محتاج واختبالك ان انت سرع تصرف في تل 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 اخيز زاد الفرص عندك قلنا اسمر بعض اللاعبين في الاختراك الاختراك النهاردة محمد بن فرديات مهم جدا واختبالك تزديدات عبدالله مهمة جدا من العمق تحركات عندك وليد ازارو له دور مهم جدا في الترابط في التل تل تل اخيز لان مع الرباعي الرباعي بتعاوز الملعب حسام النهاردة بامر الله تعالى اكيد السرعات مهمة جدا وانا حافظها للعيبة محمد بن اوديا تحوله وانا باقل عدد من اللمسات مهم جدا 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 الجوالب زي ما قلنا طول ما انت بتتشغل بسنيات وبتدفع صح واقف صح وعندك مين صح وعندك ركابة صح وعندك انتشار صح وعندك ترابط دفاعيان صح ما حالش نتفوق عليك الحتة التانية اللي هي ان شاء الله لازم تكون موجودة النهاردة من اول محمد زي ما قلت انك تمسك الكرة كتير جدا انك تقف على الكرة ان السرعات السرعات في الاجناب السرعات في الاجناب السرعات في نهاي الحجمة السرعات بقل عدد من اللمسات هو ده زاد التحرقات التحرقات قلتك ونظر لازم حسام كتير تحرك 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 وخاصة اللي محوش الكرة من غير الكرة طبعا الزون متاعي عشان اقفل الصنايات وقفل اللجناب وقفل الملعب فردية الجماعة بعد كده من دفاع الاجناب ده حالات كتيرة جدا الفنية مهمة بأمر الله تعالى ان حسامي حفظها وزاي ما قلنا ان يعني النسبة الفنية متاع الشقين الدفاعي والوجوم الفردي وجماعي عندي الاهل كتير التراجي الخبرات تراجي الفرديات تراجي الفرن فانتقاب الكل ده بيعني مهارة بالمهارة واخد بالك والخطط بالخطط وجالي بالجال حاجات كتيرة جدا لمحمد لازم السبطة الرضية لكن من وجهة نظر انا احنا بلعب عامل الجمهوري مهم جدا ليلة مهم جدا نستغل وزاي ما قلت ده مهم جدا الحماس للعيف حاجات كتيرة جدا فنية محمد انا اعتقد ان كتير حسامي يبتدي بها بمشاعة اللعب خليني امكان واحنا بنستعرض كل لعب من لعبين النادي الاهل والامكانيات وعدد البطولات مع الفريق امكان وصلنا من زمينا امير الشام امعا كان فيه مشكلة في الصوت عبر التليفون ولكن معانا تشكيل فريق التراجي اللي هيبتدي بيه الدفاع اهاب لمباركي وشمس الدين الزبوادي ومنتصر الطلبي خليل شمام ده خط الدفاع اما خط الوسط فرانكوم وفوسيني كلبالي اما الوسط الهجومي غليان الشعلالي وفرجاني ساسي اما الهجوم في انيس البدري وطاه ياسين الخنيسي ده تشكيل فريق التراجي كابتن وليه ممكن تشكيل برضو كتاب مفتوح بالنسبة نحنا كمحلين بنستعد لهذه المباراة وايضا لكابتن حسامي البدري نفس تشكيل الا مكان تغيير او مفضلة ما بين لعبين او اتنين كابتن عمل حاجة كابتن فوز البنزيرتي يعني طبعا منتصر الطلبي ده شاب عنده 19 سنة لازم نقول انه دخل على حساب علي المشاني السردباكي الكبير لكن كان اتصاب علي مبارح في التدريب فبالتالي دخل منتصر الطلبي ودي فرصة العيب برضو شاب لسه صغير خبرته مش كبيرة فرصة الوليد ازارو احمد الشيخ وعبدالله واجايه ان هم يستغلوا ان تواجد لعيب شاب طبعا امكانياته كبيرة لكن في الاخر هي مباراة برضو صعبة بالنسبة له فدي نقطة ممكن نستغلها واجهت نظر انه عشان كده كابتن فوز البنزيرتي زود نص الملعب يعني طلع فخر الدين بن يوسف وده واحد من الاوراق المهمة عنده طلعوا من التشكيل وحطوا على دكة البودلة في مقابل انه يزود نص الملعب فخلى قلب الطريقة الاربعة اربعة واحد واحد هنلاقي طا ياسين الخنيسي الرأس حربة تحتيه انيس البدري فقط وبعد كده عنده اربعة يحق الفرجاني ساسي او عايز يزود نص الملعب هو كده كابتن اه طبعا عايز يزود نص الملعب عشان يقفل مفاتيح النادي الاهلي تماما وفي نفس الوقت يعمل جبهات يعني يخليلك هو عارف قوة النادي الاهلي في جبهاته عندك علي معلول قدامه اجايه والنحية التانية احمد فتحي قدامه الشيخ الاربعة دول يعني هو عارف ان علي معلول بيزيد واحمد فتحي بيزيد وهو اتقرص حتى من النادي الاهلي وعارف ان النادي الاهلي عنده قوة هجومية كبيرة فهو تصريحاته يقولك انا هاجم النادي الاهلي وهلعب هجوم ضاغط التصريحات حاجة وعلى ارض الواقع حاجة تاني على ارض الواقع هيقفل كويس اوي هيرد في نص الملعب لما النادي الاهلي يمتلك الكورة هتلاقي طا ياسين الخنيسي بس على منتصف الملعب وبقيت التسعة كلهم خمسة في نص الملعب واربعة وراء فبالتالي عايز يقفل كل مفاتيح النادي الاهلي الفكرة انه هو فريق كبير لما هيقطع الكورة عنده من الانياب انه يقدر يضايقك يقدر انيس البدري ياخد الحتة اللي وراء احمد فتحي والعيب كويس والعيب حريف يقدر يعمل فيها جابها نفس الوضع بالنسبة الغيلان الشعلاني يقدر يروح ناحية علي معلول وياخد من وراه لعيب حريف اوي يفكرني كده بكابتن سامي الشيشيني نجم نادزة مالك ومنتخابنا الوطني هادي اوي بيعرف يطلع كرة من رجله بشكل كواس اوي حريف يعني عنده رؤية بيعرف يقفع الكرة وعندك بقى اتنين وحوش فوسيني كوليبالي او فرانكوم او لن يلعب بهم اكابتن نفس الوعيز زود الجزء الدفاع من خلال الاتنين العيبة للأفارقة بالضبط فبالتالي لكن في الاخر برضو النادي القالي قادر على اختراف كل الكاتبة دي يعني يقدر النادي القالي برضو ازاي ان انت اولا لازم اللعيبة تكون في حالتها يعني من غير ما يكون كل لعيب في الحالة اللي احنا عارفينه عنها هيبقى المسألة صعبة لازم عبدالله الصعيد يبقى عبدالله الصعيد اللي احنا عارفينه ما تطيعش الكرة كتير يقدر يلعب الناس كلها اجاييه لازم يكون اجاييه في الحالة اللي احنا عارفينه عنه انه بيدخل راس حربة تاني او المحمد فاتحي يعمل جبهة ناحية اليمين ويبتدي يعمل اوفر هتلاقي وليد ازاره على القريبة تلاقي اجاييه على النص هتلاقي عبدالله السعيد جاي من تحتهم نفس الوضع الناحة التانية لما علي معلول يكون بيعمل جملة مع اجاييه او مع عبدالله لازم احمد الشيخ يخش كراس حربة تاني مهم جدا ان عمر السولية يزيد وتقلب الطريقة الاربعة واحد اربعة واحد مش هقدر انا ادافع بست لعيبة يكونوا تحت خط الكرة وهسيب الاربع لعيبة اللي هم اجاييه وعبدالله السعيد واحمد الشيخ ووليد ازاره يتعاملوا مع سبع تمن لعيبة المسألة تبقى صعبة طبعا لازم عمر يزق وراء عبدالله السعيد لازم احمد فاتحي وعلي معلول يزيدوا فبالتالت انت بتهاجم بالسبع لعيبة اللي احنا اتفقنا عليهم ان انت عندك ازاره واجاييه وعبدالله السعيد واحمد الشيخ دولار اربعة وعمر السولية خمسة واحمد فاتحي وعلي معلول سبعة يبقى انت عندك قدرة هجومية قوية وسايب حسام عشور للتأمين في نص الملعب وسايب ساعد سمير ورامي ربيعة للخط الدفاعي هتقول لي طب وانا هاجم بسبعة طب انا كده ممكن اضرق اقولك ان لما هاجم بسبعة هم لازم هيدفع بتسعة انت مش هتلاقي غير بس طه ياسين الخناسي فقط هي فكرة اللي بيفرق بين فرقة وفرقة ان اول ما الفرقة دي تقطع قرة عندها التحول من الدفاع للهجوم عامل ازاي وفي نفس الوقت اول ما انا كنادي اهلي بفقد قرة عندي الارتداد من الهجوم للدفاع عامل ازاي انا عندي المفروض يعني احمد الشيخ يرتد قوي جدا المفروض ان اجايه عنده من القدرات انه يرتد بسرعة قوي المفروض ان عبدالله السعيد واحد بيلعب سعد فندر عامل حسابه برضو للناحية الدفاعية التلاتة دول لو ارتدوا بشكل كويس انا بقيت بدافع بالتسعى برضو فهي الفكرة ان اللي يقطع قرة يروح للهجوم ازاي او اللي تقطع منه قرة يرتد للدفاع ازاي سمير خلينا اقولك من خلال التشكيل اللي موجود لفريق الترجي وممكن يكون بيجبرك على طريقة لعبه معينة هل فعلا ممكن مدرب يجبر فريق اخر امامه انه يلعب طريقة معينة طبعا حتة انه يبقى مستولى على نص ملع او مراقب نص ملعب يبقى زحمة انت بتضطر في وقت ملوقات انك تلعب كرات عالية هم عندهم القدرات دي بشكل مميز جدا حتة اللعبة بالكرات العالية خط تدفعهم كابتن سمير انت في الحالة دي ممكن كابتن حسابه بدي يتعامل ازاي خلينا نتكلم بس نقول على التشكيل التغييرات اللي حصلت هو طبعا الكابت فاوز البرزيرتي طبعا عنده خبرة عالية جدا النهاردة غير تغييره في طريقة اللعب وغير لعيب مكان لعيب احنا شوفنا انه طلع فقر الدين بن يوسف لعيب تقيل اوي لعيب كويس جدا عنده استحواز على كرة بيخلق نفسه مساحة فص الملعب وننزل لعيب مكانه افريقي اللي هو كلوبالي مكانه تقريبا انه هو عشان يضغط على وص الملعب النادي الاهلي فهو عنده زكاء ان النادي الاهلي عنده ميزة وعنده حلول في وص الملعب عن طريق عبدالله السعيد والشيخ واجيه كله دول بيعملوا نواحة هجومية كويسة جدا وعنده مشكلة في خط الدار فابتدى يحل مشكلته انه هو يطلع فخر الدين يعيده احتياطي معاه ممكن يكون ورقة هجومية وينزل واحد بيعرف يدافع ويزود العيد في وص الملعب او زياد عددية في وص الملعب انه هو يفسد الهجم عن نادي الاهلي عشان ما توصلش للتمنتاشر بتاعه فكابتن حسام ممكن يستغل دي ان احنا اتكلمنا من شوية قلنا اول خمسة واربعين دي اتنين مدربين عندهم خبرات هيبقى فيه تحفظ هنا وتحفظ هنا ممكن يعمل زياد عددية وزياد عددية وينطالك على الهجمات المرتدة ويبقى فيه حظر شوية في الهجوم ومنما دلوقتي كابتن حسام عنده فرصة انه هو يهاجم عن طريق احمد الشيخ ويخلى عبدالله السعيد تحته لانطلاقات من الشمال مع اجايزة ما كلمنا من شوية وعلي معلول والناحية التانية مع الشيخ واحمد فتحي يعملوا ربط جابيتين جابة سنياء زي ما كابتن ربيعي بيقول من الجابة اليمين والجابة الشمال هتساعدنا جميل جدا من التكتل الدفاع ان احنا نلعب على الاطراف طول ما فيه تكتل دفاعي تقدر تستغل الاطراف وتعمل كرات عرضية والمدافعين بتاعتهم عندهم تقل شوية في الحركة ومعندهمش رشاقة ولا مرونة والهيدرز مش قوي قوي نقدر نستغل الكرات العرضية فانا شايف التشكيل ما يكبركش هو بالشكل على لعب الكرات التولية كابتن والوصول لمرمى التونس او مرمى التراجي بشكل زي ما نقول انك ترفع الكرة من ورا لقدام عن طريق ساعد او رامي بالشكل انا شايفه ده هو عايز يعمل كده يعني عايز يعمل الجزئية دي هو تمايز اضطر الكده لكن مش هيعمل كده غفة كور السابتة من على الاطراف من الكورنر او الفاولات اللي على الاطراف او من العمق الأوروام التمنتاشر انما يعني حتة اللونج باس طول المباراة الكرة الانجليزية القديمة دي هو عايز يكبرك تعمل كده هو مش هيكبرك هو هيقللها لانه عنده لعيبة بتعفت تدوسع كورة فلو اضطر ان هو هيفد الكورة فترات طويلة مش هيبع عنده نسبة استحواز كتير نادي الاهلي هيلم تاني ساعد السامير مميز فيها هو ورامي ربيعة هتبع عنده مشكلة فانا شايف ان الكورة الطويلة او لانج باس اللي هيعمله زي ما انت بتقولك الفارو مش هتبقى بمصلحته فهو هضطر ان هو يلعب كورة كويس قوي يقدر عنده استحواز يقدر يعمل تدوير اللعب هم مميزين التوانس عندهم هدوء في طريقة اللعب وعندهم يعني زكاية كويس جدا خصوة لعبة الشمال افريقيا او التوانسة تقلع على الكورة والاستحواز وتدوير اللعب فهو لو اضطر ان هو يلعب كورة طويلة هتبقى في صالح المدافعين ساعد بيلعب دماغ كويس رامي ربيعة بيلعب دماغ كويس ساكن دي بول عندنا حسام عشور مميز جدا بيقدر دلوقتي يحولها من الدفاع الهجوم مع اسستات كمان ان هما بيقدر حسام عشور ابتدى يعمل ميزة اوي وابتدى ينضج اوي 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 في الساكن دي بول ان هو بيمسك كورة بيعملها لونج باس او بيعمل اسست للمهاجمين فده بقت ميزة في حسام عشور السولية نفس الشيء بيعمل زيادة عددية مع عبدالله السعيد واجايه بيتبقى ميزة للنادي الاهلي في الحالة الهجومية فلو اضطر ان هو يعمل لونج باس زمان انت بتقولها تبقى بالنسبة له صعبة جدا للحاجات اللي انا قلت لك انما كابتن حسام دلوقتي عنده حلول هجومية لما ابتدى فوز البنزيرتي يعمل زيادة عددية في نص الملعب يقدر يشغل الاطراف بشكل كويس جدا او جايه والشيخ ليهم دور كبير جدا هجومي من الاطراف ان هو هيعتمد على قلب الملعب والتقفيل وهيدغط عليك من الاتنين الافارقة اللي موجودين ان هما بيبقوا ميزين بالقوة والضغط يعرفين اللعيبة الافارقة فهو يعني فكر فوز البنزيرتي ان هو عايز يضغط على نادي الاهلي ويفسد الهجمات اول 45 ديال الشوت التاني ممكن يتعامل هجوميا افضل عنده اوراق عنده لعيبة عندها نواحي هجومية زي فخر الدين لعيب دولي ولعيب يعني تقيل اوي انا كنت خايف ان هو يبدأ بي ان هو شكله هو متحافز ان هو عايز يبدأ الاول اول 45 ديال او اتخليك وراء ربحة كاتب بالنسبة له وقدر استغلاف في الشوت التاني زي النادي الاهلي عندنا بره صالح وعندنا عماد متعب وعندنا طبعا لعيبة وشان محمد وعندنا لعيبة كويسة جدا ولد سليمان يعني كل دي لعيبة عندك اوراق هنا او هنا فأنا شايف ان فوز خايف شوية من هذا الاهلي هو يعني متحفز يعني لازم يخاف يعني انت كنت ربيع لك لازم يخاف بيلعب النادي الاهلي على ارضه طبعا بس بالتشكيل لها كانت ربيع ان هو اللفة اللي عملها والتغيير ان هو بيلعب واحد بيهاجم ولعيب اساسي في منتخب تونسي يعده بره ويتنزل واحد افريتي عشان يضغط على النادي الاهلي فبالشك ده هو خايف خايف جدا انا كنت عزيز سألتك على التشكيل اذهب لتقرير وارجع سعدك كتشكيل فريق الترجي تقرير مع سيدة اللواء محمود علام المدير التنفيذي للنادي الاهلي الصابق اشتركوا في القناة 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 محمود علامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة افريقية ودي الفريق اللي هيفوس فيها هو اللي هيوصل النهائي ان شاء الله هي بنسبة الاهلي انا شايف ان رغم صعوبتها لكن النادي الاهلي دايما دايما لما يبقى ظهره في الحيط بتاخد منه احسن حاجة عنده وانا متفائل جدا بهذه المباراة ومباراة العودة ان شاء الله لسبوع الجاي في تونس وان شاء الله النادي الاهلي يتأهل واحنا لقات بينه وبين الترجي جايدة او اكثر من ممتازة وكل الفرق التونسية والنجم السحيلي والصفاقسي وان شاء الله احنا دايما كعبين علي عليهم ان شاء الله البناء والفن المسائل اللي حابب تقولها اللعبة النادي الاهلي ونجاز الفني قبل الممورة مهمة زي دي والله انا اللي عايز اقوله ان هم الهدوء ويلعبوا الجيم بتاعهم ويتابعوا تعليمات المدير الفني ويستمتعوا يعني انا يعني الحاجة اللي نقصة فرية النادي الاهلي ان اللعبة تستمتع بالكرة ولو اللعب نزل واستمتع بالكرة هتاخد منهم اداء ونتيجة اعلى ما يكون فاللي عايزوا منهم العب بهدوء وانزل استمتع بالمباراة واستمتع بالكرة بتاعتك انت وزميلك والنتيجة ان شاء الله هتكون في صلاحنا بإذن الله شكرا لساك لا لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خمسة لدي خمسة هو عنده ساسي وكلوبالي وفرانكو كوم وشعلاني وانيس البادري دول خمسة مهمين جدا هو بيلعب اربعة اتنين ثلاثة واحد اربعة اربعة واحد واحد واحنا برضو ان شاء الله الخواسي متاعنا دولهم مهم جدا في التحول من الدفاع لجومة ودفاع اعتقد ان شاء الله بإذن الله تعالى ان احنا الأحسن احنا الأفضل احنا الخبرات احنا الأقدر بمشاهة الله تعالى خبراتنا كبيرة جدا الحمد لله احنا ضروري الرقم الحمد لله محدش حصنه ولا حد يحصنه بإذن الله تعالى ده ندولة مهمة ان فيه مهارات عندنا فيه نجوم عندنا فيه ناس مقدر مصرية والعبين ده الليما بيتحط في البطولات الكبيرة بيكون عندهم حص الظلم كل التوفيق ويوم جميل ويوم سهل بإذن الله تعالى واتوقع كل الخير الشرطة الأول ان شاء الله كبيرة ربيع كبيرت وليد توقعاتها باتكاته ان شاء الله الأهلي يكسب بإذن الله عايزة أقوله ملاحظة كابتن حسان عامل دكة نارية دكة فيها مدافع واحد فقط والبقى كل هجوم ده بيبيلك ان النادي الأهلي عايز يكسب ان شاء الله بإذن الله كل التوفيق ان شاء الله كبيرة كبيرة سمير تمنى التوفيق لنادي الاهلي وبقى يوم مكسب ويوم حل وأنا يعني وجهة نظر النهاردة جمهير نادي الأهلي هي اللي هتكسبنا إن شاء الله شكركوا طبعا نكون مع بعض كابت النوري كابت النوري كابت سمير بعد المباراة طبعا إن شاء الله يبقى يوم جميل زي ما بيقوله نجوم مصر طبعا يوم حل ومن خلال مكسب مريح بالنسبة لنا مباراة صعبة من خلال هذه اللقاء لكن تقدر تسهيله على نفسك من خلال تركيزك وعدم استعجالك وإن أنت تبقى هادي نفسيا أنا أعتقد الخبرات الموجودة داخل الفريد تخليك تعمل كده إن شاء الله كل التوفير للنادي الأهلي معاكم إن شاء الله من خلال السادة الأهلي بعد المباراة وتحرير فني لهذه المباراة يعني قبل المتش التي شيرت فوق إن شاء الله وساعة المتش كل حاجة تتغير إن شاء الله ربنا يكرمنا كده إن شاء الله نغلب فرقة تتاجي فرقة صعبة جدا وإن شاء الله اللعيبة تكون كويسة وكابتن حسان بدري اختار تشكيل كويس وإن شاء الله خير يعني متفقلين كالعادة إحنا بندخل أي بطولة عشان نكسبها مش عشان أي حاجة دانية فإحنا إن شاء الله جاي بمروتي هي زم الكوية طبعا وإن شاء الله طب إنت توقعتك للناديجة إن شاء الله 2-0 إن شاء الله إن شاء الله وتمنى أن الكابتن حسان بدري يعني يبص بنصرة الخبرة للكابتن عماد متعب لإن إحنا تعبانين جدا من الموضوع ده إن شاء الله توقعتك المباراة نهارده شايفها إزاي ومين ممكن يجيب جوان من نادي الأهلي نار ثلاثة واحد الأهل ثلاثة واحد اللي يجيب الأهداف عماد متعب ثلاثة طيب لسا مكملين وعرفت إنك زم الكوية بس عتحضار مباراة تأذر نادي الأهلي أكيد طبعا أكيد عشان جوزي وعشان إبني وعشان فري يعني عشان هيلعب مصر بيرعبوا فرقة تانية برضو بره على فكرة أنا متدوزها زم الكوية عشان يعني بقى في فون في البيت كده ويعني بقى ألاقي حد في كل الموتوشة الحمد لله نتحك عليها وكده دايما بنتراهن والحمد لله عمري مخصوتي توقعتك لنتيجة المباراة النهارده وإنه مطلوب من لعبات النادي الأهلي كل من لعبات النادي الأهلي النهارده يركزوا إحنا أحسن بس عوزين تركيز في الملعب ويبقى في تعاون بينهم والموقف يبقى كويس والمهم ربنا يوفى حسام البدر إنه هيعمل تشكيل مناسب للمباراة إن شاء الله النتيجة كيف؟ أتمنى أنها تكون فوق 2-0 يعني إن شاء الله بإذن الله توقعتك للمباراة النهارده إيه؟ إن شاء الله 2-0 الأهلي إن شاء الله عبدالله الصعيد وعمد متعب أو صالح جمعة إن شاء الله شايف إن الأهلي إن شاء الله قادر إنه هو يفوز نتيجة كبيرة مثلا 2-0 زيما أنت بتقول خصوصا أننا بنواجه فريق قوي ما يقلش قوة عن نادي الأهلي زي طرق حقا النهارده بنلعب ما استملعبنا وسط جمهورنا وإن شاء الله ربنا يكرم الأهلي وإن شاء الله نكسب يعني إن شاء الله إن شاء الله نسا مستمرين أيضا ومعايا أحد جمهير النادي الأهلي توقعتكم المباراة النهارده إن شاء الله ربنا يكرمنا والأهلي هيعمل مطش كويس النهارده واللعبة مركزة وإن شاء الله بإذن الله نقدر لحق النتيجة كويسة تريحنا في تونس في رادي سينيك تخلينا نعمل ماتش كويس وإن شاء الله إن شاء الله نرضى من نجوم الفريق اللي هتتقلق أحمد شيخ إن شاء الله ربنا يكرمه لنا أرضى ويهدف وأحمد فاتح بإذن الله لأن أحمد فاتح صديقي فلازم أتمنى له خير كله وإن شاء الله ربنا يكرمه لنا أرضى ويعمل ماتش كويس ويفرح جمهور الأهل كله بإذن الله توقعتك المباراة إن شاء الله لأكسب تلاتة بإذن الله متفائل جدا إن شاء الله نحن نعمل ماتش كويس جدا نهاردة رغم من الترجي كله عارف نوع حاليا من أكوى فرقة فقرية لكن أهلي في المشاطر اللي زي دي مش بيبقى لعبة بس الأهلي بيكون بالحباس وبالروح والجماهير اللي هتكون موجودة النهاردة فبإذن الله نهاردة هيكون ماتش كبير للأهلي وهنقدر نكسب تلاتة إن شاء الله مطلوب من لعبة النادي الأهلي النهار مطلوب اللي نحن نلعب بجولة ويعني وما نيقسي لو لو لازم نلعب بجولة وما نيقسي أسأل لو إحنا تخرنا في الجوان عادي المشورة تسعين دي وفي جماهير نظل بلنا ندعمكم وبإذن الله تلاتة وعلى إن شاء الله نجم المباراة نهاردة إن شاء الله من وجهة نظرك من فريق النادي الأهلي بإذن الله لو صلح بدأ أساسي فهو نجم المباراة بإذن الله إن شاء الله أيضا لسه ناخد توقعات أخرى لجماهير النادي الأهلي توقعاتك المباراة 2-0 بإذن الله بإذن الله رامو ربيعة وعبد الله سعيد بإذن الله توقعاتك 2-0 برده صالح وعبد الله عايزة أخد توقعات حبريك المباراة نهاردة ومطلوب إيمين لعبة النادي الأهلي أو الرسالة اللي انت حابب تقولها لهم قبل الموت شيء والله الرسالة إن المباراة دي هتتحسن في رادس فمش عايزين نسبة لأحداث ومش عايزين نخلي اللعيبة تحت ضغط من بداية المباراة وإن شاء الله بإذن الله لو جبنا جون واحد إن شاء الله هما هيتحطوا هما تحت الضغط ده وإن شاء الله نكسب المباراة بإذن الله بإذن الله أيضا معايا في هذه اللحظات مستر كريم ده مدير فندق الإقامة أو الميقام أو بيقين فيه فريق النادي الأهلي قبل المباراة الترجي طبعا أنتم مجهدات كبيرة جدا بتعملوها عشان يعني تساعدوا فريق النادي الأهلي لتكون إقامة بالنسبة للإقامة من نسبة قبل المباراة مهمة زي مباراة الترجي كلمنا عن المساعدات والمساهمات اللي أنتم بتساهموا فيها مع الفريق إن شاء الله أنه هو حق انتصروا طيب بسم الله الرحمن الرحيم احنا للأول بنراحب بقناة الأهلي معنا ونتمنى للأهلي الفوز إن شاء الله النهاردة احنا طبعا قبل دخول أي فرقة عندنا ردية والأهلي أو منتخب أوي غيره احنا بنعمل ترتيبات خاصة مع فريق العمل بتاع الفندق بحيث نبعرفين مواعيد التدريب مواعيد الفطار مواعيد الغدى مواعيد العشاء بنوفر لهم خصوصية بقدر الإمكانة تعرف ده فندق وفيه زباين بس بقدر الإمكانة بنحاول نوفر خصوصية بالذات في أيام المتش أو يوم المتش بالذات الدكتور بتاع الفريق بيتابع مع الشيف بتاع الفندق الوجبات الخاصة حسب الأهلي طلبه وكل فريق العمل يعني بيعمل جاهدا أنه هو يوفر كل صبر الهجاحة للفريق المقيمة عندنا شايف بقى مباراة النهاردة ازاي وتوقعتك لها ايه خصوصا أنها مباراة مهمة وقوية وصعبة جدا أمام فريق الترجي وخصوصا أنها في دور التمانية من دوري أبطال الأفريقية وبطولها مهمة جدا لكل جمهوري نادي الأهلي والله أنا أتمنى طبعا مش أنا بس دماصر كلها أتمنى الفوز للنادي الأهلي وأتوقع إن شاء الله يفوز بفرق هدفين فريق الترجي فريق جامد ومعمول له حساب وأنه متأكد طبعا أن فريقة الأهلي يعني عرفة كويس أو درسة فريقة الترجي احنا الحمد لله حظنا كويس عليهم وإن شاء الله يبقى النصر حلفنا في برج العرب بإذن الله إن شاء الله شكرا 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 لسه مستمرين بقى نروح لجماهير تاني ونشوف توقعتهم لمباراة النهاردة ايه؟ توقعتك لمباراة الأهلي والترجي إن شاء الله تمنصفش شكرا 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 مين من لعابة الاهلي ممكن يجيب الاهداف؟ مضالة سعيد ومؤمن زكريا شفت من لعابة الاهلي مين هنا في الفندو وتصورت معا ما تصورت شنو حد دسا توقعتك لمباراة النهاردة؟ وعا سفر الاهلي توقعتك لمطشن تلاتة صفر الاهلي إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله السلام عليكم إن شاء الله لأيكسب جامد جدا سبع صفر سبع صفر كده إن شاء الله لأهلي بإذن الله حيفوز تلنسفر وتوقعتنا إن شاء الله إن الأهلي هو اللي دايمة يبقى فايز ويبقى في الأحسن وفي الأعلى توقعتك لمباراة النهاردة؟ إن شاء الله لفوز للنادي الأهلي عاشنا كلنا جايين ووقفين وراءه والنصر لنا إن شاء الله دنسفر إن شاء الله لناد الأهلي مذي المطلوب من لعابة النادي الأهلي النهاردة قبل مباراة مهمة؟ التركيز هم مصدقين في نفسكم قies جدا وعارفين هم عايزين ايه فالتركيز مش اكتر من كده طاقة عمين يكون نجم المبران اليهاردة من اللعبة الناديل ان شاء الله صالح جمعة بإذن الله صالح جمعة ورامي ربيع ان شاء الله يعملوا شغلة حلو وإحمر الشيخ ان شاء الله ان شاء الله نتيجة كم؟ لا النتيجة بتاعت ربنا ان شاء الله احنا نتمنى ان الاهل يفوز طبعا وده كله توفيه من ربنا النهاردة فيه شوت اول هنا في مصر وان شاء الله شوت التاني في تونس نتمنى الضعيبة بس تركز النهاردة هم اللي عمير الجال ان شاء الله عملت شغلة حلو او المدير الفني عمل شغلة حلو ونس تعبط ونتمنى من الله توفيه لهم النهاردة ان شاء الله ازن الله اتوقعتك المبرى إن شاء الله تنسفر إن شاء الله نحرز الاهداف او من ممكن يكون نجمل اهل الناس ان شاء الله عبدالله السعيد وصل حبه الله ان شاء الله حبيب مرسي اشتركوا في القناة 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 وشيطان المباراة وشيطان المباراة وتعادل يعني ما كناش نكون نحبين النتيجة الأولى أو المباراة الأولى تبقى هنا طبعاً مية وتمانين ديئة وشيطان المباراة ومباراة أخرى عندنا مهمة صعبة جداً في أرادس في تونس كابتن ناسمية لكن انت بداية البداية كنت موفقة جداً وبتدي في ديئة 11 بتهديف ان انت كان لازم تدوس أكتر وتحط الجول التاني وتأكد بشكل كبير تفوقك في هذه المباراة خاصة ان انت حرصت هذا بداية كابتن سنيني هارض لك النادو الأهلي ممكن انا من وجهة نظر النتيجة انا احنا انهزامنا النهاردة من وجهة نظر من اتنين اتنين الامور صعبة قوي لكن انا بقول هارض لك النادو الأهلي النهاردة قدت أداء يعني فوق المتوسط الفرص طبعاً أصارت علينا ضيعنا فرص كتير جداً ما استغلنهاش عن طريق أزارو والشيخ وطبعنا عمالة متاعب لما نزل ضيع فرصتين كل دي الحاجات دي يعني ممكن نندم عليها بعد كده إنما دي دحل كورة القدم الأهداف بتيجي من الأخطاء فإحنا يعني بحقي كابتر ربيع وكابتر نوليد إنهم اتكلموا في مضمون المباراة اتكلموا في نقطة مهمة جدا اتكلموا في تغيرات اتكلموا في المفروض التشكيل مين يلعب ومين اللي ما يلعبش في الروح اللي كانوا بلعاوا بيها أدوا أداء مش بطال إنما النتيجة في الآخر هي اللي بتحسم اللقاء وبتحسم البطولة أنا كاتب كذا حاجة كده ممكن أنا بحقي المدرب بنزرتي إنه هو عمل تغييره أو زي ما بيقوله بلغة الكرة التركية كده في نص الملعب إنه هو غير فخر الدين فخر الدين يوسف من بداية المباراة ولعب فرانكم يعني عشان طبعا قوة وسط لعبة النادي الأهلي صالح لما نزل أو عبدالله لما كان موجود وليد لما نزل كل اللعبة اللي كانت موجودة وأجايل لما بيجي من تحت فحس إن الجبهات ممكن تشتغل وهي بفيه زيادة عددية في نص الملعب بالنسبة له فحط فرانكم في قلب الملعب أو وسط تمركز دفاعي زي حصام عشور كده عايز أقولك بلغة الكرة كده كان يعني عمل كل حاج قطع ضغط على الخص استلام وتسليم صح هو نجم المباراة يعني من اللعبة المميازة جدا إحنا فعلا في النادي الأهلي محتاجين لعيب زي ده محتاجين لعيب زي فرانكم برضو بالإشادة اللي أنت تتكلم عليه هو كان حاطت أمل كبير على الاتنين سواء بقى كلبالي أو فرانكم قبل المباراة وكلم لأنا هلاقي بالنادي أهلي بالاتنين دول سيبقوا موجودين للجزء الدفاعي لأن عندهم قوة دفاعية كبيرة وده حصل هو قطع عليك مياه ونور زي ما بنتكلم كده بزبط مياه ونور عليك وبعدين كمان غلان شعلاني وكلوبالي وفرانكم يعني عايز أقولك دايق المساحات قوي خلى خطورتك قلت مفيش كرة بتوصل لواليد أزارو كتير مفيش كرة بتوصل لعبدالله كتير من وراء الخطوط وزي ما بتحرك مفيش كرة لكلوبالي فيه ضغط في نص الملعب لا أرى الجيم كويس قوي وحضر نفسه المباراة فأنا الحقيقة يمكن أنا ما كنتش تمنى أنه دا يحصل إنما دا حالة الفرقة هنا وهنا أول 45 دقيقة أنا شاف أنها 50-50 في كل حاجة من نواحي البدنية والفنية والأهداف يمكن أول 11 دقيقة عبدالله سعيد من ضرب الجزاء وبعد كده جاب طا ياسين خنيسي من ضربة أو فاول ضربة روكنية طبعا اللي تكلمنا عليه اللي تكلمنا عليه قلت قبل المباراة المباراة النهاردة وطول ما أنت سفر ومدافع كويس ومقام من دفاعاتك هتقدر تتعامل مع مباراة والسيناريو همشي كويس جدا إنما النهاردة يمكن للأسف عايز أقول لك رقابة دفاعية كان فيه أخطاء من سعد سمير أحمد فتحي معلول أزارو كلوبالي كرة اللي جات فينا جون بعد ما تلعبت ما كانش فيه حد ياخد البعيدة كمان غيره القريبة لما تعملت تاتش جات للإخنيسي ما كانش فيه رقابة دفاعية داخل التمنتاشر وده اللي احنا تكلمنا عليه إن هما مميزين شمال أفريقيا وبالذات التوانسة فرت التراجي خصوصاً إن هي مميزة بالكور السابتة أو كور العرضية عشان كده كنا لازم نخلي بنا ولازم كنا نضغط على الخصم وفي داخل التمنتاشر يكون فيه رقابة دفاعية أكتر من كده عايز أقول لك كابتن فاروق الشوت تاني النادي الأهلي كان أفضل معدلات الجارية كانت أكتر الفرص كانت أكتر كان ممكن يكون لنا ضرب الجزائع عن طريق وليد أزارو زي الشوت الأولاني إنما طبعاً الحكم ما حسبهاش لكن أنا وجهت نظرة لكابتن ويدو الكابتن ربيع التغييرات اللي الكابتن حسام نزلها الشوت تاني هو ده المفروض اللي كان يلعب به وعلى طول الكابتن حسام بيلعب باللعبة دي وبيلعب بالخبرات دي في المتشاط التقيلة ومتشاط أفريقيا بالأخص اللي احنا شوفنا النهاردة مباراة وكلمنا كلنا آه أبراب عليك ده نهاية مبكر نهاية مبكر فرقة تقيلة بفرقة بتعرف تتعامل مع الخصم كويس جداً بره ملعبها وجوه ملعبها نسبة الاستحواز بعض الفترات كانت أعلى من نادي الأهل لأن كانوا مركزين أكتر إنما شوفنا النادي الأهل النهاردة بطريقة مستمرة كان على فترات فأنا شايف أن النهاردة كانت مباراة قوية جداً استمتعنا بيها لكن نتيجة برضو أنا وجد نظر نهاية مش في صالحنا لكن بإذن الله بإذن الله نحن هناك زي ما قالت نحن الربيع نعمل آه طبعا كانت الربيع قال على الجزئي دي إن انت في بعض الأحيان انت كنت تتعادل مع الفرقة تونسية أنا بتروح هناك بتاخد بطاقة التقاهل من خلال طبعا موجودك في تونس ولكن ممكن أكتن كان الأهداف يعني وجهة نظري أنا الشخصية انت كنت بتتعادل 0-0 أو 1-1 لكن 2-2 الأمور عادل الأهداف صعب لكن مطالب بس إنك فيك سبكت انت عندك أفراد لو في توفيق شوف لو توفي حتى الشوت التاني إحنا وصلنا كم مرة وصلنا كثير جداً جاءت لك ثوابت كثير جداً وجاء لك أكتر من الكورة وأخذ بالك وأم الشوت التاني وأثنين كورتين أخذ بالك إن القدرات اللي عندك انت شوف اللي طمينك حاجة محمد ده هو العيب اللي بيصنع النتائج بيصنع الهداف توفيق الله سبح فإنت عندك قدرات القدرات بتاعتنا النهاردة ممكن ورد إنه مفيش توفيق مفيش توفيق لكن هو راح بكام كورة وصلت للتلت الأمام من كم مرة هو وصل أنا وصلت كثير جداً لكن إحنا ضيعنا وقت فاول يعني أنت عندك أول أحد عشر دياء قبل البناء انت ما يجي أكتر من هدف ضاعي محمد شوفوا الشوت التاني نسبة للسحواز هو الشوت التاني وايف تماماً دليل نغير الاتنين روس حربة طي يا سين والبدري غيرهم الاتنين لأنه مفيش حاجة ونزل فخر الدين في الرايت عشان معلول إزاي بيزيد 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 الباكين النهاردة عملوا كل حاجة كورسات عرضية كتير جداً لو هو بس يعني وبيضيع ضيع كتير جداً واف لكن الشكل العام يطمنك وفيش مفيش مستحيل وبأي انت النادي الأهلي انت صاحب التامن مرات بطولات فالقدرات مع ان شاء الله خبرات حسام زاد بإذن الله عودت بإذن الله تعالى أكتر من اللعيم تلاقي الأمور الأمور من وجهة نظر أنا هناك في تونس الأهلي بيتفوق دائماً والله هم بيتحطوا تحت ضغط جمهورهم بيتحطوا تحت ضغط لكن الحمد لله انت الشكل العام النهاردة الفني ما هي الأكش مع الرغم تدخل فيه هدفين والله العظيم أنا بتكلم بواقعية شديدة جداً مش أي حاجة الشكل الفني انت كنت بتحاول وبتروح انت بات خاف ولكن أخطاء أنا أقول النهاردة يا محمد أخاف لما ده النهاردة لا يا ليلة ده اللعيبة مش في مستوى تعني عندك نسب كثيرة جداً فنية ترشحك ولو فيه توفيه على أقل اتنين واحد على أقل بسناء هدف انت ذا الهدف بداخل فيك زاية تانية أي حاجة مش طوفي شريف نجم كبير ونعيب كبير وكان من أحصر حراس المرمى وحصر حراس المرمى في مصر الموسم الماضي وفيش هاي مشاكل خالص فلأصوضوا ان انت 11 تد 11 النهاردة التنافس السنائي النهاردة بقولش معركة التنافس النهاردة على أحصر ما يكون تنافس السنائية هم متفوقوش علينا بقولك احنا تفوقنا وصلنا جابهات خلي بالك جابها ليبينا احمد فاتح وخد بالك جابها الشمال المعلوم بوسط ملعب لما نزل وليد عمل شغل رائع وليد وعمل حركة وعمل نشاط هجومي لما صالح هجومها نزل بتمريداته الحاسمة الأمامية حد بالك لما نزل متعم عمل حركة ويمكن في حاجتين مهمين جدا في شك في بنالتي لأظهره في دياءة 75 فيه كرة ممكن فيها شكل كبير جدا واخد بالك والكرة اللي في صاعد دي تحسن بتا محمد بتاع العرض بتاع عبتها مش مش فساعد مش خالص في الكورتين اخد بالك فالمجمل الفني من وجهة نظري لجمهور النادي الأهلي وحب النادي الأهلي ان شاء الله احنا فرة كبيرة بنقود في ايهو عندنا لعيبة كبيرة جدا كبيرة في الملع كبيرة في فنياتها كبيرة بتحركاتها كبيرة بتمريرها نهارده نسبة التنمير الحمد لله عندك كتيرة جدا ونسبة الاسحواس شوء ثاني ترجحك ان انت تكسب لكن ما فيش توفيق فيش توفيق هم وصلوا باكسر مكافرة كبيرة نحترمها وطبعا هتتعبنا جدا وفيش حاجة بتيجي يا وليد بسهولة فيش حاجة بتيجي بسهولة ما انت لازم تروح ناك وتتهم وانت رحت معناك واجبت مساعد عن طريق سهلا على حفيد رحت ناك عن طريق وليد ووالله تبقى حلوتها في الموقف اللي احنا معتتنين فيها كابتل لو ربنا اراد وإكرامنا بالتقاهل للمرحلة اللي جاية تبقى حلو قوي بص محمد بص وليد لو خلصنا الدور دي هناخده البطول بص سامير احسبوا وفتكروا افتكروا دايما ان احنا لما نتحط في النتائج دي بنركز اكتر ونلتزم اكتر والإصطار بيدخل بخل نادي الاهلي اكتر نادي الاهلي طول عمره كده كده فالقصدي من يعوز بيأخذ المشاط دي اللي لايك السامير ان انت لك انت فنيا روحت فيه هدم توفيه وخلوه لك وفيه اخطاء اخطاء كليفتك يعني هما فرقة كبيرة وفرقة ان شاء الله تركز وحساب يمع حسابه كويس وربنا يا كريمنا نواتش التاني ان شاء الله كابتل وليد يعني انت زي ما احنا اتكلمنا انت بتديت بداية كويسة ضيعت حتى قبل ما تحرز الهدف مجموعة من الكرات في الثمنتاشر لكن انا لازم برضو نتكلم على فريق الترجي وكابتن فوزي البنزيرتي تغييراته حتى واضح جدا انه كان عنده استراتيجية معينة وتغيرت بعد احرازه الهدفين الكابتنالية بص هو يعني ما بيغيرش كتير يعني كابتن فوزي البنزيرتي من المدربين برضو عام زي كابتن حسام زي ميستر كوبر تغييره عزيز اوي هدف اول تغيير في الدقيقة تقريبا تمانية وستين فخر الدين بن يوسف مكان فرجاني ساسي فرجاني ساسي زي ما اتفقنا لعيب نص ملعب لكن اللعيب حريف اوي وهادي وبيلعب كرة كده انا قلتلك بيفكرني بسامي الشيشيني لكن ما بيلعبش اكتر من سبعين دقيقة سبعين دقيقة بيبتدي اللي اقل بدناها عنده تنزل فلاعب هو فخر الدين بن يوسف على حساب فرجاني ساسي فساعته كانت النتيجة كام كانت النتيجة خلاص اتنين اتنين وهو عايز يقمن نص ملعب جي في التغييره التانية او التالتة عمله في اخر ما فيش 8 دقايق او 9 دقايق يعني هيسم الجويني ده راس حربة حبي يريح طه ياسيني الخنيسي عمل مجهود كبير هدف افريقيا هدف الفرقة بتاعته وهيسم الجويني راس حربة يعني مش اوي يعني امكاناته على قد وشوية لكن هو مكتهد فحبي ينزله اخر 9 دقايق وبعد كده جي في ديئة 85 في اخر 5 دقايق نزل سعد بجر او سعد بقير ده بيلعب في نص الملعب على حساب انيس البدري انيس البدري خد بالك لازم نتفع على حاجة انه مش ده مستواه وهتلاقيه بشكل مختلف تماما في تونس خد بالك يعني الحمد لله النهاردة من اقل اللعيبة تراجي التونسي انيس البدري مع انه من احرف اللعيبة اللي موجودة في تونس فاخد بالك ده في استاد رادس يعني برضو احمد فتحي مهم جدا انه يبقى مأمن نفسه كويس فرقة لا فرقة تقيلة فرقة بتلعب بطريقة اوروبية بص خط الدفاع بيطلع بيضغط في كل حتة جاله توقيت على فكرة وهو واحد واحد بعد لما طاق ياسين جاب الهدف الاول في مرمانة وبقت واحد واحد في الديئة كام واحد وعشرين هو جاء قاعد يضغط من الديئة واحد وعشرين للديئة حوالي اربعين ضغط بطول الملعب ودي حاجة تبيلك هما قديه لا فرقة تقيلة وفرقة محترمة يعني الفرقة التانية الصغيرة يقولك الحمد لله انا جبت التعادل ارجع جدع لا ده ضغط عليك ليه لانه عارف ان التوقيت ده لعبت الاهلي هتبقى مهزوزة وبالفعل احسن توقيت للترجي النهاردة من الدقيقة عشرين من اول ما ياسين جاب الجن لغاية الدقيقة اربعين في الشوت الاول اداء رائع وضغط في كل حتة وضغط عليك وبدأ يروح لمرمى شريف اكرامي وبتحس كده ان بقى عندهم خطورة وتحرر بعد كده نزل الشوت التاني ربنا اداله طبعا واحدة في اول دقيقتين يعني الراجل اللعيبها وحش قوي لكن هارد لك شريف حاب يمسكها ضمانها زيادة على لزوم دخلت بس خلاص بقى في الديئة 48 وهو متقدم اتنين واحد فشيء طبيعي جدا على اي فرقة بقى كبيرة او صغيرة لازم هرجع للدفاع لازم هارد في نص ملعبي وهدفع بكسافة علشان احمي مرماية واخر هدف التعادل وقد كان يعني فعلا هدف التعادل في الديئة كام 68 يعني برضو اخر هدف التعادل اول غاية اخر 20 ديئة وصدر توطر وقلق للنادي الالي وعلشان كده كابتن حسام بدأ في التغييرات بسرعة يعني وليد سليمان في الديئة 52 على طول صالح جمعة بعده في الديئة 60 كمان يعني من اول من المرات القليلة اللي لقيت كابتن حسام بيستعجل في التغيير يعني في الديئة 75 كان مغير التلاتة مش معودنا طبعا عشان النتيجة زي ما كامونا بيقول طبعا عشان التوتر وعايز برضو يعني يضخ دم جديد يعني نزل عماد متعب في الديئة 75 ودي حاجة بقى عماد متعب مع وليد أزارو مع وليد سليمان مع صالح جمعة مع عبدالله الصعيد بيهاجم بعدد كبير فبالتالي يعني اشتغل فوز البنزيرتي في شكل كويس قوي وكابتن حسام اشتغل كويس برضو هاردلك في النتيجة لكن انا باتفق مع كامونا مليون في المية قال النقطة مهمة جدا النتيجة وحشة جدا علينا لازم نكسب يعني ولا ولا صفر صفر ينفع كناك ولا واحد واحد وحتى لو اتنين اتنين هتلعب ضربات جزائية يبقى انت محتاج تكسب طب محتاج تكسب دي هتدخل بقى بقى هتحضر نفسك من دلوقتي للمباراة جاية انا واثقة كابتن مريدي ان كابتن حسام البدري يعني هو بيفكر هنا طبعا كان عايز يخلص مباراة بمكسب ان هو كان حطت السيناريو المباراة التاني كمان هنا ان هو لو كان كسب كان هيلعب بثلاثة فندر مثلا كان الشؤل اللي هو عمله في بيتفست كابتن بشكل كبير كان يتعامل مع فيه في الترجل لكن طبعا وضع دلوقتي بيختلف فكريا بالنسبة له يعني مهم نحط الناس قدام فكري كابتن حسام طبعا الكابتن ربيع مدرب كبير ويقدر يشرح لنا جزئة دي هل انا اروح بقاني استراتيجية هل اضغط بطول الملعب والعب جيم ضاغط زي ما كابتن عمل في 2012 على الترجل وخطف جنين وبعد كده امن نفسه ولا اروح العب جيم متوازن وارده في نص ملعبي وخلي المباراة برضو رايحة جاية على امل ان انا اخطف هدف يعني صحيح خليها كان لك برضو على دور كابتن حسام بدل اثناء المباراة وادارته الفنية كابتن سامير في المباراة انتغيراته حتى كنا كابتن وليت كان لتكلم عليها يعني نزول صالح جمعة بدل حسام عشور وايضا عماد متعب بدل اجاييه دول التغيرين اللي كابتن حسام البادري اتعامل معاهم يعني برضو كين تأثيرهم تأثيرهم نون هي ايجابية يعني كابتن حسام تملي تغيراته ايضا ننسيت احمد الشيخ وليد سليمان بدل احمد الشيخ اه التغيرة اللي انا كلمت فعليها بداية الكلام ان وليد سليمان هو اللي يبدأ مكان الشيخ دي بس التحافظ لانا كنت بقوله من شوية ان خبرة وليد سليمان في المطشاط الافريقية اكتر من خبرة الشيخ وبعدين الشيخ لسه جاي من المقصة عايز بس اكلم على الشيخ بس وعدنا هكابين لك كلامي ويريت ما يزعلش مني يعني او كلام ده في مصلحته الشيخ في المقصة غير النادي الاهلي النادي الاهلي غير المقصة مطشاط النادي الاهلي افريقيا بطولة كاس دوري كل ده مختلف وليد سليمان عبدالله السعيد صالح جمعة كانوا جايين النادي الاهلي بيلعبوا نفس طريقة الشيخ بيهاجموا بس دلوقت الكابتن حسام موظفهم كويس جدا بيقدر يستغلهم في الدفاع والارتداز السريع بالنواحي الدفاعية الشيخ لو ما عملش دي يعني عايز اقولك نسبة مشاركته في المباريات هتبقى ضعيفة قوي ليه انه وليد بيعملها كويس جدا مؤمن سليمان دلوقتي بيعملها كويس جدا او جايي بيعملها كويس جدا عبدالله السعيد حتى صالح جمعة صالح جمعة لما بتدى يزود النواحي الدفاعية كوبر خده المنتخب فدي كابتن حسام بيقدر يعالجها وبيقدر ان هو يعملها بشكل كويس جدا ده بالنسبة لأحمد الشير تغييرات اللي كابتن حسام عملها يعني معظمها ايجابية ان انا شايف طبعا وبرضو عايز اقول لعبدالله السعيد برضو مفيش غبار عليك عبدالله السعيد من لعبك كبير قوي اللي بنعتمد عليها في المنتخب والنادي الاهلي انما عبدالله عايز اقولك يعني مش عايز اقولك وصل لدرجة نحن يقوله على استهلك كابتن ربيع لقيت كمية مباراة كتير اوى فاروق فبيجي عليه فترات ما بيقدرش بتطلب منه طاقة وبتطلب منه مجهود اكتر من طاقة واكتر من مجهوده فهو غصبا عنه ما بيقدرش يعني الناس كهير اوضلوا فوص الملعب بالزبط كده يعني بطلب منه هو جاي من مطشات منتخب ومطشات دوري وتمرين كل يوم خلاص ما بقلو سنة ونص مش ما بيرايحش فبتضطر ان انت بتطلعو ده جوز برضو من التغيير اللي احنا بنتكلم فيه وليد سليمان نزل مكان الشيخ ادى باداء يعني رائع كنا بتكلم انا ووليد والاسنان المباراة شغالة وليد في ربع ساعة جاب ست فاولات منهم جون الهدف احرازه ازاره ازاره مخاطرة حسام عشور اخروج كابتن دي حسام عشور النهاردة كان بعيد شوية النزم التركيز كان انتقال السولية كان افضل شوية معدلة الجارب كانت احسن اذا كانت المباراة خلاص محتاجة حتة مش محتاجة حسام عشور في التوقيت ده اخد بالك انت مغلوب بالضبط مغلوب فهو كابتن معودنا على كده ان انت في توقيت معين اروح مننزل صالح جمعة وانطلع حسام عشور عشان اضغط بقع على الفر بعدين ايه مش فارقة الاتنين بلعبه فقل بالملعب وهم خلاص ابتدوا رجعوا وراء بلعب على المرتدة فحسام عشور النهاردة معدلات الجارب بتاعته كانت قال السولية كان رجله شغال وعمال يتحرك واستلام وتسليم وبيدور اللعب الكويس وعمل ربط مع صالح لما نزل ومع والد سليمان ومع ازاره فبتهالي تغيير بتاعت حسام عشور كانت افضل كان يريح مفيش مشكلة ده تبقى حالة يعني مفيش ميس يعني اللي اغبار طبعا على حسام عشور من اللعب الممتازة طبعا لكن التغيير كان موفق ويعني عايز اقولك فاد النادي الاهلي تغييره بتاعت عماد متعب انا شايف انها تغييره يعني يعني اتأخرت يعني يتنزل عماد متعب من بدري تلعب بفرودين وتطلع واحد من وليد ازاره واجاي او تنزل مؤمن سليمان وتخلي فرودين تخلي وليد ازاره ومؤمن زكريا يجي من تحتهم هو وليد وصالح ابو ثلاثة واتنين قدامهم دي كانت وجهة نظر ان انت تزود الكسافة الهجومية تخلي فرودين تغييره بدل عماد متعب كنا ننزل مؤمن زكريا ونلعب بأجاي وازاره وصالح ومؤمن وليد سليمان دي كانت وجهة نظر كنت تزود كسافة عددية عندك أجايه بيلعب دماغه كويس عندك أزاره بيلعب دماغه كويس في انت اللقات هتيجي من العمق عن طريق صالح من الاطراف عن طريق وليد ومؤمن هتحس ان اللي فيه تكتل كنت تقدر تشغل الاطراف كمان لما يزيد علي معلول واحمد فتحي كان يبقى فيه خطورة أكبر منك طيب كنت ربي ممكن يعني مباراة اكيد ما كانش توقعها جمهور النادي الأهلي ولا احنا كنا نتوقعها اه من توقع مباراة جيدة تحقيق نتيجة ولو واحد صفر للنادي الأهلي وتبقى ليك فرصة للوصول هناك وانت بتلعب حتى إلى حد ما وانت كذبان كافي عدد وحنا بنتكلم معاه وقال النادي الأهلي يقدر يقول بشكل كبير الاستراتيجية اللي ممكن نلعب بها النادي الأهلي وشكله فيه المباراة القادمة يوم 23 استمبر ان شاء الله القادم يعني كلنا امل حالة الفوز هي الوحيدة اللي بالنسبة لك المتاحة غير كده انت موجود برا هذه البطولة والحلم بالنسبة لك لتحقيق النجمة التساكت لا بو سي الأول احنا قلنا الكرة فيها كل حاجة يعني فريد تراجي كل الاحتراء ومتأديره عنده أنا قلت لك فيه عنده جانب فني لازم تعمل له حساب كياس قوي والراجب كان عنده جوانب فنية على مدار شوت أول بالنسبة كبيرة جدا والشوت الثاني تراجع طبعا والتعب شفناه على اللعيبة وتراجعوا في شكل كبير جدا في خط في الخط الضهر وكان عندهم مشاكل في ثوابت في ثوابت اللي احنا مفيدكم نستغلها أكتر من كده احنا انت مشكلتك النهار ده محمد فعا كتير مهمين جدا انت مشكلتك في التهديف انت وصلت كتير جدا ورحت ووصلت التمنتاشر التهديف يعني الشكل العام بالنسبة للجوانب الخططية اللي انت سيطرتها بالمباراة يعني انت سيطرتها على المباراة والشوط التالي بالذات بجوانب خططية رائعة مجموعات لعب مجموعات لعب مجموعات لعب وان العمق فيه اتنين جامدين جدا حفظين كلبالي وكوم دول عندهم جشق دفاعي وفي نفس الوقت بيعرف يسلم الكورة ما بيعطعش الكورة عشوائي بيطاحها وبيسلمها بيسلمها ويطلعوا بيها كويس انا من وجهة نظري بأمر الله توفيه ان شاء الله التغيير هتتغير فيه افراد ممكن يبتدي بهم حسام في الموتش التاني ان شاء الله بعد خمس ايام او سبع ايام الطريقة ممكن تتغير المشيات اللي في نفس الوقت يعني انا من وجهة نظري ان فريد ترجي ان ألعب عليه ضاغط من الامام يعني ضاغط من قدام ده مهم جدا ارعب به الناس يعني انا لازم افرد اسلوبي في شغل اليجوم وخاصة في التلت الوسطاني والتلت الامامي التلت تلت الملعب الطريقة نازم تتغير وانا متأكد وانا عارفين ان حسام وقت كتير جدا مغير مش معنى تتغير معناها ان انا لأ تتغير للأحسن والأفضل عشان اقدر اسيطر انا وانتلك الموتش النهاردة الخماسي تعاوز الملعب وهو خمسة ضد خمس انت بتروح فطول ما انت بيسيطر وتستحوز وتروح وتوصل خطورتك هنا فالجناب عندنا اشتغل كويس جدا هو ده اللي مطلوب الموتش الجاي انك تشغل اطراف كويس اوي انك رسل تحتك ممكن تحغير من 4-2-3-1 4-4-1-1 او 4-2-3-1 بمشتقاتها الهجومية والدفاعية فكر حسام البدري بأمر الله تعالى الموتش الجاي بدقة غير عادية وبتركيز غير عادي وبالتزام غير عادي في شكل فني انا عاوز فرق بأمر الله تعالى انشط وسط ملعبي او انشط اطرافي كويس اوي انشط الهجومي اللي بروح على الجول ارعب الفريق افرض شغلي وسيطرتي وطموحي الفني بمجموعة من التحركات بالتمرير فلسافة النجر الاعلي وحسام البدري في الموسم الماضي بانه ياخد الدولي والكاس بتمريره بالنسبة الاستحواز بانه يفتغيش الكورة النهار ده عدم فقد الكورة الفريق تراجي وخصصته الاول هي ده اللي هزت النادر اهلي شوية هزته شوية وخلت فريق تراجع وحسوا انه قدامهم فريق كبير حجمه كبير فالنياته كبير ثقة في نفسه كبيرة جدا فهو ده اللي لازم يبديه يبتدي بيه حسام الثقة اخذ بالك التمرير انا حافظ على الكورة ان انا ان شاء الرحمن اروح وانا اعود في اي وقت مش معنى ان انا هاجم هافتح خطوطنا مين اللي بيهاجم ومن اللي بيسجل ده معروف ولاد حسام البدري لكن التوازن الدفاعي شغل الدفاعي وده اللي اعتقد انه بيحضره حسام من غير الكورة من غير الكورة يعني ضاغل وخاصة فيه نقطة مهمة جدا يا وليد تخلي بقى لك يا سمير ان اللي يقل بدنيا بتاعتنا احنا حسن وفضل فدي تخليك حواليه تروح وانت بفضل الله تعالى يبعاندك شك هجومي وشك دفاعي يعني هم مرهقين اكتر مننا هم اولا لعبوا اربع جولات في دور التونسي اربع مباراة احنا لعبين مباراة واحدة هم لعبوا البطولة العربية كملوا للاخر وعملوا مجهود فيها صفر كتير كمان هم مجموعتهم كانت اصعب من مجموعتنا كتير هم وصلين عن كان نصف البطولة العربية كمان ايضا انا كابتان اللي عاوزة والضغر اللي عاوزة نقوله بس ان احنا جاهزين الجاهزان ده وليد يديك ثقة وخليك تفكر زي ما انت عايز ان انت يعني اعمل حسابي بقى يعني الشكل والخطة واخد بالك والجانب واخد بالك يا سمير دي مهم اه طبعا وانا لايق تبنيه فضلات خليني اضغط بخافش ويتحول من دفاع لهجوم ونجوم لدفاع عندي جانب وجوه فردي وعندي جانب جماعي واخد بالك اروح بي فالقصوده ان احنا حالتنا مش وحشة الحمد لله فمن هنا احنا طول عمرنا بدأنا بغرة بضاغط واشتغلنا وسجلنا ورجعنا بأحنا النتائج بأمر الله تعالى صحيح طيب يعني دي تصريحات كتف حسين البدري بعد المباراة والكلام كتف حسين البدري على ان الحكم كان عامل مؤسر سلبي في المباراة بنتيجة المباراة لم يحتسب او لم يحتسب اتنين ضرب الجزاء بالنسبة لنادي اهل دي من وجهة نظر كتف حسين البدري وان النتيجة ليست مرتبطة بالاداء كنا الافضل على مدار شاطين المباراة ايضا اضعنا اهداف كثيرة ده كتف حسين ممكن طبعا واضح جدا اضعة الاهداف وده اشتكى منه كتف حسين البدري مش في المباراة دي بس في المباراة قبل كلا كتير سواء بقى في البطولة العربية او في الدور المصري ايضا اتكلم كبت حسين البدري على الشوت التاني بالنسبة للمباراة القادمة او كبت حسين البدري بيعتبر المباراة القادمة هي الشوت التاني بالنسبة لفريق النادي الاهلي في رادس وان ان شاء الله فيه تركيز كبير من اللاعبين وهيكون موجود تركيز كبير جدا وان التأهل لايس بعيدا وعندنا القدرة على الفوز بالنسبة ان شاء الله للمباراة القادمة وثقت قبت حسين البدري هو بيتكلم على اللاعبين ثقته كبيرة في اللاعبين واكيد لو هو كبت حسين البدري ايضا هو بيصرح ان موجود بعض السلبيات هيتم طبعا تلاشها بشكل كبير ومضاعفة الايجابيات في المباراة القادمة ورفض كبت حسين البدري التعليق على خطأ شريف اكرامي في الهدف التاني وقال دي اخطاء موجودة ووردة بشكل كبير وكان في اخطاء موجودة في المباراة تسببت في اربع هدف سواء بقى هدفين في النادي الاهلي او هدفين في التراجي كابتن وريد يعني اعتقد ان تصريحات بالنسبة لك كابتن حسين معقولة في شكل التصريحات كلها طبيعية مع هذا تصريح واحد انا مش عايز النادي الاهلي يدخل في موضوع التحكيم يعني خد بالك انا شايف انها هتجيب نتيجة عكسية سواء في افريقيا او في الدور المصري او في اي بطولة ندخلها احنا لو كل مباراة هنتكلم على التحكيم هيجيب لنا نتيجة عكسية حكام افريقيا بيدايقوا جدا من التصريحات دي انت هتروح تلعب لسه مباراة العودة في تونس اكيد بحكام افرقى ممكن معرفش حطوا الحكم ولا لا بس هي الفكرة ان انا شايف ان النادي الاهلي المفروض يعمل يعني ستوب كده يعمل ايقاف كامل كامل فيما يخص التحكيم دي وجهة نظري لان انا شايف ان من كتر الكلام على التحكيم هيجيب نتيجة عكسية لكن الباقي كله طبعا الاخطاء ورده في الكورة طبعا النادي الاهلي كان احسن نفس المشكلة مستمرة من السنة اللي فاتت وانحنا بنقولها وبنأكدها كل مرة ضياع الفرص السهلة النادي الاهلي بيروح ب7-8 فرص مؤكدة بتجيب واحدة او بتجيب اتنين فبالتالي في المبارات الكبيرة ده يعني المبارات كبيرة مش هتستحمل الكلام ده وقد كان نتيجة سيئة جدا بالنسبة لنا ونتيجة عكسية لازم نعمل مجهود مضاعف في رادس علشان نروح للمكسب انت ممكن اه توصل بس توصل 3-3 هل ممكن تتعدل 3-3 في رادس الله اعلم لكن المهم يعني ناخد ناخد مبدأ ناخد مبدأ ان احنا لازم نسجل كامل صح ما سجلناش خلاص احنا بارد وهم كان الترجي كابتن بيلعب على الجزئة دي النهاردة بلزبط ان هو يسجل تسجيل بالنسبة في المبارات اذا كده تبقى هيا وانحنا قلنا خليك الاول يعني انت الافضل على قد ما نقدر الترجي ما يسجلش هنا هو سجل بدل الواحد جونين بدل هدف هدفين فبالتالي احنا كمان محتاجين ان احنا نسجل عندهم يعني دي نقطة عشان نسجل لكابتن بقى هناك بص عندك اتنين سيناريو يعني يهما تعمل السيناريو بتاع 2012 والنادي الاهل يقدر على كده والكابت الربيع قال حتة مهمة جدا فكرة اللاقة البدنية احنا اللاقة البدنية فعلا اعلى منهم فتقدر تروح تضغط بطول الملعب تلعب بقى انا وجهة نظري يلعب اجاييه كمهاجم ويلعب وليد سليمان وعبدالله السعيد ومؤمن زكريه وعشور والسولية وتضغط بالستة دول اهما كمونا يعني احنا متفقين على الفرقة وتضغط بطول الملعب وتبقى عايز تعمل لهم ايه حاجة اسمها الصدمة في الكرة ان انا الجيم ده مش هسيب التسعين دي رايحة جاية او مش هتوازن انا هضغط عليك من الاول لان ليه لان انا لازم احط الكرة في الجوان لو انا لو الاهلي ما جابش جوان خلاص طبع برها البطولة فعلشان اهدف انا ما اقدرش اسيب نص ملعب وارجع اعمل دفاع منطقة فهو يعمل استحواز ودي ما كلنا شايفين تقول الوقت نفسه مش في صالح قول لي مين منهم مين منهم ما بيطلعش كرة صح كفريقته الترجي اه يعني فرانكم كوليبالي غيلان الشعلاني فهرجاني ساسي انيس البادري لو لعب فخر الدين بن يوسف خليه شمان بص ما وسط الضغط كمان عليه خرط فما بالك بقى فرادس مع الجمهور مع الملعب هيتق فانا ما اقدرش اسيب له الاستحواز هضيع وقت كتير قوي من المباراة اه مهضر وبعد كده هبتدي انا اللي اتوتر وبعد كده انا اللي هبتدي اغير بسرعة فبالتالي انا شايف ان انا هلعب كل في الكل ابتدي ضاغط بطول الملعب كل المباراة كل المباراة لش سعب لأ ما لغات لما انا هدف اه انا هدفت وبقت واحد صف اقدر ارد واخليه هو اللي يجيلي واخليه هو اللي متوتر واخليه هو اللي يغير لكن اه كابتن فوز البنزيرتي مدرب كبير واخد بالك لو انت سبت له نص الملعب هيقعد يباصي ويعمل لك استحواز بقى سبعين في اللي تمانين في المية وهاي لانه هو عارف ان في الاخر المباراة دي هو عايز يطولها مع وقع كتير مع اضيع وقت كتير مع ان انا امسك استحواز سلبي كتير ما ببعندوش مشكلة فبالتالي كمان نقدر الله بقى كمان لو هو احرز الاول هيبقى عندي مشكلة كبيرة هبقى لسه بقى بدور على جنين صحيح مش جن واحد فبالتالي اشوف ان النادي الآلي يلعب بقى بمغامرة مغامرة يكون فيها رزق ومش هيبقى مغامرة عالية انا اقولك المغامرة العالية لو انا بقى ايه هلعب مثلا بحصام عشور وجنبه صالح جمعة والعب بقى مغامرة عالية قوي لكن الرزق العالي ده انا باتفق معاك ان احنا نقسمه خلال المباراة لكن كبدايا على الاقل اعمل مغامرة واحدة انه نضغط من قدام يبقى انا كده حتى الربح ساعة الاولانية يا كابتن ان انا لا انا مش جاي بزد اه اسيبي المباراة كده وغسان النادي الاهل ده برضو في فكر الناس او اللعيبة ممكن تحس بها كابتن فممكن وممكن برضو وممكن برضو يبتدي بوليد ازارو ما فيهاش مشكلة برضو مهاجم سريع وقو وبيضغط ما فيش مشكلة في الافراد كابتن يختار الافراد احنا بنتكلم على الاستراتيجية شوف ان احنا نروح نضغط عليهم في رادس ندور احنا على الهدف الاول مهم جدا وفي الاخر ناخد بالنا تاني من الدربات السابت صحيح هدفاي الترجي النهاردة من دربات سابت تدخد بالك بقى هناك اشرص هناك الشرصة بتزيد طب انت جالك كام فاولة كام مونة جالنا كام فاولة احنا على التمنتاشر تمانية النهار تمانية تسعة عشرة صح شو التاني بس وعلي معلول بيعمله لما وليد نزل هو صالح صح بس اخدنا ايه واحدة بس واحدة لكن انت علي معلول رافع من ناحية اليمين بس خمس ست كور هيلين لكن انت م خلاص وانحنا قلنا النقطة دي بعد مغادرة حجازي وحسام غالي وعمري جمال بقى عندك مشكلة في الاطوال بقى عندك مشكلة في الدربات السابتة انت بتعمل دربات سابتة كويس قوي صالح عملها كويس قوي لولا انها خبطت في كتف رامي وخبطت في الجون ونزلت الوليد اظهره على خط الجون كان يبقى صعب ان انت تهد صحيح كابتن سابتة خانيها كلامك النهاردة انا لازم اتكلم على جزئة الاخطاء اللي كلم عليه كابتن حسام البدل اخطاء الدفاعية بالنسبة للنادي الاني كانت متنسلة في ايه الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه كابتن ربيع اتكلم فيه وكابتن وليد وانا كلمت فيه وانت شاركتنا في الرأي وقلت فعلا كورة شمال افريقيا خصصا الكورة التونسية مميزين جدا بكورة سابت في الكورنر او الاطراف او الفاولات المواجهة فدي سببت لنا مشكلة النهاردة الجنل اللي جيه طبعا مفيش رقابة دفاعية رقم واحد مفيش ربط ما بين شريف اكرامي ولا سعد سامير ولا فتحي ولا معلول كان راجع اجاي وكان راجع ازارو زيادة دفاعية مع ان هم طبعا مهاجمين لكن واخدين تعليمات من كابتن حسان البدر ان هم يكون مهودين داخل الصندوق اثناء الكورة السابتة من على الاطراف لكن للأسف ما كانش فيه رقابة فدي جزء من الاخطاء اللي احنا بنتكلم عليها الاخطاء الدفاعية الاخطاء المتحركة بالنسبة لسعد ورامي النهاردة والتغطيات لعلي وفتحي انا شاف ان هي كانت الامور عادية جدا ان هو ما كانش بيهاجم البنزرتي بكساف عددية وليد كتير كان الكنيسي بس هو اللي كان بيهاجم وحتى الجوني اللي جابه جابه من كرة سابتة طب وكلام من حده كنت بتتكلم عليه الادوار الدفاعية مش فقط للجزء الخط الدفاع والطرفين بالنسبة لحسام عشور وايضا الشيخ واجايير الادوار الدفاعية بتاعتهم كانوا بقدوها بشكل جايد في المباراة حسام عشور والسولية كانوا متمركزين في وسط الملعب بطريقة يعني زيادة ما كانوش يعني كنا عارفين ان السولية بيزود مع الرباع الامامي وعشور هو لتمال يبواف متمركز في قلب الملعب لكن النهاردة كان واقف سابت فترات طويلة اوي هو وحسام عشور بالاضافة طبعا ان طبعا احمد الشيخ ما كانش بيعمل الادوار الدفاعية بتاعته وعشان كده كان فيه جاب كبير اوي ما بين الدفاع والهجوم للنادي الاهلي وكان فيه مساحة لوسط ملعب الترجي وبيلعب بارتاحية نسبة للسحواز تدور اللعب كل ده كان فيه طبعا ميزة او تميز لفرية الرجاء النهاردة وابتدى النهاردة البنزرتي كمان يعمل حاجة انه بيزود واحد تحت الفراو ده انه هو يعمل رابط مع الاخنسي ويمكن جات كورتين او تلاتة ما بين رامي وما بين سعد كان هيحصل فيها هزة كده لكن طبعا التركيز كان طبعا وفي توفيق انه هم ادروا انه هم يطعوا كرة بطريقة سليمة التمركز الدفاع النهاردة لحسام عشور والسلية كان زيادة يعني دفاعي اكتر من هجومي بالاضافة للشيخ الشيخ ما كانش بيدافع كتير الارتدي السريع اللي كابتن حسام بيطلبه انه هو يعمل رابط لحد نص الملعب يبقى رايب من احمد فاتح ويبقى رايب من حسام عشور ما كانش على ما يرام انما اجيه كان بيرجع مع المعلول هنا بيبقى عامل مع ربط ويبقى فيه ثلاث دفندرات في الحالة الدفاعية دي كانت حاجة مميزة يعني خد بالك عايزين بس نفاهم السادة المشاهدين حاجة فيه فرق بين الارتداد وبين ان انا بضغط استخلص الكور يعني احمد الشيخ واجرونيور اجاي بيرجعوا وعبد الله لكن النهاردة بيرجعوا وبيحلقوا فالمشكلة ان الخمسة بتوع ترجل الكابتن ربيع قال عليهم بينقلوا وانت بتحلق فهنا مظلوم مين مظلوم جدا حسام عشور والسولية لانه بيعود اتنين على خمسة عارف احنا الدايرة اللي احنا بنعملها لو جبنا احنا الاربعة اتنين في الوسط هنقض نين هو اللي بيقطعوا حسام عشور والسولية اللي بيضغطوا لكن الباقي بيحلق عشان كده احنا بنقول في وجود وليد سليمان ومؤمن زكريا دول بيرجعوا بيقطعوا يعني خد بالك وليد ومؤمن من احسن اللعبة اللي بتقطع كورة في فرق بين القط وبين الارتداد الارتداد بكله بيرجع بيرجع لكن اللي بيقطع غير اللي بيحلق اللي بيقطع بمميز بالدفع يعني احنا اللي بيقول مؤمن يلعب هنا واجاييل عبر رأس حربة لان اجاييلة ما بيلعب هنا اه بيرجع لكن بيحلق بتقدر تنقل عليه هو مش مدافع هو ما بيعرفش يستخلص الكورة تفهم؟ بالطريقة دي بالاسامي اللي بيولد بيقولها كمان ممكن يلعب يلعب بوليد سليمان ناحية اليمين او العكس ومؤمن ناحية التانية واجايه اه فرود صريح دي بتبقى ميزة بيعني بالزبط كده وبعدين زي ما انت قولت انا هضيف حاجة كمان اه عندهم حتة البرشرة او الضغط في نص الملعب على اي فرقة تقيلة او فرقة اه متوسطة بيعرف استخلص الكورة كويس جدا وبيعرفوا اطاع الكورة وكمان من ناحية الجمعية هم متفاهمين صحيح يعني التلاتة دول متفاهمين جدا جدا معهم كبان عبدالله ولما صالح بينزل عايز اقولك اه بيقطع اي حد بلغة الكورة فلازم اه كان الكابتن حسام النهاردة من وجهة نظري عملنا اداء كويس جدا الحقيقة ممكن خصوصا الشوت تاني كان بعد الفترات كان وان صاعد جيم بعد الفترات انما اه كان نفسي التشكيل الاسية كانت تبدأ زي ما احنا قلنا خلينا اروح لفاصل وارجع اكمل كلامي طبعا مع كبتر وبيع ويمكن وكبت وديت هو كبت خمير جزئية استغلال المساحات في الملعب يعني كبتر ممكن الترجل لحد ما كان مدايق الجزئية دي هل فعلا كبتر حسام واللعبين استغلوا مساحات الملعب النهاردة في استغلال الهجمات ووجودهم في الاماكن الصحيحة والتوزيع الهجومي بالنسبة لللعبين وما بين وما بين بعض كان جيد ولا الامور اختلفت بالنسبة لنادي الاهلي امام الترجل فاصل وارجع اكمل كلامي معدوث مرحب بحالكم مرة تانية هروح سريعا لامير هشام زمان امير هشام وكواليس ما بعد المباراة وتصريحات طبعا اكيد من الاثنين مدربين الفني او المدرين الفنيين بالنسبة للمباراة امير مساء خير عليك نور عليك كابتن فاروق وعلى ضيوفك وكل مشاهدي القناة الاهلي في كل مكان طبعا يمكن نتيجة ما كناش نتمناها طبعا من مباراة الاهلي والترجل النهاردة التعادل الاجيابي اتنين اتنين لكن خليني اقولك مقيلة بعد المباراة ومؤتمر الصحفي يمكن حضر في البداية المؤتمر الصحفي المدربة العام لفريق الترجي التونسي ويمكن نتكلم انه هما حقققوا نتيجة ايجابية جدا بالنسبة لهم هنا في الاسكندرية طبعا في استاد الجيش ببرج العرب من خلال التعادل اتنين اتنين هو شاف ان فريق وقده بشكل جيد جدا لكن قال احنا مش راضين عن فريق الترجي بنسبة 100% دايما اي مباراة حتى لو كسبنا او حققنا نتيجة ايجابية زي مباراة النهاردة امام فريق الأهلي هو قال احنا لسه هنشوف لسه هنفكر هنلعب الشكل بالنسبة لنا هيكون ازاي في مباراة العودة قال ان المباراة او النتيجة لسه ما انتهتش التأهل لسه ما اتحسامش بالنسبة لهم كفريق الترجي لكن قال ان هما ان شاء الله خلال مباراة العودة في استاد رادس هما قادرين ان هما يحققوا النتيجة المرجوة بالنسبة لهم طبعا ان هما يتأهلوا لدور نصف النهائي ده كان ملخص كلام المدرب العام الخاص بفريق الترجي التونسي لكن في المقابل كابتن حسام البدري حضر طبعا مؤتمر الصحفي يتكلم عن المباراة قال طبعا هو راضي عن اداء الفريق لكن هو شاف ان النتيجة كانت عكسية بالنسبة له مش دي النتيجة اللي كان بيتمنى خصوصا في زل الاداء الجيد اللي ادى لعبة النادي الاهلي النهاردة قال ان الاهداف اللي دخلت مرمى النادي الاهلي يمكن اهداف كلها من اخطاء قال تحديد عن الهدف الاول ان تمركز الدفاعي بالنسبة المدفاعي النادي الاهلي او بالنسبة لعبة النادي الاهلي خلال ضربة الركنية يمكن ما كانش جيد وده كان احد اسباب الهدف الاول وقال ان الهدف الثاني غالطة وارد انها ايضا تحصل وقال ان اربع اهداف جنف المباراة كلهم بسبب غلطات ايضا كابتل حسام البدري اتكلم وقال ان هو سقطه ما اهتزتش خالص اطلاقا باي لعب من اللاعبين اللي بدوا مبراطة النهاردة قال ان هو طبعا عنده سقة كبيرة جدا في اللعبين النادي الاهلي بعد انتهاء المباراة مباشرة دخل غرف خلع الملابس وقال للعبين احنا عندنا فرصة كبيرة جدا للتأهل للدور المقبل من دور قطال افريقيا من خلال الفوز على فريق الترجي فرادس قال ان احنا فرقتنا احسن وقال للعبين الكلام ده بالزبط قال احنا فرقنا افضل بكتير فرقنا وقدينا النهاردة اداء جايد جدا هم استغلوا بعض الاخطاء الفردية المكان المفروض النادي الاهلي طبعا ما يقعش فيها خلال المباراة قال ايضا ان هو قال خلال مؤتمر صحفي بالامس واللي هو صبق مباراة اليوم قال ان النتيجة كده كده المباراة مش هتحسن من اول طبعا يوم او من هنا من استاد الجيش طبعا مش هتكون نتيجة المباراة حسنات قال ان النتيجة هتحسن خلال مباراة العودة في تونس ايا كانت نتيجة النهاردة ايه اكد على كلامه خلال المؤتمر الصحفي وقال ان طبعا النادي الاهلي قادر بشكل كبير جدا ان هو يفوز قبل كده في ملعب رادس طبعا في 2006 ممكن تعادلنا هنا واحد واحد قادرنا نفوز بهدف ابو تريكا الشهير هناك في ملعب رادس وقالنا البطولة ايضا في 2012 النادي الاهلي تحادل مع الترجي واحد واحد ايضا وقدر ان هو يفوز في مباراة العودة 2-1 وكان طبعا تحت كياض الكابتن حسام ايضا لكن هو بشكل عام كابتن حسام راضي على اداء الفريق وقال ان شاء الله ان احنا ادريم بشكل كبير ان شاء الله ان احنا نواصل مشوارنا الافريكي من خلال التأهل من ملعب رادس ومبراد العودة امام فريق الترجي طبعا كان مدخص كلام كابتن حسام البدري في المؤتمر الصحفي خلينا اقول لك ان بعد اللحظات هيكون معك اللقاء مع كابتن فوزي البنزيرتي المدير الفني لفريق الترجي التونسي وفي المقابل ان شاء الله ايضا هيكون معك المؤتمر الصحفي الكامل بالنسبة لكابتن حسام البدري كابتن فروق شكرك يا امير طبعا نحن نحاول نتواصل مع امير وكل الكلام ما حدث بعد المباراة لكن في الوقت الاخر هي نتيجة غير متوقعة بالنسبة لنادي الاهل النهاردة فريق كبير زي الترجي موجود وبيلعب وبيحاول لكن احنا كان امان ان احنا نرايح نفسينا في شكل كبير قبل المباراة 23 هذا الشهر في رادس ولكن كبت ربيع كنت بكلم على جزئية قبل الفاصل المساحات بالنسبة لنادي الاهلي هل استغلها بالشكل السليم في هذه المباراة ولكن الامور كانت مختلفة بالنسبة للنادي الاهلي ما قدرش تستغل المساحات اللي كانت موجودة بالنسبة لا انت استغلت المساحات الدليل ان نسبة للسحواز ونسبة الخطورة كانت منك كتيرة جدا دي حقيقة احنا مشكلتنا زي ما قلت لك في العمق وفي نفس الوقت في التنت الأخير في احراز الأهداف بس يعني انت وكنت متواجد بشكل مناسب غطيت المساحات اللي موجودة هجوميا بالنسبة لك وما يخلش خطوط للترجل النهر ده بشكل جيد بص احنا لو مسكت فليل نادل الآن انا وصلت كم مرة ما انت تحسبها وهو احمد فاتح ده كان بيجري فين وبيعمل ومعلول اكتر مرة معلول هاجم فيها مساحات بجل نادل الآن الدليل ان فيه مساحات وكانوا فضين جدا وهو التعب حل واخد بالك حتى هواه غار الجنب اللي هو عندها عند معلول وساب الجنب التاني انما انت ماليت مساحات صالح جمعا صالح وجان واخد بالك كله راح وليد بقى يروح اظهروا نفسه راح كتير جدا واخد بالك انت بس انت احواز الاهداف انت مشكلتك في ان الفرص اللي جات لك كان لازم توجد منها اهداف ترجمها الاهداف ان ما وصلت مساحات انت بالعكس درامي كان بيزيد النهاردة احيانا على فترات كبيرة جدا واخد بالك ساعد بيسلم انت الشكل العام والمساحات هم تراجعوا في التلت الاخير عارف مشكلتنا في الزحمة في التلت الاولى اللي امتاحه انه كله بقى ايه وصلنا مسلا نستاشر العيب تمانا دي تمانية اتنين كانوا بيوقفوا بيزيد حتى السولية زاد تمانية من عندهم مش هالة من تمانية وتسعة كمان بيدافوا واحنا كنا مش هالة من تمانية موجودين في التمنتاشر هي دي الزحمة هي دي بقى المشاكل اللي احنا عنينا منها خلال مباراة النهار صحيح والله يا محمد فدي انت ما هي هو جول وانا قلتلك انا من وجهة نظري ان فيه بنامتي 100% بتاع اظهار وبرضو يعني ده فيه شك ولو كان فيه صورة سبيلك من نشوفناها انما هي التهديف انت برضو يعني عاوزي نقول حاجة برضو متعب اتأخرت فيه شوية 13 دي مش مش كفاء المتعة حاجب المتش ده وخبرات متعب تطلع وعلى ده الفرص اللي جات له كنت انو هو موجود في 13 دي يعني معقول تمام دخال مثلا ونزل وبقى 30 دي انما انت وصلت وروحت والثوابت النهاردة جات لك كتير جدا الخطورة كمان كانت في الثوابت نزبة التصويب عندنا وليلا قوي وده يقل لنسبة موجودة انما الحلول الهجومية النهاردة كانت كتيرة انت الباكين النهاردة عملوا كل حاجة الاطراف النهاردة عملوا كل حاجة لكن من نسبة لمساحات انا من وجهة نظري انه اللي كان ينقص النادي الاهلي انك تسجل هدف انك تترجل كل ده الهدف بالنسبة لأزاره وصل كتير جدا لكن ما عندهش الخبرة الافراخية حجم الترجي محتاج حجم برضو خبرة كبيرة جدا جدا لكن حاول حاول وجاب بينالتي وسجل هدف حاول برضو يعني معقول انما المساحات طول ما تهيه موجودة انما هم التلت الاخير وخلي بالك في رعونا صعبة جدا وفيه يعني استعجال انما المشكلة انك ممكن الترجي عمل التوفيه من وجهة نظرانا في التلت الاولاني عمل التوفيه كان له دول كبير جدا لكن الاهلي وصل وكممكن يسجل وكممكن يكسب كمان كاتون يا كاتون أسنو بيأتكلم على جزئية الاهداف وانت بالضيحها الحلول دي بالنسبة لعملات ان انت تبتلي تصلح الجزئية دي دي بتبقى منصبة في انا حياته هل مشكلة التدريب ولا مشكلة اللعيب نفسه ولا ايه الوضع بذلك لان طبع كابت عسام بيشتكي من هدي جزئية بقاله فترة قليلة في جزئية التهديف كابت عسام بيشتغل عليها على شقين شق في التدريب ان ما يبقاش التدريب سلبي يعني لازم يكون التدريب ايجابي وانت راجل رأس حربة وعارف انا لو عملت اوفرات وانت كرأس حربة في الثمنتاشر وسلبي كل كورة تخطها جول لكن انا التدريب يبقى متناصق مع المباراة ان انا احط وليد ازارو وحط جونيور اجياء وحط اعماد متعب في نفس المواقف وكرر كتير كتير يعني وليد ازارو الحاجات اللي هي يعني النهاردة في واحدة سهلة بس انا لأسف ما معناش صورة كنا نقول في واحدة لحمد الشيخ سهلة جدا نهي نهي نحن عدنا صح جوة ست اسندها بشمالي واعمل كده بيميني في البعيدة لكن هو عمل سند بشماله وعايز يعملها كده بشماله فجات في ايد الجول لان الجول واقف قدام لكن انا لو سندت بشمالي وحطتها كده بيميني في اي حتة جول ففكرة التكنيك بتاع الحركة نفس الوقت وليد ازارو انا رايح الانفراد رايح من ناحية الشمال متطرف سنة وطالع لي معز بن شريفي ورا تسعة يارضة فاضيين بالعرض كلهم فاضيين احط في اي حتة جول لكن ما حطهاش بره التسعة يارضة كلهم يعني ما حطش بره كل عرض الجول وتطلع بره خال لا احاول في التمرين ده احطه على واضح ان عنده مشكلة في شماله يعني حتى احنا شفنا في طلاع الجيش كرة اللي اللي عادة بي برضو راح اتقلشة فيبقى انا عندي مشكلة في الكرات اللي بروح بها انفراد بس نحت الشمال يبقى دي اشتغل عليها كتير ده شق شق التدريب طبعا شق شق التاني الفيديو اوقف وقاعد الناس بصوا جماعة انتو الكرة دي شوف بصت تسنت كده يا احمد وتحط كده بص يا وليد لما روح كده يبقى انكشها من فوق الجول احطها في الدقيقة احطها في البيدة لكن تبقى في كدر الجول بص انت هنا في الموقف ده عملت ايه بص انت لو كت الكرة جاية لك وراجل مندفع لو لفت بيه كده هتروح لجول وهكذا يبقى انا شغال على الشقين شق التدريب التدريب بص اي حاجة من غير التدريب مش تنفق لازم اضرب كتير قوي على الحاجة اللي مقصاني زي بالنسبة للسردباكات التغطية الحاجات اللي هي في الكرة السابتة دي اتخطفت على القريبة احمد فتحي سرح رح حطتها الراجل يبقى انا دايما قبل المهاجم نفس الوقت التدريب والفيديو ارجع للفيديو بص يا جماعة انت لو تحركت هنا كده لو كنا عملتها دي كده لو كنت روحت له على القريبة شفت صالح جمعة لما حطها لك كده كده وهكذا نبقى نشتغل كده كتير لان في الاخر برضو اي فرقة كبيرة اي فرقة كبيرة ما ينفعش تضيع فرص كتير ما ينفعش احنا قلنا المباراة زي كده الوضع بيبقى صعب جدا مش محتاجة انك تضيع انت وصلت يبقى من نص فرصة كمان وهتتعاقب يعني احنا تعقبنا مهارده وانت لو فضلت على كده هتتعاقب اتعاقبت في مباراة الجيش صح اتعاقبت في مباراة الفيصالي الحمد لله انك ما تعقبتش في مباراة المصر نهاية طولة وكدت هتتعاقب انت متعادل في السواني الاخيرة لانك عمال تضيع فبالتالي يعني اتمنى من اللعيبة انها برضو تركز زيادة تحاول تعرف ان الهدف ده خد بالك كابت فاروق عشان الناس برضو تبقى فاهمانا هو ميزة الهدف مش في الهدف نفسه ان انت بقيت واحد صف لا اللي بيقى فيهم كورة واحنا الارباع العيدنا كورة بيأثر على ظروف كثير جدا محيط اولا بيأثر على الفرقة التانية في التوتر ثانيا بتدينا ثقة وبتدي خط الدفاع وثقة ان انا كذبان على طول ثالثا خد بقى التوتر في التغييرات انا زي بالظبط يعني النهاردة كابتن حسام لو مش متأخر مش هيستعجل دلوقتي انت ممكن المدرب اللي قدامك بيتوتر يروح منزلك واحد هجوم ويشيل نص ملعب فيفتح لك نص الملعب يبتدي مثلا يروح مطلع لك واحد مدافع فانت الهدف ده مش هو فكرة انك متقدم بهدف لا هو ليه ظروف كتير حواليه تديك فرصة في الاستحواز تديك هدوء اعصاب اللي عايز يعمل حاجة يقدر يعملها صحيح تدي سيقه صحيح ويمكن كمان كابتن اللي بيضيع كمان يعني ده بتبقى مشكلة كبيرة بالنسباله ممكن يبقى يطلع مجرد ان هو ضيع الكورة دي واحدة تانية ضيعها خلاص لا ده يقول لك أنا مش يومي وتلاقيه طلع برا الجيم تماما فدي طبعا واحدة من الحالة اللي بتتكلم عليه كابتن سمير يمكن كلام على خطأ اكرامي هنشوف النهاردة ممكن ضغط شديد على شريف انت بتشوف يعني انا بشوف ان شريف الى حد ماه هو من افضل حراس المارو الموجودين على في مصر حاليا ويمكن زي ما احنا شايفين في الدور الممتاز كلين شيد وحقق ارقام قياسية في الدور المصري ولكن خطأ خطأ في مباراة كبيرة اعتقد هتلاقي دوسة شوية كده على شريف لكن هو قدى دور قويس يعني هو كابتن فريق في وقت من الوقت ولازم طبعا اتعرض هو للمواقف زي كده تقول له ايه النهاردة كابتن لا اهرد لك النهاردة ان شريف شارنا مرشد كتير قوي بالزبط وهو مستهار طاقة ورجع منتخب مصر من الاهداف البسيطة اللي دخلت فيه ابتدى ينمي نفسه ويطور نفسه مع كابتن طاري سليمان وابتدى يورس على نفسه وعنده سابات فعالي ومع المنتخب طبعا نسبة الاهداف السنة اللي فاتت في الدورة كانت أوليلة جدا ودي كانت تحسب له ومدفعين كل دي حاجات إيجابية فأنا لما أخطأ مرة ما فيش مشكلة ده طبيعي جدا والخطأ وارد اه الخطأ بيجي عن طريق الاهداف طبعا زي ما احنا عارفين انما يعني ما حدش محصوم الغلط يعني كلنا يا كابترابيع ياما غلطنا يعني كلنا غلطنا انا عايز اقول لك هارد لك لشريف مفيش مشكلة ان شاء الله كسبنا المبارات العودة بإذن الله في رادس وده طبيعي في فكرة القادة من أي حد في الثلاث خطوط وخصوان كمان في حارس المرمى شوفنا يا إجوان عالميين بيخطاء يعني أفضع من اللي يخطأ النهاردة شريف اكرامي فأقول لها هارد لك وان شاء الله اللي جاي أحسن موفقين بإذن الله طيب ربيع يعني مرحلة بقى دي بقى الشغل التكتل حسن بدري حتى مبارات قادمة ان شاء الله ان شاء الله انت عشرين طبعا مهم جدا الطريقة اللي يحضرها كويس قوي دي واحد بالترتيب اتنين التشكيل التشكيل اللي أنا أقدر بفضل الله تعالى أقدر أشتغل به شغل دفاعي فردي وشغل هجومي دفاعي وفردي جماعي وفردي ده مهم جدا فكرة حسن بإذن الله تعالى في اسلوب اللعبة يختلف اسلوب اللعبة مهم جدا 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 شهر رحمة بوقت التراجي كتاب مفتوح ده من حسن البدري عرفنا قوته فين خطوطه ازاي حارس مما ازاي القلب ازاي أطرافه ازاي خط الأمام ازاي بيقدر يطور لعبه عن طريق كم ثانية وكم لمسة وفنش في النهاية كان فطرق كتيرة جدا لازم حسن باشية الله يدرس تراجي كويس قوي 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 يجد له تراجي عنده صخرات خلي بالك دفعية كتيرة جدا هو فريق مورا هو فريق كبير لكن خلي بالك الفريق كبير ده برضو عنده مجموعة سلبيات احنا شفناها النهاردة مش سهلة يعني احنا سلبيات النادي الاهلي اقل منه سلبيات النادي الاهلي اه فيه كان فيه خطأ وفيه اكتر لكن مش اكتر انا من وجه نظري ان الدراسة مهمة جدا والشغل مهم جدا انت عندك مشكلة في اللمسة الاخيرة اللمسة الاخيرة اللي تضب تفنش بها دا يبقى الشغل وحسن الشغل بيذن الله التوازن الدفاعي خطتي الشغل انا مين اللي هيدفع مين ههاجم هروح ان شاء الله هعمل الانتشار ازاي واعمل طلابه ازاي وهسيطر ازاي وهفرج اسلوب ازاي حاجات كتيرة جدا على العيب النادي الاهلي بيذن الله تعرفوا انهم هيجلوا كتير كتير جدا لو انت عملت النسبة بالنسبة للشغل التاني بين الترجي والاهلي احطول مش ممكن الترجي نسبة الاستحفاظ وتحتها مقليلة جدا مش دا حاج بالترجي دا معناه ان انت الحمد لله ان عنده سلبيات نشتغل عليها وهنا عندنا سلبيات نعليجة وايجابيات نأكدها بأمر الله تعالى هو دا بالنسبة عامل الجمهور من نسبة لنا لازم يفرح الحسابات لكن ما بيفرقش مع لعيب النادي الاهلي لعيب النادي الاهلي متعود على الجمهور متعود على خلوالك وروحنا بكده والتجارب كانت موجودة روحنا في تونس ولعيبنا اكتر ونفس الترجي اكتر من مرة والحمد لله ربنا كارمنا زي ما قلت لك هتهفرق معاك اللمسة الاخيرة في التلت الامامي الاخير وفي نفس الوقت الرتم المباراة الرتم نفسه انت ممكن قبل الله تجرهم وراك في الرتم صرحة اللهم موجودة في مؤمن بمشيات الله تعالى موجودة في أجيه موجودة في الأطراف عندنا فتحة ومعلوم صرحة اللعبة تختلف تماما زي طبعا الأداء الرجولي روح لعيب النادي الاهلي مهمة جدا الأداء الرجولي مهمة جدا جدا الالتزام لمجموعة الوظائف اللي ان شاء الله حسين بدري هيوظفها ويبتدي بها اللعبة ويبتدي تشكيره دي مهمة جدا روح النادي الاهلي لما بتظهر في الأوقات دي اعتقد ان شاء الله ربنا بيكرمنا بشيات الله تعالى كفاليد برضو نقطة مهمة جدا نشتغل على ايه في المباررة القادمة بالنسبة لخطوط اللي انت ممكن شوفت نقطة نقاط الضعف بالنسبة لفريق الترجل ما هو الاول التي تختار الاستراتيجية هل هتروح باستراتيجية هجومية هتضغط بطول الملعب لو انت ناوي تعمل كده انا من وجهة نظري زي ما بقولك يرجع للتشكيل اللي بيمتلك خبرات يعني احط وليد سليمان ناحية اليمين احط مؤمن زاكرية ناحية الشمال اضغط بجونيور اجايي كاررس حربة وعبدالله السعيد من تحته طالما انا بروح ادور على الفوز من الاول والله لو انا اخترت استراتيجية التأمين ان انا ارد نص ملعبي وابتدي العب على الهجمة المرتدة يبقى دي لها حسابات تانية يعني على حسب ما يختار الكابتن حسام البدري الاستراتيجية بتاعته ناوي يعمل ايه هل يقسم المباراة كل مدير فني بيقسم المباراة على حسب امكانات فرقته وعلى حسب امكانات الفرقة التانية وهو عايز ايه من المباراة ايه الطارجة اللي انت عايزه من المباراة اه ده رأكمل معك جزء دي كابتن بس بعد مكالمة معنا كابتن ناصر عباس طبعا الحكم الدولي السابق طبعا حكمنا المميز جدا السابق كابتن ناصر مساء خير على حياتك تخير عليك كابتن فروغ تحياتي لحضراتك وتحياتي لكابتن ربيع عسين ووليد فضاح وكابتن سيمير كامونة تحياتنا ليك كابتن يمكن نهاردك كابتن حسين بدري بعد المباراة يمكن كانت فيه تصريح بخصوص التحكيم إلى حد ما كان فيه ضرب الجزاء لم تحتسب لوليد أزار وإلى حد ما كانت واضحة يعني أخذ رأي حياتك فيه الجزء التحكيم كابتن ناصر كابتن فروغ طبعا في الشاكي النهارد تحكيم كان له دور كبير جدا جدا في المباراة وأنا حدق من البداية من بداية الشيط الأولاني في الديه عشرة عندما احتسب الحاكم راكل جزاء لوليد أزار بنوع راكل جزاء هو طبعا راكل جزاء صحيحة ولكن منكلم بحاجة اسمها العقوبة الانضباطية كابتن فروغ هل تستحق البطاقة الحامرة ولا تستحق البطاقة الصف إحنا قلنا لما يكون اللاعب منفرد تماما وكل الاعتبارات الموجودة بالنسبة للفرصة الواضحة لإحراز هدف إيه هي الاعتبارات احنا قلنا دايما وليد أزاره كان منفرد تماما مواجه للمرمى مسيطر على الكرة آخر تاني مدافع كان بعيد عنه وبالتالي هنا حصل حاجة اسمها الدفع الدفع هنا ما كانش فيه هنا بنقول على حاجة مهمة جدا بنقول ان ما كانش فيه هنا لعب على الكرة ولكن المخالفة كانت الدفع وبالتالي طالما توفرت الفرصة المحقاقة كان يجب على الحكم أن يطرد اللاعب اللي هو متصل الطالبي اللي هو مدافع للتراجي والمفروض بطاقة حمرة مستحقة طبعا كانت كثير خاطئ من الحكم فيه إنه هو داله انزار بس ودي طبعا يعني قرار أثر في نتيجة المباراة كابتن محمد هذا بالنسبة للراكل في جزائي اللي هي تم احتفار طيب بالنسبة للأخطاء التحكمية اللي كانت موجودة بالنسبة اه اتفضل تاني كانت فروق طبعا كانت فروق عندنا الهو اتفضل كابتن فضل كابتن عندنا مشكلة في الحكام المساعدين كانت فروق أولا في دية 23 مساعد رقم 1 أشرب الخطأ على تسلل على جونيور وكان الراجل في موقف سليم نتيجة طبعا عدم التمركز وعدم الربط لحظة اللاعب مما بين اللاعب والكرة نتيجة عدم التركيز ودي كانت شرب الخطأ على تسلل جار صحيح بالنسبة لعب الأهلي عندنا تسلل الخطأ طبعا في دية 80 من المساعدة لقم 2 لما وليد أزارو استلم الكرة وكان فيه لعب من المدافع مغطي وهنا اللاعبة ديت طبعا لعبة من الأعاب مهمة جدا لها تلاعبة بالعرضة كتب محمد وحتى بتفتكر لعمد متعد واثار عليها الحكام المساعد بالتسلل وطبعا هنا القرارين دولها تقرارين مؤسسين في نتيجة المورة كتن نتيجة عدم التمركز بالتركيز بالنسبة لحكام المساعدين طب قبتن يمكن جزئية التحكيم في أفريق بتشوفها ازاي دلوقتي ولا كنت تفروا أنا بقول لي نهاردة يعني أربوك من نهاردة الأخطاء النهاردة أثرت التأثير كبير في نتيجة المورة يعني لما يبقى نهاردة المفروض اللاعب يترد من الديع عشرة من شخص الأول كنت تفروا وانت عارف المفروض اللاعب الفريق يلعب عشرة أكيد طبعا كان هنا يبقى فيه الأفضلية للنادي الأهلي لأن النهاردة دي عشرة يترد لاعب كان مفروض يبقى فيه شجاعة من الحكم في طرد هذا اللاعب وما كانش يعمل حسابات لي أي شيء غير إنه هو ينفذ القانون وزي ما قلت لك كانت كل التوافر عناصر الطرد كانت موجودة للأسف القرار ما كانش موجود كابتن محمد والله كابتن دائما الذي قال لي ويمكن التحكيم من حد ما عايز تكلم اه كابتن ناصر ازاي كابتن فضل كابتن الله يخلي تتسامل كمونة مع حضرتك كابتن محمد كابتن بس عايز أخد رأي حضرتك طبعا في ضربة الجزاء التانية اللي هي شبيهة لضربة الجزاء الأولى في الدقيقة 11 طبعا لجابة عبدالله السعيد تقريبا فيه عن ضربة جزاء مشابهة لضربة الجزاء الأولى عايز أخد رأي حضرتك لو أنت كنت شايفها يعني شوك كابتن محمد اللعبة وهو طبعا هنا أنا شايت أنه فيه دفع موجود دفع من المداشع في دهر اللاعب موجود هنا بس التصوير هل هي داخل موطقة الجزاء أولى خارج نحن نختلف في الحل نمى المخالفة كانت موجودة كابتن سامير مخالفة الدفع من مداشع التراكي وطبعا هنا الحكم نتيجة البعد عن الحدث طبعا ما دفش ياخد القرار نتيجة أنه كان بعيد جدا وكان دريبا في نصف الملعب وبالتاني نشاط هنا كان فيه مخالفة تواقع كانت داخل المطقة الجزاء ركز جزاء أو الخارج كانت تصيب ركز حرة مباشرة وفيه فرصة تانية واللي وليد أزاره عملها بالعرض لإعماد متعي بالحرس قال عليها برضو بطيالي ما فيهاش حاجة خالص يعني ما فيش فيها تسالم خالص اللي كانت نكمل أنا أكلمت فيها في الأول ودي كانت المفروض كان حاكم المساعد كان أشار باستمرار اللاعب ونسيجة عدم التمركز وعدم التركيز من المساعد الواقف على التسلح صحيح صحيح شكرا شكرا كابتن ناصر وضحت لنا بعض الأمور اللي كانت موجودة أؤكدت عليها من طبعا بعد تصيح كابتن حسيني بدري قال بشكل سلبي على نتيجة المباراة النهائية كابتن ناصر عباس حاكمنا الدولي السابق شكرا شكرا كابتن وليك كنت بنتكلم ما زلنا حين نتكلم على جزئ اه يعني بقولك الكابتن حسيني بدري يختار الأول الاستراتيجية وبعد كده بيبتدي يختار لها طريقة ويركب اللعيبة على الطريقة دي هل انت هتروح تضغط على فريق الترجي بطول الملعب من أول المباراة مش هتخليهم يعملوا استحواز مش هتخلي حتى الكرة لو طلعت ضربة مرمى هيتطر المعز بين شريفية يلعبها لك طويلة هتبقى قافل على السردبكين هل الكابتن حسين هيعمل كده ولا هيسيب نص الملعب ويخلي الجيم متوازن ويسيبهم السردبكات يستلموا وينقلوا لغاية لما يدخلوا في نص ملعب النادي الأهلي ويبتدي الضغط يعني كابتن حسين طبعا هو اللي بيختار الاستراتيجية وإن كنت يعني لو تسألني على وجهة نظري أنا ألعب ضغط من الأول يعني وضح النهاردة أن لياقة النادي الأهلي أعلى بن قوي أن فريق التراجي مرهق وقلنا مرهق ليه هو طالع من البطولة العربية منهك لعب كل المباريات طبعا صفر كتير ما بين القاهرة وتونس كمان بطولة أفريقيا هو لعب في المجموعة الأصعب فبالتالي عمل مجهود مضاعف أكتر مننا بكتير في نفس الوقت هو بيلعب الجولة الرابعة في الدور التونسي صحيح كسبان كل المباريات ومتصدر الجدول التراجي لكن لعب أسابيع كتير فكل ده بيعمل إرهاق على الفرقة يعني حتى وضحت جدا في تغييرات كابتن فاوزل بنزرتي التغيير الثاني والثالث في آخر تسعة دقائق يعني هو ما عندوش أوراق كتير هو هيلعب بالتلاتاشر الاربعتاشر لعيب فبالتالي حتى شفنا لما الراجل علي لمشاني اتعور نزل منتصر الطالبي بص لعيب عندو تسعتاشر سنة بخبرة منعدمة أو بخبرة قليلة جدا عمل ضربة جزاء كان ممكن يضطرت فيها زي ما كابتن ناصر قال يعني كان ممكن يعني يقولك ايه يدبس فرقته في مأزق كبير جدا ان انت من دقيقة عشرة بتلعب مع النادي الأهلي وواحد صفر وبتلعب عشرة ضد احداشر مسألة كانت تبقى صعبة جدا فالنهاردة انا من وجهة نظري كل الاسباب دي تدعوك ان انت تضغط من الاول واضغط بطول الملعب وعندي من اللي يقل بدلاء وعندي من الاوراق اللي تستحمل ان انا اقل بالطريقة الشرطة التانية النهاردة انت لو بصنا للدكة محمد نجيب فقط هو الوحيد اللي مدافع بقيت البص صالح جمعة مؤمن زكريا هشان محمد وليد سليمان عمد ميت كله مهاجمين فانت عندك من الاوراق تلاقي صالح جمعة عايز فرو التاني تلاقي عمد متعب جونير اجاييه مؤمن زكريا يعني عندك من الاوراق اللي تقدر تقلي بالطريقة زي ما انت عايز لكن ان انت تستنى وقت طويل قوي وان انت تريحهم ان هم ينقلوا يبقوا عارفين ان نتيجة القاهرة في صالحهم اظن ان دي يعني هتضيع مننا وقت طويل ممكن المباراة تهرب من النهاردة طيب خلينا اروح قبل ما اروح لك تسميك كمونة وكلام عن المباراة ايضا نروح لليلقاء مع كابتن فوزي البنزرتي وارجع اكمل كلامي طبعا مع نجوم مصر في السيديو شاهد يوم تابعي قناة الاهلي في كل مكان عاقب طبعا انتهاء مباراة الاهلي التراجي بالتعادل الاجابي من نتيجة 2-2 معايا في هذه اللحظات كابتن فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق التراجي كابتن فوزي طبعا عايز اخذ تقييمك المباراة بشكل عام وهل فرص التراجي اصبحت اكبر في التأهل للدور نسونا يعني بالنسبة لي نعرف ان الاهلي فريق كبير فريق عريق فريقي يعني في في البودلات الافريقية عنده سولات وجولات مهما يكون فريق الاهلي لان اسمعت الاهلي معايا في مش في وضعاته الحالية معايا في احسن ميران لكن بالعكس الاهلي دي معايا يقعد فريق والكبير يقعد يبقى كبير ولهذا معايا عملنا انا بالطبعي نلعب ونحاول مش نظر طريقتي على اي منافس هذي طبعي معايا في كورة القدم ما نخليش المنافس يضغط عليه اكتر من لازم وهذا الاسار وقتل يزينا ندافع وندافع وقتل يزينا نهاجم نهاجم هجمنا بعد هذا يعني كفافة عددية وبالنسبة للدفاع نفس الشي معايا في ذلك وهذا كل ما تدربين عليه وحاضرين فيه نعتبر كونه النتيجة عادلة بنزوز في رق الاداة كان ممتاز بنزوز في رق فنبتل الحمد لله نعتبر كونه النتيجة ايجابية بالنسبة للتراج الرياضي وما زال شوء الثاني شوء الثاني مش يكون صعب ماهوش مش يكون سهل ولو ان امن حاجة في كورة القدم لا فما صعب ولا فما سهل يعني كيفاش العيبة متاعك ما عادة تكون مستعدة للمقابلات راضي عن اداء فريق التراج النهاردة يمكن شوفنا النادي الاهلي كان مستحوز على المباراة في شكل اكبر انت بالنسبة لك كنت شايف ان اداء لعبة النادي تراجي هي الاداء اللي انت كنت طالب احنا قبلنا هدف على اثر غلطات مع تتمركز انت لعبه اثنين ولا دفتاني على اثر في انتلاز استحوز على المقابلة لانه معادة بعد اثنين واحد معادة الوضعية معادة بطبيعة الحال الاهلي معادة عنده ما يخسر معادة تقدم اكثر الهجوم بطبيعة الحال احنا يجبنا منكونوا مستعدين في الدفاع اكثر وحسب رأي معادة خلينا نسكرنا جميع المنافذ الا على كرة ثابتة يعني معادة معقول مش فانت الهبة فانت هذا هو فانت عما في في المقابلة كاملة معادة المفروض الترجي معادة خرج معادة صعب باش تلعب ضد الاهلي خاصة على ميدانه امام جمهوره جمهور معادة برك الله وفيه كان جمهور غفير فاني فصعب حتى التنكيز اللاعبين تزعب لكن نعتبر كانوا اللاعبين ترشي قاموا بالوجب انتحم وزيادة تعملت ازاي مع تغيرات كابتن حسام البدري في الشوط التاني بتحديد معظمك كانت تغيرات طبعا هجومية بالنسبة لتغيراتك انت كانت تعملت من خلالها يعني انا نأمن كون الكرة القدم نزمها اعتدال يعني لا فيه مجاسفة ولا فيه مادة انا نسميه معانتك الكرة صحيحة فاني التغيرات عندنا اللاعبين الدخل اكثرهم يلعبوا اساسيا فاني وكنا النجم نخطف المقاملة في اخر لحظات معانتك ولا على اثر التغيرات هدوما فاني فهو اكثرها مهجومية التغيرات لعملتم انا اكثرها مهجومية معانتك تغيرات معانتك دفاعية ما زلتش واحد في الدفاع فاني اللعب واحد على يمين واحد على يسار فاني واحد وص ميدان معانتك وهديك التغيرات معانتك كانت ايجابية جدا فاني وكنا نزمه وننفوزه معانتك في اخر لحظات المقابلة تغفيته ارجح شوية انه هو يوصل لدور عبل النهائي الاستراتيجية اللي هتلعب بها مباراة العودة احتبا يعمل الله دليل يعمل الله دليل ناخذ شوية فالصراحة وبعدين نفكر في الموضوع اما يلزمنا نلعب متوازنين كل ما اللي وجعلها التوازن في الفريق ضروري معانتك تخلق التوازن عنده هجوم ودفاعي شكرا طبعا ده كان لقاءنا مع كابتن فوزي بن زيرتي المدير الفريق التراج التونسي عقب انتهاء هذه المباراة بالتعادل الاجابي اكيد لسه في مباراة اخرى في تونس في ملعب دارادس ان شاء الله رجالة النادي لا هي قادرين ان هما يساعدوا من خلال هذه المباراة لدور افن شكرا شكرا كامير طبعا كابتن فوزي بن زيرتي من المدربين المخضرمين واضح جدا من ادارته للمباراة ان هذا انه كان عامل استراتيجية بنزل المباراة ونجح فيها ونجح فيه ولعبته طبعا في انتزاع تعادل ايجابي هنا في مصر طبعا في انتزاع ان شاء الله لرد من خلال طبعا لعبتنا وجهاز الفني في رادس تونس كابتن سامير خانني ايكلمك على تقييمك بقى الاداء الجزء الدفاع عندنا او خط الدفاع بالنسبة لك النهاردة لا التقييم خط الدهر النهاردة من اليمين للشمال احمد فتح ومعلول من نواحة الدفاعية ما كانش فيه هجوم عليه كتير نشوفنا الاهداف جات من كور سابتا فمعلى هوم شلوم الهدف الاولاني كان ممكن يكون الرقابة الدفاعية احسن من كده اقوى من كده والالتحامات واللعب الهيدرز كان او العاب الهوائية طبعا كانت طبعا افضل من كده انما سعد سامير ورامي ربيعة قدموا مباراة كويسة كان فيه تركيز كان فيه رقابة كان فيه انكضاد ما كانش فيه اختراق من العمق كان كل اللعب عن الاطراف والكور العرضية انا شايف ان هما الرباع النهاردة كان كويسين يعني مستواهم كان كويس يعني انا شايف من وجهة نظري بالاضافة كمان ان احمد فتح التدى يزود النواحة الهجومية شوية في نص الملعب وبعده نص الملعب لكن علي معلول كان افضل من احمد فتح من نواحة الهجومية كان النهاردة وليد ممكن شوفنا كابتر ربيع كورسات يعني عايز اقولك نسبة كبيرة جدا النهاردة علي معلول كان بيتفوق على نفسه من الكرات العرضية وعمل ممكن اكتر من سبع كرات عرضية شوت تاني وكانت سببت خطورة طبعا وكان فيه السوابت كان يدور فيها السوابت السوابت طبعا اكيد يعني انا بكلم فيها ان هو الكورسات بتاعته بقت خطيرة جدا دلوقتي كابتر ربيع وبيعمل نواحة الهجومية عكس الفترات اللي فات دلوقتي بيأفير تياحية وبياخد تعليمات من كابتر حسام البدري وبيعمل زادة عددية مع المهاجمين وانا شايف ان ديك ميزة في النادي الاهلي عن طريق علي معلول ونقدر ان احنا نستفيد منها في مباراة الزهاب ان شاء الله خلينا روح للمؤتمر الصحفي لكابتر حسام البدري بعد المباراة وارجع ايضا اكمل كلامي وتقيم كابتر ربيع سينو وطبعا كابتر مصر هنا في السوديو لخطوط النادي الاهلي لكابتر سامير الكلم على خط الدفاع هتكلم على خط الوسط وخط الهجوم خلينا نروح للمؤتمر الصحفي وارجع اكمل كلامي اكيد طبعا اداء المباراة النهاردة النتيجة مش مرتبطة بالاداء وشوفنا ممكن فرق الترجل النهاردة احنا نتعديني اتنين اتنين لكن مفيش فرص واضح عليهم لكن اكيد في عدم توفيق في الاخطاء اللي حصلت النهاردة سواء في الهدف الاولاني برضو وفي عدم التمركز الجيد والرقابة والهدف التاني نتج عنه من النتيجة تطلع بالشكل ده وعلى الجانب الاخر طبعا للأسف ما كنتش عاوزة اتكلم على التحكيم يعني مش عاوزة اتكلم على التحكيم التحكيم للأسف برضو التحكيم النهاردة وكلكم شوفت برضو واضح وحنا سألنا بعد ما اطلعنا طبعا على الاخطاء اللي حصلت في التحكيم النهاردة الكور اللي اتحسبت علينا افصايد ضربة الجزاء بدعتواليد ازارو اللي ما اتحسبتش برضو في الشوت التاني اكيد طبعا كانت هتبقى مؤثرة برضو في النتيجة لكن يمكننا في المؤتمر انبارح اكيد ان المباراة مش هتنتهي هنا ونهايتها هتبقى فرادس لسه عندنا فرصة وده اللي اكيدتوا اللعيبة لان لعبة النادي الاهلين هالله كانت افضل الشوت التاني احنا اخطط بكتير سببنا ضغط طبعا هجومي على فرقة الترجي فرقة الترجي متماسكة بشكل كويس منظمة بشكل كويس لكن بقول ملاح فرص واضحة خلال المباراة الا الاخطاء اللي حصلت لسه فيه طبعا مباراة تانية كل تركيز ده فيها ان شاء الله من بعد بكرة ان شاء الله وانا اكدت اللعيبة ان شاء الله نحن عندنا فرصة كبيرة ان شاء الله في تخطي دورده في رادس ان شاء الله نحن عندنا فرصة كبيرة اشتركوا في القناة طبعا احنا متعدلين ولابد من المكسب هناك او ان شاء الله برضو التعادل فده هيبقى طبعا انتفكرنا في المبران ان شاء الله وده هيبقى تحضرنا من بعد بكرة ان شاء الله صحيح لك من الصباح لقد استخدرت يا رادي انا اعرف اشتركوا في القناة 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 بس متواجد في المكان يعني أحمد الشيخ وجونيور أجي وعبد الله نزلوا تواجد في المكان لكن مين منهم قطع الكرة يعني هاتلي إحصائية كده وهنلاقي في الإحصائيات بتاعت كل لاعب أشك جدا أن جونيور أجي أو عبد الله أو أحمد الشيخ قطعوا حاجة صعب جدا فبالتالي دي يعني بتفرق جدا مع الاتنين الدفندر خلينا نقول أن من الأسباب اللي خلت فرانكو كوم أو كوليبالي من نجوم المباراة غيلان الشعلاني وفرجاني ساسي وانيس البدري في النحة الدفاعية فبالتالي فيه فرق بين إنك بترد تتواجد وفيه فرق بين إنك بترد وتديب الكورة دي يعني بس ده التعليق كابتن ساميرو يعني الشكل الجماعي طبعا مع وريد أزارو إحنا كنا تكلمنا على وريد أزارو إنه هو لحد ما غير موفق في جزئية التهديف ودي إن شاء الله حلاها كابتن حسن البدري لكن عايز أتكلمك على الشكل الجماعي بالنسبة للنادي الآلي وتقييمك ليه هجومية وكان لنا شكل حقيقة ممكن وليد أزارو عمل مجهوب كبير أول سيبك من الهداف اللي ضيعة إنه ليه دور ومتواجد في الملعب وأحرز هدف وجب درب الجزاء أحرز عبدالله السعيد ودي من واحد الإجابية النهاردة إنه إحنا وليد أزارو برضو ابتدى يخش مع التيم ويبقى فيه تجانس وليد كابتن ربيع برضو معنا أنا شايف إنه وليد أزارو من اللعبة الممتازة لكن محتاج برضو شوية تجانس أكتر عدد مباريات ما عندوش خبرة المنشاط الأفريقية زي ما كلمنا مجهود كبير قوي مجهود كبير قوي بالزبط وأحرز هدف وجب درب الجزاء زي ما قلنا جاي النهاردة من أحسن المباريات اللي لعبها كان راجل بيعنده نسبة استحواز وبيبص كواس جدا ويعني بيخلق نفسه مساحة في نصف الملعب عبدالله سعيد نفس الشيء طبعا وليد لما نزل كان عمل إضافة صالح لما نزل كان إضافة كل النواحة دي كانت مؤسرة جدا وكانت إيجابية وشوفنا كاتن حسامي كان نتكلم وقال إن النادي الأهل الشوت تاني كان أفضل بفعل النادي الأهل كان أفضل بعض الفترات وفترات كتير لكن احنا لازم نعرف برضا جماعة إن احنا بلعب فرقة كبيرة قوي فرقة تقيلة عندها لعيبة دولية عندها خبرات أفريقية التعامل معها صعب جدا لكن احنا أكبرناهم بعض الفترات إن هما يدفعوا واستغلنا القراط العرضية أكتر من سبع تامن كور عن طريق الفولات اللي خدها وليد سليمان وصالح جمع والنحة التانية كان وليد أزارو كل دي نواحة جمعية وتهديد على مرمج الترجي فما فيش شك النهاردة كان فيه شراسة هجومية آخر خمسة وعشرين دقيقة وكان لنا ضرب الجزاء لوليد أزارو كان فيها شكل وقدرنا نتحرك من وراء المدافعين مع انطرية الإطراف وليد أزارو كورة اللي احنا كلمنا فيها ممكن الكابت الناصر عباس اتكلم فيها اللي حسبها اوف سايت وعملها بالعرض لعماد متعب انا مش شايف انها فيها اي حاجة دي برضو جوانب ونواحي ايجابية وليد ابتدى يتحرك ويتعمك مع الفريق ويعني يكتسب خبرات يعني دي برضو ميزة النهاردة ان هو خلاص ابتدى زي ما يقولون العجلة تمشي والامور بتمشي معاه وابتدى يعمل ربط مع أجيه ومع عبدالله السعيد يعني انا وجهة ناصر النهاردة ان واحل جومية كانت شارسة جدا للنادي الأهلي وابتدوا يتحركوا ويفهموا بعض أكتر وان شاء الله لو احنا لعبنا كده بالطريقة دي في رادس في تونس ان شاء الله اكيد ان نتيجة هتبقى جباية وفي صالحنا بإذن الله يا رب يا ربك تسميخ يا واحل الفاصل ارجع اكمل كلامي تابعا مع ديوخي في الدستور موسيقى موسيقى يعني هل فريق الترجي مخيف في رادس وان الوضع بالنسبة للأهلي امور ان شاء الله تتحل بشكل جيد لا بص رحاها اولا عندك حاجة فريق تحترمه فنيا تحترمه وتام حسابه كويس اول لكن في نهاية طبعا يعني الكلام عزوالك الاهلي كبير بفنيات كبير جدا بفنيات الاهلي يملك الخبرات يملك القدرات اللي تخوف اي حد فانت تحترم هذا الفريق على ارض فسط جمهور واحنا نينة تجارب مع سبع اعتقد انتفوقنا عليه والحد الان متفوقين عليه لكن باحترام المنافس ودراسه كويس جدا باذن الله تعالى لتغلب عليه في كل شيء ان شاء الله كابتان كتواليد مهم جدا علاج شريف اكرامي ابن المباراة القادمة طبعا بص غلطة الشاطر بألف هو عشان حارس مرمى منتخب مصر وعشان حارس مرمى فرقة من اكبر فرق افريقيا واحسن فريق في افريقيا فعشان كده بيكون المسئولية اكبر واللوم كبير لكن شريف اكرامي يعني هو العيد كبير فيقدر يرجع نفسه بسرعة يتمرن يركز في شغله ان شاء الله يكون احد اسباب فوج النادل الاهلي ان شاء الله ان شاء الله كبتان سامير بتلم حك تفرق انا هزي سألك عن التشكيل بقى اللي جاي الموتش الجاي بقى تشكيل اه ان شاء الله لا والتشكيل مش هيخرج عن الكابتن حسان فنش بيه هو ده كان الافضل اللي هو اخر المباراة لانها بيه المباراة مظبوط يعني ده عن تشكيل هجومي وتشكيل في خبرات وفي خلال السيناريو اللي حصل اخر 25 ديئة والتشكيل ده كان موجود او اخر 20 ديئة يمكن بتهيالي بالسناء طبعا لعماد متعب يعني بس عشان بس نقول وجود صالح جمعة يبقى موجود ولا عبدالله سايد يرجع مكانه ويبقى وليس سليمان واجئين ممكن يبقى فيه تغييرات بسيطة او لكن طريقة اللعب انا وجهت نظري ان كابتن حسام البورا دي يلعب بثلاث ديفندرات حسام عشور سولية عبدالله سعيد تمام عبدالله سعيد من تحت عشان يسلل الباص مع سولية وحسام عشور بالاضافة طبعا اتنين خبرات على مستوى عالي جدا وليد سليمان ومؤمن زكريا بالاضافة لأجيي مش وليد ازهر طريقة اللعبة ليه تنتقل لأربعة تلاتة اتنين اربعة تلاتة اتنين واحد دي افضل طريقة تلعب بيها بر ملعبك خصوم فرادس هيبقى فيه جماهير فيه شحنة فيه ضغط عليك من الخصم زي ما شفنا النهاردة هيبقى اقوى واكتر فلازم تكون مقام من نص الملعب كواسق وزي ما هو عمل النهاردة كانت يعني الشكل كان ايجابي وقدر ان هو يبقى فيه استحواز بعض الفترات وقدر ان هو يحرص فيك هدفين لو احنا عملنا كده تلات ديفندرات هنقدر ان احنا نقفل ونقدر ان احنا يبقى فيه زياد عددية في نص الملعب ونشتغل بقى من احلجهم عن طريق وليد ومؤمن واجأيه دي وجهة نظر وخط طبعا الضهر الرباعي زي ما هو بقول شريف كرامي طبعا هارد لك اللي جاي احسن ان شاء الله يا ما شلتنا في المتشاط في افريقيا ومع المنتخب في الدوري وفي كاس مصر وممكن استقبلت عدد اهداف كتير أوليلة للموسم الماضي وانت كنت من نجوم الفرقة الحقيقة السنة اللي فاتت وكليك دور كبير وان شاء الله موفق الفترة اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله سمير بشكرك شكرا كتر بيع بشكرك وهض لك النهاردة من نديل اهلك ان شاء الله ننتجة ايجابية خلينا مسترحيم لكن الحمد لله ان شاء الله نقدر نعود في نديل اهلك فريق كبير شكرا كتر بيع كتر بشكرك كتر بيع يعني احنا كلنا امل في اللعبين وثقة ما زالت موجودة في جهاز الفني واللعبين ولكن طبعا محتاجة مجهود كبير جدا محتاجة تجهيز بشكل قوي جدا وكتر حسين من خلال تصريحاته ادينا الامل والده اكيد لعبته هو علاج نفسي على فكرة المؤتمر الصحفي ده بالنسبة لللعبين وان نهاية المشور مش المنظرة النهاردة لا في مباراة قادمة هو الشوت التاني بالنسبة له هذا الدور اعتقد ان احنا بخبراتنا بوجود الامكانات اللي موجودة من اللعبين بحالاتهم الفنية والبدنية ان شاء الله في اليوم ده وتركزهم واسرارهم ممكن ان شاء الله بشكل كبير نتأهل انت محتاج تكسب بهدف او تتعادل تلاتة تلاتة او يعني الامور بالنسبة لك متاح لكن مفيش حاجة في الكرة اسمها مستحيل كالعب في كرة القدم علمتنا ان مفيش حاجة اسمها مستحيل واحنا النادي الاهلي ما عندناش حاجة اسمها مستحيل احنا الاهلي زي ما احنا بنتكلم احنا بنخافش من حد ان شاء الله هنا او في تونس نقدر نكسب اي فريق ولكن طبعا نهارده المباراة وارد جدا يحصل كده ولكن سيما اقول لكم باراضتنا نوصل ان شاء الله للدور القادم لدور قبل النهائي في دوري ابطال افريق ان شاء الله يارب كل التوفيق لفريقنا ولكن طبعا دعوتكم حتى لقاء القادم لقاء الترجي والاهلي في تونس يعني كنا معاكم على مدار اليوم من خلال طبعا تغطيتنا وتغطيت قناة الاهلي هذه المباراة ولكن طبعا معاكم باستمرار من خلال استعاد الاهلي تسبوع على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة